إن الصورة ما زالت كعهدنا بها صورة البقرة وإن الآيات المباركات التي ما زلنا نستعين الله على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا لاهتدى بهدها والعمل بها إنه قريب مجيب سميع الدعاء قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرطة خاسئين فجعلناها نكال لما بن يديها وما خلفها وموعظة للمتقين معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات أطرح هذا السؤال لماذا ندرس هذا الكتاب والكتاب هو كتاب الله القرآن الكريم لا ندرسه لأجل أن نعرف ما حدث في الكون ولا ما أصاب أقواما سلفت ولكن ندرسه للاهتداء لأنها تدي إلى الطريق الموصل بنا إلى سعادتنا وكمالنا في الدنيا وفلاحنا وفوزنا في الدار الآخرة بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار فها نحن مع الحقيقة التي مرت بنا أمس وهو بيان إلهي وهو قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصار والصابئين هذه أمم ذات أديان ونحن على رأسهم إن الذين آمنوا وهم أمة الإسلام خير أمة أو خيرت الناس والذين هادوا وهم اليهود والنصار وهم الصليبيون أو المسيحيون إن شئتم قولوا والصابئين وهم ما بين هؤلاء وهؤلاء الكل وعد الله هو من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا محسن البشرية يا أبناء كلهم عبيد الله ليس بينهم من هو ذو قراب من الله بنسب ولا بمصاهر ولا ولا ما هم إلا عبيده أبيضهم وأسودهم إذن فمن سلك سبيلا النجاة نجع ومن أعرض عن سبيل النجاة فغوي هلك فلا فرق بين الأبيض والأصفر ولا بين الغني والفقير ولا بين الأولين والآخرين هذا حكم الله فلنتأمل ونعمل على أن نحقق مبادي النجاة الإيمان بالله ولقائه وهو المعب عنه باليوم الآخر وبكل ما يتم ويجري ويحصل في اليوم الآخر وقد جاءت الآيات والأحاديث مفصلة مبينة لتلك الأحداث الجسام من بينها معاشر المستمعين تطايع الصحف فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ كتابه بشماره الآخذون كتبهم بأيمانهم علامة نجاتهم والآخذون كتبهم بشمائلهم علامة خصوانهم وجاء هذا في موضعين من كتاب الله فأما من أوتي كتابه بيميني فيقول ها أمقى كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في ريشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية هذه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا لما إنه كان في أهله مسورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيا ولم أدما حسابيا يا ليتها كانت القاضيا ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ليما ليما ما ذنبه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام مسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله لا يأكله إلا الخاطئون أصحاب الخطايا والذنوب إذن المطلوب مننا أن نحقق إيماننا فالإيمان دعوى يدعيها المنافق ويقول مؤمن ويدعيها البلشة في الأحمر ويقول مؤمن فلابد من تحقيق الإيمان كيف أحققه يا شيخ ما عندنا إلا العرض الذي عرضناه على أبصار المؤمنين والسامعات من المؤمنات نعرضه مرة ثانية لوحة قرآنية اسمع إن وجدت نفسك بين هؤلاء الذين تسمع وتراهم فأحمد الله عز وجل وإن وجدتك غير موجود أو تظهر وتختفي آمن من الليلة ادخل في الإسلام العرض الأول من صوات الأنفال يقول تعالى إنما المؤمنون وهذا الصيغة صيغة قصر أي المؤمنون بحق وصدق لا بالادعاء والنطق إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أما أن يذكر الله فيضحك فيضحك الضاحكون ويصخر الساخرون ويله الله لا إيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ذكره ذكره من ذكره وجلت قلوب السامعين وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا يرتفع يرتفع منسوب إيمانهم من مئة ستين إلى مئة ثمانين تعرفون مؤشرات الحرارة وإلى لا كيف ترتفع إذا جاءت الحرارة لابد إذا تليت علينا آيات الله واعظ مذكرا أو آمر ناهيا أن يرتفع إيماننا وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون ومن باب التوضيح فنقول ومن باب هداية إخواننا وطلب كمالهم وسعادتهم نضك عيوبنا نزيح السطار عن بعضها علنا نفيق من هذه السكرة وعلى ربهم يتوكلون أي لا يتوكلون على الله على غير الله فنقول الذي يعمل في بنك رباوي وتقول له أي بني أخرج من هذا البنك حتى يخرج كل إخوانك ويغلق البنك بابه ويستريح أهله ويدخلون فيه رحمة الله فتكون أنت السبب فيقول أسرتي أم عاشي كيف أترك فنقول توكل على الله فوض أماك إليه اطرح بين يديه ربي أنقذني فإنه يتولى إن قالت فإن قال كما قلت وبقي في تلك الحمأ ما توكل على الله توكل على الراتب الذي يتسلم ونقول للذي فتح ماذا استيري لبيع أشرطة الأغاني وأفلام الخلاع والدعاء يا عبد الله هذا لا يصح من مؤمن يوم بالله أن تتوذي المؤمنين والمؤمنات تعرضهم لفثنة نفوسهم وقلوبهم اتق الله اتق الله واشتبذل هذه الأشريط ببيع الكسب والبصر والفلفل ولا تبع ما يوذي المؤمنين والمؤمنات فإن قال كيف اعيش توكل على الله او على الدكان ما توكل والذين يستويدون يستويدون مجلات الدعاء والخلاع جرائد تحمل الكفر في كثير من صفحاتها وتقول اي اخي انت صاحب دكان تبيع انواع البقلاوة يكفي كذلك لا تبع هذه المجلة التي تعرف انها تحمل راية الدعوة الى الباطل والشرف والفساد يقول الزبناء اذا لم اجد هذه الجريدة او المجلة ما يشترون فانا ما استطيع على من توكل واخر يا عبد الله احجب ماءتك خليها في بيتك لا تشتقل مع الفحول وبجال يقول هكذا العيش والحياة ماذا نصنع نقول توكر الله يوطعك ماءتك في بيتك تعده لك وتهيئه وتسعدك فيه لان تكون جوالا بين رجال من اجل راتب فان قال ما استطيع الظروف هكذا والحياة هل توكل على الله وسلسل وحياة وسلسل اخي وفاتح صارون حلاقة يحلق للفحول وجوههم يا عم يا اخا هذا ما ينبغي الرسول يأم بكذا وانت تعاكسه انت تحلق وجوه الفحول من اجل ريال والعشرة ان اراد ان تحسن لو شعروا حسن اما ان تحلق وجوه وشاربه وتترك كالمرأة فهذا اثم لا يتحمل لا يطاق فاتق الله قل ما نستطيع عيش على هذا الدكان واخيرا وعلى ربهم يتوكل الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم معاشر الابناء والاخوان هل نحن ان شاء الله منهم الى عرض اخر من صورة التوبة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات دخل الاناث هنا لما الامر خطير والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض وقد علمتم وزادني الله وياكم علما ان الولا هنا الحب والنصر الحب والنصر على كل مؤمن ان يحب المؤمنين عمشا رمصا عجزا فقرا متسقين قل ما اشف مؤمن ينبغي ان تحبه مؤمن تحب كل مؤمن ومؤمن والنصر اذا قال عبد الله وا اخوانه قل لبيك مد يدك وانصر هذا هو الولاء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعضهم الصيني والكندي والاوروبي والافريقي والاسوي ما هناك فرق مؤمن صادق احبه واذا استنصرك وطلب نصرتك مد يده وانصر بدون حب لا ايمان حق مؤمن يكره عبيد الله واولياء كيف يكون مؤمنا مؤمن يبغض ويكره اولياء الله المؤمنين المتقين والله ما هو بمؤمن لي ما عرف الايمان ما استقر الايمان في نفسه ما فهم ما هو الايمان والمؤمن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ابدأ ببيتك يا عبدالله ان شاهدت مرأتك ترتكب منكرا انها تترك معروفا واجبا مرهى لتفعله ومن امرأتك ابنك وابنتك وابيك واخيك اذا كانوا معك اخرج من البيت جيرانك الذين تلاقيهم ويلاقونك في كل ساعات النهار منهم اهل العمل معك ان كنت في دائرة او مزرعة ويبقى اخيرا السوق فقط والشوارع اذا رأيت منكرا وعرفت انه مما انكره الله ورسوله لما يجر من البلاء والخسران على المؤمنين قل يا عبدالله هذا ما ينبغي افعل كذا فانه خير لك بادب واحترام واذا مرأت بمنك يغشاه اخوك يرتكب فقل اي اخي هذا لا يجوز هذا انكره الشارع قال الله كذا وقال رسولك له هذا خطوة من خطوات الايمان يأمرون بالمعروف وينهون عن المنك ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز الحكيم اعيد الايات وانظر هل نحن بينهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ان شاء الله رأيتمون بينهم الحمد الذي ما رؤيا الليلة غدا ان شاء الله يورى اذا هذه الاية الكريمة الجزاء عند الله فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم لا في الدنيا ولا عند الموت ولا في القبر ولا في البرزق ولا في ساحة فصل قضاء بين يدي الله لا خوف ولا هم يحزنون لا اليوم ولا غدا اولياء الله لا يصيبهم الحزن ابدا مات الولد يدفن وهو يحمد الله جاء ربط عصاب على بطني وهو يحمد الله لا حزن ولا خوف ابدا لا في الدنيا ولا في الاخرة اهل الخوف والحزن والعياذ بالله اعداء الله الذين ما عاشوا في رياض لا اله الى الله محمد رسول الله صلى الله عليه وقوله تعالى واذ اخذنا ميثاقكم ورفنا فوقكم الطور خذوا ما اتناكم بقوة واذكروا ما فيه بل امس قلنا ونحن اعطينا القرآن وإلى لا اخذ علينا الميثاق وإلى لا فهل وفينا لله اقرأوا قول الله تعالى واذكروا ميثاقه الذي واثقكم به متى اذ قلتم سمعنا واضعنا فكل ما قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله قد اعطى عهدا وميثاق ان يعبد الله وحده بما شارع ان يعبد به اذا فهل وفينا لله واخذنا ما في القرآن الجواب ونستشهد بآيات ربنا نسبة الناجين منا نسبة قليلة والله يقول لليهود وضكوا ما فيه ما تنسوا من امر ونهي رجاء ان تتقوا لعلكم تتقون ثم قال الام ثم توليتم من بعد ذلك بعد ما اخذ عليهم العهد الميثاق والجبل فوق رؤوسهم يكاد يسقط عليهم وعاهدوا واخذوا ما ان خرجوا من المحنة حتى اعرابوا وتولوا ثم توليتم بعد ذلك فلولا فضوا الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين كان يبيدهم كما يبيد الامم والشعوب لكن منة الله ورحمته اقتضت ان لا يصيمهم بوباء يفنيهم به او يصلط عليهم من يعدمهم وجاءت حادثة اخرى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ما معنى السبت يوم السبت كم الايام ستة ايام اول يوم السبت والاحد والاثنين والثلاثة والاربيع والخميس والجمعة سبعة هذه الايام كما علمتم ان الله عز وجل خلق في يوم الجمعة ادم وانزله الى الارض يوم الجمعة ذكر عظيم هذه وان يوم القيام سيكون يوم الجمعة وقد قرأتم بالامس كيف الملائكة على ابواب المساجد يكتبون القادمين الى المسجد الاول فالاول حتى اذا خرج الامام طوأوا الصحف ودخلوا يستمعون الذكر هذا يوم الجمعة عرضه الله تعالى على اليهود فرافضوا وافسد قلوبهم علماؤهم وقسسهم وربانهم وعدلوا عن السبت عن الجمعة الى السبت اذا فلما اخذوا السبت مكابرين معاندين فرض الله تعالى عليهم ترك العمل يوم السبت ومن اخر صورة النحل انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه لو تركوا الجمعة كانوا امنين لكن اختلفوا وقالوا السبت بحجة ان الله ابتدأ الخلق يوم السبت وان الله اصطراح يوم السبت وحاشاه ان يستريح ومن صورة قاف يقول تعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَوْمَا في ستة ايام وما مسنا من لغوب اي نصب او تعب فقال الظالون المضللون هذا اليوم اولى بالاحتفال فيه وترك الامل لانه يوم ابتدأ الله فيه الخلق وختم فيه الخلق واستراح هل الذي يخلق العوالم في ستة ايام يطلب الراحة يتعب ولكن هذا هو فساد القلوب والعقول قالوا للرسول هذا ورد الله هذه الفرية بقوله وما مسنا من لغوب فاصبع على ما يقولون اينا ففرض عليهم السبت ومنعاهم من صيد السمك في يوم السمك لانه يوم عبادة يوم المساجد والبيع والعبادة فاحتالوا على الصيد كما جاء ذلك في صوت العراف فوضعوا الشراكة التي يضعونها في البحر ليجتم فيها الحوت ليلة السبت يوم الجمعة تمتل يوم السبت ويصبح احد يأخذون وقالوا ما صدنا يوم السبت نحن على وعدنا مع الله الشراك وضعوها بليلة اخذوا الحوت في اليوم الثاني وهذه الحيل التي قال لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تتبع اليهود لا تستحل محارم الله بأدنى الحيل الحديث لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل والشاهد عندنا في أهل هذه القرية المدينة الساحلية مدينة على ساحل البحر أهلها ارتكبوا هذا الجرم إذن فالنقى الآية الكريمة قال تعالى من صورة العراف واسألهم عن القرية اسمعوا القرية في عفو القرآن المدينة الكبيرة مأخوذ من التقري الذي هو التجمع معه بالصلاح الغربيين واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقهم فسقوا ماذا فعلوا إصطادوا ارتكبوا جائما ونحن الآن عامة المسلمين وإن زن ما فسق وإن كذب وإن وإن اغتاب وإن سرق ما هو الفسق إصطادوا بالحيلة أيضا ما تحد والله احتالوا قال فسقوا وإلى لا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون هنا وإذ قال الطائفة منهم لما تعيذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا ما أذر إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عنم ربهم قلنا لم كونوا قرادة خاسرين إذن أهل المدينة انقاسموا ثلاثة قسم أنكروا وتبرأوا وقالوا هذه حيلة واعتداء على الشريعة بالحيل لقد صدتم وضعتم الشراك قبل السبت وأخذتم ويوم الحد تجمع العود يوم السبت فأنتم صائدون والله حرم العمل في هذا اليوم وطائفة أخرى سكتوا إما آيسون كأكثرنا ما في من يستجيب ما في من يقبل أترك خل الناس لما هم لهم وطائفة ارتكبت الجريمة قال تعالى فنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كان يخفون وهو أنه ما سخهم قرادا أصبحوا في الصباح يخرجون بيوتهم قرادا ثلاثة أيام وهم في أبأس الأحوال وأسوأ الظروف بعد ثلاثة أيام أصابهم الله بوباء فهلكوا في يومهم ثم دفعوهم إلى البحر وكنسوا البلاد وطهروا من رشتهم هذا ما أشار ما ذكره تعالى في قولي ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردا خاسئين بعيدين عن الخير أذي الله هالكين وأنتم تعرفون القرد والعياذ بالله كان بالأمس يبتسم ويضحك مؤتفع القام يأكل ويشرب وإذا به أصبح قردا في الشوارع ثلاثة أيام وابن عباس يقول ذي سنة الله في من مسخهم لا يعيشون أكثر من ثلاثة أيام وبعضهم يقول اليهود الآن قرادة لا ما هم قرادة القرادة ماتوا وإنما هم إخوان القرادة وهذا رسول الله صلى الله وسلم في غزوه لبني طريضة لما طوق هم ناداهم يا إخوان القرادة والخنازية ما قالهم قرادة إخوانهم إذن وجعلناها نكالا لما بين يديها أي تلك القرية وما خلفها ما بين يدها من القرى والسكان يشاهدون سعالوا الرجل يجد ما أته قرد يجد أخاه وعمه قرد ويشاهدون ثلاث أيام نكالا أي لينكل من الناس من يريد أن يخرج عن أمر الله ويفصر عن طاعته النكال الذي يجعل ينكل ويجفل ويتأخر وما يقدم على المعصية لما شاهد من آثارها لما بين يدها وما خلفها أي من من ياتون بعدها من الأمم والشعوب ثالثا وموعظ للمتقين لما المتقون فقط يجدون الموعظ في هذه لأن قلوبهم حية ونفوسهم طاهرة ما إن يشاهد حدث كهذا إلا يتعظون به فيبعدون عن ساحة الفسق والخروج عن طاعة الله ورسوله ولا يوضون أبدا بفسق بينهم ولا فيهم لما هم عليه من النور والبصير أم من الذين لا يتقون لا يجدون عيضة ولا عبا ما يتقون عذاب الله ولا سخطه ولا غضبه منغمسون في المعاصي والجوائم يجدون في هذه عيضة ما يجدون المتقي حي مؤمن يتق الله عز وجل أدنى حادثة ينتفع بها والذين قلوبهم ميتة ما يفهمون ولا يسمعون إذن معاشر المستمرين نقر هذه الآيات من الكتاب أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطوع خذوا ما آتناكم بقوة واذكروا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمة لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعبة للمتقين شرح الكلمات الميثاق هو العهد المؤكد باليمين عهد يؤكد بالحل بالله الطوء جبل هو الجبل الذي ناجى الله تعالى عليه موسى عليه السلام بقوة أي بجد وحزم وعزم خذ كتاب بقوة أي بجد وحزم وعزم للعمل به لمعرفة ما فيه والعمل به توليتم وراجعتم عما التزمتم القيام به من العمل بما فالتوراه اعتدوا في السبت تجاوزوا الحد فيه حيث حرم عليهم الصيد فيه فصاد قرادة القرد جمع قرد حيوان معروف مسخ الله تعالى المعتدين في السبت على نحوه خاسئين قال معناها مبعدين عن الخير ذليلين مهانين نكالا عقوب شديدة تمنع من رآها أو علم بها من فعل ما كان سببا في حدوثها لما بين يديها وما خلفها أي لما بين يدي العقوب من الناس ولمن يأتي بعدهم من أمثالنا وموعظ للمتقين يتعظون بها فلا يقدمون على معاص الله عز وجل هذه هي الكلمات الإلهية قال معنى الآيات الإجمالي يذكر الحق عز وجل اليهود يذكر الله عز وجل اليهود بما كان لأسلافهم الذين مضوا قبلهم أيام داود وسليمان من أحداث لعلهم يعتبرون فيذكرهم بحادثة امتناعهم من تحمل العمل بالتوراة وإصرارهم على ذلك حتى رفع الله تعالى فوقهم جبلا فأصبح كالظل فوق هوسهم حينئذ أذعنوا وقد وقد عرفتم كيف سجدوا أمس على خدودهم لأنهم ينظرون متى يسقط الجبل هذه السجدة يفضلون على سجودنا قال لأن الله أنجبني إسرائيل بها قال فأصبح كالظلة فوق رؤوسهم حينئذ أذعنوا وأعطوا العهد غير أنهم تراجعوا بعد ذلك ولم يفو بما التزموا به فاستوجبوا الخصران لولا فضل الله وأحمده لولا أن الله عراد أن يبيدهم لأبادهم كعاد وثمود لكن أبناء الأنبياء والمؤسلين قال كما يذكرهم بجريمة كانت لبعض أسلافهم وهي أنه تعالى حرم عليهم الصيد يوم السبت فاحتال الطائفة منهم على الشرع والصاد فنكل الله تعالى بهم فمساخهم قرادا وجعلهم عظى وعبر للمعتبرين هنا نذكر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي عراه أحمد بسنده الجيد عن أبي هريرة رضي الله عنه إذ قال فداه أبي وأمي والعالم أجمع ماذا قال ولا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدناء الحيل لو تتتبع هذا الموضوع لوجدت ملايين المسلمين منغمسين في هذا بالحيل يستحلون محارم الله لا بالمواجهة على سبيل المثال الصفور لما تقول الصفور يا شيخ لأن العالم الإسلامي وقع تورت وهاهم يعملون الليل والنهاء على إنهاء الحجاب عندنا ونحن نعلم يقينا من طريق أبي القاسم أن المرى إذا سقط هجابها واختلطت برجال عم الخبد لا عاصم إلا الله وإذا كثر الخبد في إقليم نزل البلاء لا سعاد بعد ذلك الخصوم عرفوا هذا ونحن أغبية ما عرفنا والرسول يقول اسمعوا اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء كيف شربوا الخمرة كيف ارتكبوا الجرائم كيف اشتروا الدنيا والمال من أجل النساء إذن فكل من يدعو تحت ستار تحرير المرأة فإنما هو عام من عوامل الضمار تحرق أصابع الماسونية اليهودية إذن قال هداية الآيات أولا وجوب الوفاء بالعهود والمواطق يجيب على كل مومن ومومن أن يفي بوعد أعطاه لله وميثاق أخذه عن الله يجب الوفاء بأي عهد تعطيه ليهودي أو تعطيه لابن صراني شعارنا الوفاء بالعهود من وعد من عهد وثق العهد بالحليف أو لم يوثقه يجب الوفاء فإن شاع بيننا خلف الوعدي فاعلموا أننا راحلون إلى الهاوية أن يوبخ يوبخ الله اليهود على نقلهم العهد ونحن لا باس إيش فيه أي عقل هذا الكلام نحن أحرى بأن فيه بالعهود لأننا شاهدنا ما أصاب اليهود من خزي وذل وعار وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق سواء كان بين المؤمنين أو المؤمنين أو بين المؤمن أو الكافرين ثانيا يجب أخذ أحكام الشرع بحزم وذكرها وعدم نسيانها أو تناسيها كيف يتم هذا يا شيخ اسم اسم يجب أخذ أحكام الشرع بحزم ويجب ذكرها وعدم نسيانها أو تناسيها لا سبيلا إلى تحقيق هذا إلا من طريق كتاب المسجد وبيت المسلم إلا من طريق أن نعرف أننا مسلمون وأننا غيو اليهود والنصارى المجوس والمشركين وأننا أم ممتازة ذات شأن عظيم فنترك العمل من غروب الشمس لا دكان ولا مقه ولا مصنع ولا مزرع ونحمل بنين وبناتنا ونسانا إلى بيوت الله ونوسع جامعنا حتى يتسع لأهل الحي كلهم أو لأهل القاري أجمعين ونجلس بين يدي الله كل ليلة طول العمر ونحن ندرس كتاب الله ونتعلم ما فيه ونطبق على أنفسنا والله لا طريق إلا هذا ثم يا شيخ أنت تحمل على ما لا يطاق ما يطاق ما يطاق الجلوس في المسجد بين المغرب العشام الذي يتوقف اليهود والنصارى يوقفون العمل وينقطعون من الساعة السادسة ونحن لما أي عذر عندنا هم قد يعذرون أما نحن كيف نعيش على دين نجهله على آداب وأخلاق ما نعرفها على حقائق وشراء وحكام ما عرفنا منها شيئا لا قليلا ولا كثيرا كيف يصح وأعود فأقول جربوا اجتمعوا على أهل قرية واجمعوهم على ليلة آية وأخرى حديثة سنة فقط وانظر بأعينكم وهاتوا علماء النفس وخباراء الكون وليشاهدوا آثار كتاب الله وسنة رأس بث إن ثبت عندهم في القرية من يزن بنساء أو بنات إخوانه أو يعرضهم للفتنة أو يوذي أخاه أو ابنه أو يوذي جاره أو يشح برياله وأخو جاع اذبحونه ما يوجد ينتهي مظاهر الفقر والخبث الذي ساد العالم الإسلامي يتغيى وضعنا بهذه الوسيلة الربانية وسيلة الإيمان الحق لنحقر إيماننا ونترجمه عملا ناصعا صادقا بيننا قالوا ما نستطيع ما نستطيع نجتمع في القرية هكذا أني سوارا والأطفال دونهن والفحول أمام الكل والمرب أمامهم يقع معهم آية ويتغنوا بها جميعا حتى تحفظ يقرؤون حديثا فتنتهي المذهبية والله ما يبقى من يقول أنا أنا مالكي أنا شافعي أنا زيدي ما بقي نحن مع الله ورسولي قال الله قال رسوله تبقى حزبية ونظامية نحن ننتمي إلى كذا والله ما تبقى تبقى وطنية أنا من وطنك لا وجود لا أم واحدة قال الله قال رسوله يا علماء احملوا هذه الرسالة انشروا عاجزوا ما استطاعوا لو قام بحمل كما قمنا بها علماء المسلمين لكان المسلمون الآن كلهم في بيتهم كيف يكون حالهم العالم يتحرك يهتز كيف أقبل المسلمون هذا الإقبال على بيوت الرب ماذا يريدون ونطرك الأمر لله أقول مما هو هداية هذه الآية الكريمة يجيب أخذ أحكام الشرع بحزم وذكرها وعاد من إسيانها أو تناسيها ثالثا لا تتم التقوى لعبد إلا إذا أخذ أحكام الشرع بحزم وعزم ما هو إن شاء فعل وإن شاء ما يفعل رابعا حرمة الاحتيال لإباحة المحرم وسوء عاقبة المحتالين المعتدين والعياذ بالله تعالى رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان رجيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم يأمركم أن تذبحوا بقاة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقاة لا فارد ولا بك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقى ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة بقرة صفاء فقع اللونها تسر المعظرين قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات مثل هذا القصص يقص هو رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب قد وبعد أن تجاوز سن الأربعين فهل يعقل أن يكون هذا من غير نبي ورسول يوحي الله إليه لا يعقل بك يستحيل فلهذا القصص القرآني هو آيات النبوة المحمدية لن يستطيع ذو عقل من العرب والعجم أن يرد هذه الحقيقة هذا الحدث الجلل ماض عليه آلاف السنين فكيف يحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفصل هذا التفصيل وأهل الكتاب وبخاصة اليهود وهم معنيون يسمعون هذا بآلانهم ويشهدون أنه الواقع الذي وقع في أمتهم إذن والله يقول لرسوله نقص عليك من أنباء القصص ما نثبت به فؤادك وفي هذا القصص فائدة جل وعظمى أن الله يثبت بذلك رسوله لأنه مزعزع وكيف وقد رافع صوته في الأرض كلها يشهد أن لا إله إلى الله والعالم كله ضده كيف لا يتزعزع لو لا نصرة الله وولايته فلهذا يجد في هذا القصص ما يقوي عزيمته ويشد ساعديه ويقويه في دعوته ثم هذا القصص جاء في عرض أحداث كانت لبني إسرائيل وهذه الأحداث العظيمة كلها تشهد بانحراف اليهود وظلالهم وبعدهم عن الحق وتشهد أيضا بعنادهم ومكابرتهم وحسدهم من أول ما قال يا بني إسرائيل اذكروا إلى الآن وما زالها القصص فمن بين ذلك القصص أو تلك الأحداث هذه الحادثة العظيمة إذ يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أذكر إذ قال موسى لقومه أو أذكروا أنتم يا بني إسرائيل المعاصرين للنبي في المدينة أذكروا إذ قال موسى لقومه إن الله يأموكم أن تلبعوا بقها وهذه الآيات تضمنت قصصا وقيله عبارة عن قصتين ولا مانع أن يكون قصتين إلا الأحداث لا حد لها لكن كونها قصة تقدم ما ينبغي أن يتأخر وتأخر منها ما ينبغي أن يتقدم هذا أو لا لأن القرآن ليس كتاب قصص كتاب هداية وتعليم وإصلاح وتربية للبشرية إذن فما دام الأحداث الأولى أشد قصا وعن يهود بدأ بها فقوله تعالى إن الله يأموكم أن تلبعوا بقها لما لأن أبناء أخ وجدوا عمهم ثاريا ذا ثروة مالية كبيرة ولا يرثه إلا ولد له وما زال صغيرا فقالوا نقتل هذا الطفل وبعد أعوام أو أيام يموت العم الكبير وقد أستنى وشاخ ونرث هذا المال بخلاف إذا تركنا الولد أكبر إذا مات والده ورث المال وحرمنا منه وقولوا سبحان الله هذه الحادثة وقعت في قرية التي نشأت فيها وتربيت والله نظير رجل صلوك كبير وعنده ابن أخ ثبات وهو أمه فذبحه وألقاه تحت نخلة وجاء يصرح في القاوة ويبكي ابن أخي ذبح واستمر البحث والسلطة فرنسية ما هي إلا جولة حتى اعترف بأنه الذي ذبح ابن أخي معنا هذا الابن من تلاميرنا من أحسن ما يكون مهذب فذبحه لأجل أن يبث المال الذي عنده حتى ما يقاسمه النخل الذي كان بينه وبين أخيه هذا حدث في الإسلام وإن الله والله في الإسلام وكما تسمع فلا عجب أن يحدث هذا في بني إسرائيل وكانوا في تلك الأيام يعيشون على الجهل والضعف العقلي لأني والله أعلم وبحث كثيرا ما وجدت من أهل العلم من ذكر هذه الحادثة أين وقعت فكونها في سحرسنا ما يعقل لا مال ولا توارط ولا ولا أليس طعامهم المن والسلوى وتظل لهم السحب والغمام إذن هذا فيما يظهر وقع في مصر أيام كانوا بني إسرائيل هناك هذه الحادثة تمت في مصر قبل خروجهم من الديارة المصرية ومن عثر على هذا من أبنائنا أهل العلم فليبشرنا أريد أن أعرف أين وقعت هذه الأحداث أما في سينة لا بعد سينة مات موسى عليه السلام وتولى أمهم يوشع بالنون ولكن القصة تمت على عهد موسى وهو بطل وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تتبعوا مقارا لما لما قتل الجماعة ابن الشيخ الكبير ليبثوه أخذوه ورموه في قرية بعيد عن قريتهم وجاءوا يصرخون إلى موسى ابننا قتل أو أبونا قتل أو عمنا يقولون ما شاء من قتل وأصبح يطالبون بالدية من القرية التي وجد فيها الرجل مذبوعا أو مقتولا إذن فأرحى الله تعالى إلى موسى أن يقول لهم اذبحوا بقراء واضربوا الميت بجزء منها سواء بعضلها بلسانها بأيما جزء يضربوا بها ينطق بإذن الله ويقول قتلني فلان فلان ولا عجب عيسى عليه السلام أحيى الله على يده الموت هذه معجزات الأنبياء اسم كيف رد عليه هو يقول لهم إن الله ما أنا إن الله يأمركم أن تذبعوا بقر وكلمة بقر ناكرة تتناول هذا الجنس كبير صغير صفرا سوداء بقر فقط قالوا أتتخذنا هزؤا أتهزأ بنا وتسخى منا يا موسى هل هذه الكلمة يقولها موم لرسول ماذا تقولون يقولها صحابي لمحمد صلى الله عليه وسلم قال الصحابة بدون علم أراعنا يا رسول الله وهذه الكلمة فيها معنى رعون وهي بالعبرية كلمة سخرية واستيزاء فاستغلها اليهود المنافقون فكانوا يقولون راعنا يا رسول الله ويضحكون في قلوبهم فأنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا أنظونا استبدوا كلمة راعنا بأنظونا أمهن حتى نسمع عنك ونفهم وللكافرين عذاب أليم فالذي يستهزر برسول كفر لما مالك يرى إعدامه وغيره من أيما يعون توبته ثلاثة أيام لما مالك يقول سب الرسول لا يستتاب صاحبه يجب أن يعدم وعنده وعنده شاهد قوي العجوز التي كان لها عبد يسب النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها فما كانت منه إلا أن جاءت وقتلته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصره ذلك وهنأ وشاهد عندنا سب الرسول لاستهزاء السخية به كفر بواه فانظر موقف هؤلاء اليهود قالوا أتتخذنا هزؤا أتصخمنا وتستهزي وتقول اذبحوا بقرة كيف يحيى بالبقرة إذا رابناه بالحمية ولا لوم ولا عتاب والله يقول قال أعوذ بالله أي قال موسى لأولئك المستهزئين أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أتحصم بجناب الله وألوذ بحمى الله أن أصبح جاهلا كالجاهلين وهنا عدنا من حيث بدأنا بني إسرائيل عاشوا شبه رقيق شبه عبيد مستذلين مصخرين للفراعنة ما درسوا ولا تعلموا ولا قراروا بهرا طويلا فجاء موسى عليه السلام وأخوارون أيضا ما يستطيعون أن يعلموا أمة موزعة هنا وهناك في القرى فهذه مظاهر الجهد ومن هنا نذكر قضية من أبي ذر لما قال لبلال يا ابن السوداء يا ابن السوداء إذن فشكاه بلال إلى رسول الله عليه السلام فقال له إنك مرء فيك جاهلية إنك مرء فيك جاهلية قلة أو كضرة أي ظلام الجهل فما كان من أبي ذر إلا أن وضع جبه وجه على الأرض وقال لبلال والله لتطأن على عنقه هؤلاء أصحاب رسول الله سبحانه وتعالى إذن فكل الذي نشكوه في أنفسنا وفي غيرنا وفي العالم ما رده إلى ظلمات الجهل فالذين ما تهذبوا ما تربوا في حجور الصالحين لا يسلم حالهم أبدا ولا تطمئن إليهم النفس كيف يستقيمون في ألفاظهم كلماتهم حركاتهم سكناتهم أعمالهم من هذبهم فليهذا احمدوا الله على ما نحن عليه قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين لأن الجاهل هو الذي يسخر هو الذي يستهزئ هو الذي يقول ما ليس يعلم هو الذي يفعل بدون إراد وعلم هذا الجاهل يتخبط فكيف آمركم بشيء لم يأمرون الله تعالى به لو لا علمي بأنكم إن ضربتم هذا الميت بقطع من هذه البقرة حي وأجابكم وأفصح عمن قتله ما قلت لكم ثم قالوا أدعو لنا ربك يبين لنا ما هي هذه عندنا أيضا قبيحة أدعو لنا ربك وأنتم ليست بربكم هذا سوء أدب فاضح ولا أدعو لنا ربك أنا ربي وحدي خالقي رازق مدبري وأنتم من ربكم من خلقكم من رزقكم من دبى مظاهر الجهل هذه يستحلمون أن يقول آل كلام ورسول الله موسى بين أيديهم وأنقذه الله بهم وشاهدوا تسع آيات التي الجبال تخير من هولها وعند رؤيتها ولهذا لا تبكي يا رسول الله لا تتمزق يا عمر من اليهود هذه حالوم منذ آلاف السنين وإلى اليوم وإن درسوا في مدارس الدنيا لكن ما زالت هذا الطباع مغروز في غرائزهم لا تزول ولا تتبدل قال ادعو لنا قال ادعو لنا ربك يبيننا ماهي لماذا تقع لماذا تنطع قال بقى خذوها من الشاء أخرجوها من البستان مطلق بقى لكن لكونهم شاكين غير مؤمنين بصدق هذه القضية وأنهم إذا ضربوا ما يحيى الميت ذي عوامل الشك ظهر فيهم أو يتملصون من هذه القضية لأنهم هم الذين ولغوا في الجريمة هم الذين قتلوا ونسبوا القتل القبيلة الفلانية حتى لا يغضحوا لأن فضيحة عظيمة هذه يقتلون قريبا ثم يتهمون قبيلة أخرى بالقتل فمن هنا يتلون ويتبرمون ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ما هذه البقعة قال إنه يقول إنها بقعة لا فارض مسن كبير فرضت سنان وقطعت ولا بكر ولكن عوان بيننا وسط ماء صغير ولا عجوز كبير عوان بين الكبر والصغر الفارض التي فرضت فرض الشيء قطعه ومن الفرض القطع أسنان الكبر سنها وله بكر ما زالت ما أنجبت ولا ولدت فافعلوا ما تؤمرون بينتم لكم ويلنا قلتم ما لو نقول إنها بقعة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك افعلوا ما تؤمرون ابحثوا في السوق في المزارع في كذا محلات الأبقار والتي تجدون ما هي مسنة ولا صغيرة خضورة والبعوة ماذا قالوا قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها أي قيم للون صفر بيض سود أي قيم للون الحكم ما في لون البقرة الحكم في أن يصدر أمر الله إلى الحي الميت أن ينطق ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفر فاقع لون شديد الصفر يقول أحمقان أخذ مدهام أبيض ناصع أصفر إذن فاقع فاقع لونها قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناغ إذا نظر إليها الماء تعجبه تفرعه وتدخل الصور عليه لجمالها أين يجدون هذه تقول الروايات أن شيخا كبيرا من بني إسرائيل هذا الشيخ الكبير عنده طفل صغير وخايف إذا مات من يتولاه وعنده عجلة هذه البقايا الآن فمر بغيظة ذات أشجار نباتات فرما بالعجلة هناك وقال ربي استودعتك هذه العجلة لولدي تكبر عندك حتى تصبح بقرة ويصبح ولدي وعاقلا ويرخدها إذا نطمضي الأيام وكبر الطفل وأصبح يقود البقرة أصبحت بقرة كانت عيلا وكان لونها هذا الذي ذكرتها صفرا فأقع لون تسور النظر فلهذا لما أعجبتهم وقالوا هذه يا الولد ببراكة دعوة أبيه قال لن تذبح بقرتي على الخمسين دينار والألف دينار لن نسمح إلا بملء جلبها ذهبا بملء مسكها ذهبا وصاحوا قاموا قاعدوا وتعينت الآن أين المهرب فجمعوا حل نسائهم وما عندهم وأموالهم واشتروا البقرة قالت العلماء هذا فيه بركة الأب لولده لما الأب دعا الله عز وجل واستغاثه وسأله واستودع هذه البقرة ليعيش عليها ولده استجاب الله وأصبح من أغنى بني إسرائيل جيلة بقرة كامل ممنوع بالله ميزاني الدولة إذن قال يدعو لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا ألوان مختلفة وكل من يقول هذه تظهى واحد أخ يقول ها هي هذه ويبدو والله أعلم أنهم متهربون من القضية خشية آن ينطق الميت ويقول قتلني فلان من بن فلان فلهذا يتفصون من القضية ويتهربون قالوا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن وإنا إن شاء الله لم وتدوا هذه الكلمة منين جاءت هذه من الله ما هم أهلها قالت العلماء لولا أنهم قالوا وإن إن شاء الله لم وتدونا لما وصلوا إليها ولما وجدوها ولا عرفوا وفي هذا باركة الاستثناء وقد حرمه رجالنا ونساؤنا تبهتم لو كان كل واحد مننا إذا حلف يقول إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله لم يحنث ولم يتلطق قلبه بظلمة المعصية لكن مع الأسف قل لمن يقول إن شاء الله وعندنا حادثة بعينها ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أن سليمان عليه السلام لما كان يغزو ويفتح ويوسع في الامبراطورية الإسلامية التي يحلم بها الآن اليهود متى يعيدونها قال في ليلة من الليالي لأعطى أن الليل مئة جارية تلد كل واحد ولدا يصبح رجل يقاتل في سبيل أراد أن يكون جيشا أو فيلقا من جماع ليلة ونسي أن يقول إن شاء الله لأطى أن أي لم وطع القسم لأطى أن الليل مئة جارية تلد كل جارية ولدا يقاتل في سبيل إصبر إذن فعاقبه الله تعالى تأديبا له فوالله ما ولدت واحد إلا واحد وجاءت بقفل مشلون نصفي الشلال النصفي الذي عرفناه في هذه الأيام الولد ولد كذلك فوضعوه على السريع وجاء أبوه هذا هو ولده فقال نبينا صلى الله سلم لو قال إن شاء الله لولدت كل واحد ولدا ولقاتل في سبيل الله وألقينا على كرسه جسدا ثم أناب الآية إذن فلما قالوا وإنا إن شاء الله لموتدون هداهم الله اشتروا البقرة التي كانت رجلا بمسكها ذهبا قال قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسغي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قال لهم إن ربي جل جلال يخبركم فيقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسغي الحرث موجودة في تلك الغيظة أو الأيكة تأكل وتشرب ما حرث على الأرض ولا سنع على السواني ما ذللت بالخدمة والإرهاق لا ذلول تثير الأرض بالحرث ولا تسغي الحرث تسن بالسواني وتخرج الماء وهذا ينطبق على بقرة الرجل الذي تركها في الغيظة تأكل وتشرب سنين الرجل الصالح هيا نعم قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسغي الحرث مسلمة ما فيها عيب أبدا لا في قرن ولا في وجل ولا ولا شي فيها لا صيف ولا علامة ما فيها نقطة سودة أو بيضة أو كذا لون واحد حتى قرونها صفر حتى حواثها صفر أيضا ما فيها علامة أخرى ولهذا شاه في طلبها فساقهم الله إلى بقرة هذا اليتين قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ذبحوها بمعنى اشتروها بمسكها ذهبا وذحبوا ذبحوها طاعا لله ولرسوله إذن وما كادوا يفعلون لو لأن الله ألهم بكلمة إن شاء الله لما انتهوا إلى هذا وهذا يدلكم على ما قدمت لكم أنهم كانوا يتهربون خائفون أن يفضح أمرهم في أن لن يطالب بقتل القتيل هم القاتلون وما كادوا يفعلون إذن نواصل القصة نعود الآن إلى بداية القصة قال تعالى وإذ قتلتم نفسا أذكروا إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون والتداء والتدافع هؤلاء يقولون قتل هؤلاء وهؤلاء يقولون ما قتلنا إذ قتلتم نفسا هذا الشيخ الكبار الذي قتل ليورث أو لبل الصغيه الذي قتل حتى يورث عمه فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمونه ما كانوا قد عرفوا القاتل وإلا عرفوا ومنهم وكانوا يغطون ويسطرون ويتهمون الآخرين والله مخرج وقد أخرج عما قريب فقل اضربوه ببعضها اضربوا هذا الميت ببعض هذه البقاء سواء كان باللسان وإلا برجل والكلام في هذا لا يفيد شيئا خذوا جزء منه وبسم الله أضرب فإنه ينطق اضربوا ببعضها فضربوا فإذا بيشخب دم وينطق تألني فلان فلان آمنت بالله أخذوا 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 جزء من البقاء سواء رجلها وإلا يدها وإلا قرن أو لسانها بسم الله وإذا بالغلام يتدفق دما كما دبحوه وهو ينطق قتلني فلان وفلان ووضعوني في مكان فلان وفلان هذه آيات الله الدال على وجوده وعلمه وقدرته وحكمته وتحقيق نصرة لأوليائه قال تعالى كذلك يحيي الله الموتى كهذا الإحياء يحيي الله الموتى أليس هذا رجل ميت ميت بعد فترة من الزمن أحياه وإلا أحياه وهكذا يحيي الموتى يوم القيام ويحيي الموتى في كل زمان ومكان متى شاء ذلك والله وكذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون وهنا العقل شيء والعلم شيء آخر العلم أفضل ولكن العقل إذا كان راجحا سليما حتى ولو كان صاحب جاهلا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل بين الخير والشر بين القبيح والسيء لكن إذا فقد العقل فقد كل شيء إذا فقد العالم عقله أصبح كالجاهل يخبط ويخلد فقوله لعلكم تعقلون فتعرفون موقفكم وما أنتم عليه من هذا التهرب والتفصل من الحق وهذا البعد من الآداب ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة إذن نترك هذا الباقي إلى درس غد إن شاء الله ونقر الكتاب لنقف على ما قرعنا من الكتاب كما هو بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم شرح الكلمات البقاء ما معنى البقاء قال واحدة البقاء والذكر ثور والأنثى بقاء يا راضي الذكر ماذا يسمى ثورا والأنثى بقاء والعوام إذا يسب الشخص بالجهال يقول يا ثور أسكت يا ثور والماء تقول أسكت يا بقاء يجوز هذا والله ما يجوز حرام سوء أدب كلمة راعنا ويعربي بمعنى أنظرنا ما رضيها الله لرسوله قال والذبح والذبح قطع الودجين والمار الودجان هذا العرق هذا يجمحهم والمار 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 والطعام يجمحها ويذبحها المار والمار عرفتم فلهذا الذي يذبح شاء وما يذبح على هذه الطريقة لا تؤكل إلا بكراها وكذلك إذا قال صمهاء خل هذه الحنجرة هذه يترك مع الرقبة هذا كذلك تؤكل مع كراها فالذبح الحقيقي الشرعي أن يجمع بين الودجين والمار ويقطع هما قطع واحدة تعلمنا الذبح من البقعة قال الذبح معناه قطع الودجين والمار والهزؤ السخرية واللعب أتتخذون أتلعب تصحبين الجاهل من هو الجاهل الذي يقول أو يفعل ما لا ينبغي قوله ولا فعله أضبطوا هذه من هو الجاهل الذي يقول ويفعل ما لا ينبغي قوله ولا فعله حتى ولو كان يحفظ كتاب الله والتوات الجاهل الذي يقول ما لا ينبغي أن يقال أو يفعل ما لا ينبغي أن يفعل هذا هو الجاهل والذي يقول ما ينبغي أن يقال ويفعل ما ينبغي أن يفعل هذا هو العاقل عقله عاصمه وحفظه من التخبط والظلال الفارض من هي هذه البقرة قال الفارض المسنة والبكر الصغيرة التي لم تلد بعد والعوان النصف وسط بين المسنة والصغيرة العوان هي الوسط او النصف في عمرها وفاقع يقال اصفر فاقع شديد الصفر كاحمر قاني وابيض ناصع شديد البيض الذلون المريضة المريضة التي زالت صعوبتها فاصبحت سهلا منقادا ذللوها بالعمل اصبحت سهلا لانقياد وقوله تثير الارض تقلبها بالمحراث فيفرغ بارها بمعنى انها لم تستعمل في الحرط ولا في سقاية الزرع اي لم يسنى عليها وذلك لصغارها او لاحترام اهل اهلها ابوا يتعبوها مسلم بمعنى سليم من العيوب كالعوى والعاج وما الى ذلك لا شية فيها الشية العلامة اي لا يوجد فيها لون غير لونها من سواد او بياض او حمر مثلا هذه هي المفردات والان مع معنى الايات التي درسناها قال واذكر يا رسولنا من القائل الله واذكر يا رسولنا لهؤلاء اليهود لماذا ما نقول وابكو يا محمد ننتبه وقد وقع في هذه الغلطة الجلالان الصيوط والمحل عندما يقول قل يا ايها الناس قل يا محمد قل يا ايها الكافر قل يا محمد يا الكافرون موجود عندكم فباتم ايها غلطة لما لان الله تعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا هل يجوث تقول يا محمد ما يجوث الله ناداه نداءات متعددة بيا ايها النبي يا ايها الرسول كيف تقول انت يا محمد كأنك ما تعتبر برسالته قال واذكر يا رسولنا لهؤلاء اليهود عيبا اخر من عيوب اسلافهم الذين يعتزون بهم يعتزون باسلافهم ويريدون ان لا يفارقوا ملتهم ولا ما كان عليه اباهم واجدادهم انظر الى حال اجدادكم لو صح لكان العاب يعتزون بابي جهل والعاصي بن وايل قال واذكر يا رسولنا لهؤلاء اليهود عيبا اخر من عيوب اسلافهم الذين يعتزون بهم وهو سوء وهو سوء سلوكهم مع انبيائهم فيكون هذا توبيخا لهم لعلهم يرجعون عن غيهم فيؤمنوا بك يا رسولنا وبما جئت به من الهدى ودين الحق اذكروا لهم قصة الرجل الذي قتله ابن اخيه استعجالا لارثه ثم القاه تعمية في حي غير الحي الذي هو منه ولما اختلفوا في القاتل قالوا نذهب الى موسى يدعو لنا ربه ليبين لنا من هو القاتل فجاءوه فقال لهم ان الله تعالى يأمركم ان تذبحوا بقرة من اجل ان تضربوا ان تضربوا القتيل بجزء منها فينطقوا مبينا من قتله فلما قال لهم ذلك قالوا اتتخذناه زؤا فوصفوا نبي الله بالسخرية واللهب وهذا ذنب قبيح وما زالوا يسألونه عن البقرة ويشددون حتى شدد الله تعالى عليهم الامر الذي كانوا معه لا يذبحون الامر الذي كانوا معه الامر الذي كادوا معه لا يذبحون مع انهم لو تناولوا بقرة من عرض الشارع وذبحوها لكفتهم ولهذا نهانا رسول السلام عن التشديد وكم وكم وقع منا في هذه التثنة في الوضو يدخل يقتسل ساعتين ما يقتسل كل ما يقسل عضو يقول ما قسل الثاني من الوسوسة اجي يقف لصلي وهو يضبط في النية مات حتى يقول الله فنخين عن التشديد ان هذا الدين يسر ما شاده احد الا غلبه ويسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر ذي تعاليم ورسول صلى الله عليه وسلم فانظوا كيف شدد الله عليهم لما شددوا قال فوصفوا نبي الله بالسخرية واللعب وهذا ذنب قبيحة وما زالوا يسألونه عن البقرة ويتشددون حتى شدد الله تعالى عليهم الاما الذي كادوا معه لا يذبحون مع انهم لو تناولوا بقرة من عرض الشارع وذبحوا لكفتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم فعثوا على البقرة المطلوبة بعد جهد جهيد وغالى فيها صاحبها فباعها منهم بملء جلدها ذهبا والان بعد ما شرحنا الايات ما هدايتها نطلب الهداية من هذه الايات وإلى لا هل تخلو اي من هداية والله ما كان قال من هداية الايات اولا بيان ما كان عليه قوم موسى من بني اسرائيل من العجرفة وسوء الاخلاق ليتجنب مثلها المسلمون عرفتم الفائدة لما شرح لنا حال بني اسرائيل وأظهر قبائحهم في سلوكهم من اجل ان لا نقع فيما وقعوا فيه من اجل ان لا نتورط كما تورطو والان النبي ما هو موجود لو كان النبي موجود اليوم والله لا سمعت العجل اكثر من بني اسرائيل هو عندنا دليل قطع العالم خليفة رسول الله وإلى لا أليس خليفته يبلغ عنه هاهم يسخرون من العلماء ويستهزئون اكثر من سخرية بني اسرائيل لعل يواهم والله العظيم لا يسخر من العلماء ويستهز بيهم ويتهك منهم ويقال فيهم قبائح السلوك ما هو وحد ولا عاش ولا مليون لاننا ما درسنا هذا كتاب اتلومنا يا شيخ ونحن جهلا اسألكم بالله كونوا على علم اين الذين جلسوا في حجور الصالحين وتربوا على ايديهم اشيوا اليهم اللهم اصطر علينا المهم من هداية هذه الاية الكريمة بيان ما كان عليه قوم موسى من بني اسرائيل من العجرة فوسوء الخلق او الاخلاق ليتجنبا مثلها المسلمون قلت ما يستطيعون يتجنبوا ما عرفوها هل اجتمعوا لهذا الكتاب درسوا المقررات في العالم الاسلامي باستثناء المملكة وليغضب ما شان يغضب المقررات نتف جزئيات بسيطة في التعليم لا وزن لها كيف تخرج ابناء المسلمين عالمين بالكتاب والسنة والمقررات عندنا اسلامية ومع هذا والله يغمسون انوفهم في الباطن وتجد عجائي في المقررات لا يتفطى الله الا ذو الالباب ثانيا حرمة الاعتراض على الشارع ووجوب تسليم امره او نهيه ولو لم تعرف فائدة الامر والنهي وعلتهما اقول من هداية يحرم علينا ان نعترض على الشارع على الله وعلى رسوله على كتاب او السنة ووجوب تسليم امر الله وامر رسول ونهيه وان لم نعرف فائدة ذلك ليس شرط ان نعرف العل ما دام قد امر الله امر نهى رسول الله نهى عرفنا العل او لم نعرف اذ لا بد من التسليم لما لان الشارع حكيم هو استاد الحكمة ومعلمها فكيف اذا تظن في امر او نهيه انه خارج عن دارة الفائدة والمصلحة مستحيل اعيد هذه حرمة لاعتراض على الشارع ووجوب تسليم امره او نهيه ولو لم تعرف فائدة الامر والنهي وعلتها ما هي المهم ان يصح الخباع رسول الله سبحانه ثالثا ان ندبو كذا ان ندبو الى الاخذ بالمتيسر وكراهة التشدد في الامور هل هذا عارفه المسلمون ها الذي تيسر من طعامك من شرابك احمد الله وكل واشرب الذي تيسر من نعلك او من ثوبك لما تتشدد وتطلب ما هو اعظم وما هو اعلى وما هو اشقى وهذا ابو القاسم فداه ابي وامي والعالم يقول له ربه ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فكانت هذه الصورة احب اليه والله انه لا يقرى بها في اليوم مرتين احيانا لما فيها من كلمة ونيسرك لليسرى فقالت ام المؤمنين الصديقة عائشة رضي الله عنها ما خي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما انت تجد عجوز ثيب خمسة الاف ريال لم تتزوج بمئة ريال يا عبدالله عرفت ماذا انا يأتوني يبكي مئة الف استغفر الله والله مئة الف جاني يشتكي يبكي قلوا كيف تعطي مئة الف انت اشتريتها لآما انت تستحل فرجها بالمهر الذي هو مئة ريال مئتين الف ريال خمسة الاف ليما مئة الف والعجب وهم فقاراء لو كانوا تجار اغنياء ما نقول لا بس والله فقير يقول لك مئة الف ماذا نصنع الآن انطلقوا الى ما انطلق عرفتم خذ ما تيسر لا في المركب لا في المسكن لا في الملبس لا في المأكل في كل شيء الذي يسر الله اقتنع واخذه رابعا خلينا عيد الثالث احسن ان ندبو اننا من دوبونا الى الاخذ بالتيسر بالمتيسر وكراهة التشدد في الامور رابعا بيان فائدة لاستثناء بقول ان شاء الله وما عرفتم هذا الله ادب سليمان ويلنا وادب المصطفى ويلنا اذ قال له ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله سألوا جاءت اسيلة من اليهود جاءوا بها الى مكة للمكر والخذيئة وسألوا الرسول عنها فقال اجيبكم غدا فعاتبه الله بانقطاع الوحي خمسة عشر يوما حتى مرت ابي جيل في الشوارع تغني تقول تركه قلاه ونزلت صورة الضحاء فخففت عن الام المصطفى وسرت عنه واقسم الله لو انه ما تركه ابلا والضحاء الذي ذات جاء ما ودعك ربك وما قلا ونزلت ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله وبلغنا في بلاد عوبة والاسلام اذا قلت ان شاء الله قل لا تقول ان شاء الله لا اصدقك قل نفعل كذا منعهم كلمة ان شاء الله بيان فائدة الاستثناء بقول ان شاء الله اذ لو لم يقول اليهود ان شاء الله لم اهتدوا ابدا وما كانوا يهتدوا الى معرفة البقرة خامسا ينبغي تحاشي ارمي بها عن الحاشية تحاشي الكلمات التي قد يفهم منها انتقاص الانبياء مثل قولهم الان جئت بالحق اذا قبل ما كان يجي بالحق هذه خافية الان واذا قبل ما جئت بالحق مثل الان جئت بالحق اذ مفهومه انه ما جاء بالحق الا في هذه المرة من عدة مرات سبقت اذا معاشر المستمعين ايايا وإياكم والجهل ازيل الجهل بدراسة كتاب والسنة في بيوت الرب والله يتولاكم اعود بالله من الشيطان الرجيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج مهما وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوهم وهم يعلمون الى اخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والممنات قول ربنا جل ذكره ثم قسط قلوبكم من المخاطب بهذا انهم بني اسرائيل انهم اليهود الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم بل وساكنوه في هذه المدينة فهذه الآيات تكشف الغطاء وتزيح السطار عن امراض تلك الامة وعلالها واسقامها ووجعها اذ كما بلغنا وسمعنا وفهمنا ان ابن اخ قتل عمه ليرثه ثم اخذوا الجثة المقتولة او القتيلة ووضعوها في حي قبيل اخر ثم صاحوا قتل شيخنا قتل ابونا من قتل هو في الحي الفلان اذا فاوحى الله تبارك وتعالى الى نبيه موسى عليه السلام ان يأمرهم بذبح بغا فاذا ذبحوا جاءوا بعض من منها كريجل او ليسان او اي جزء وضربوا القتيل به وضربوا القتيل به الى انهم يدفعون هذه دفعا لما اخبرهم قرموا من بمومن ولا يستهزموا من بآخر وقرأوا قول الله تعالى من صورة الحجرات المدنية ولا يسخر بعضكم ولا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء عسى ان يكونوا خير منهم اذا ثم لما امعهم ورد فريتهم وباطنهم وعزموا على ان يذبحوا البقاء قالوا ما لونها ما هي اخذوا يشددون على انفسهم ولعل هذا من اجل التهارب من القضية خشية ان يفترح امرهم بين الناس لان الذين طالبوا بالقاتل هم الذين قاتلوا عمهم او اخاهم فخافوا ان يغضحوا فقالوا ما هي فقال انها كذا وكذا لا فارد ولا بكر عوان نصف بين ذلك ثم زادوا قالوا ادعوا لنا عبطة يبير لنا ما لونها صفرا سودا بيضا قال انها بقرة صفرا فاقع لونها تسر الناظرين وهكذا حتى ساقهم القضاء الى تلك العجلة التي هي نتيجة دعوة الرجل المؤمن الصالح ليوزق الله ولده بمال ما كان يحلم به إذ ساوموا بالألف والألفين ولم يبعهم إلا بملء مسكها ذهبا واشتروا وعرفنا أنهم قالوا إنا إن شاء الله لمهتدون فنفعهم لاستثناء نافعهم لو لم يقولوا إن شاء الله ما كانوا يصلون إلى نتيجة إذن وذبحوها وجاءوا بقطعة منها وضعبوا الميت فقام تشخب عرقه بالدماء كأنه الآن سطل وهو يقول قتلني فلان فهذه الحادثة هذه حادثة جلة وعظمة ميت مضى عليه كذا يوم ثم يحيى حياة كاملة وينطق ويقول قتلني فلان ثم يموت مع أخر حقيقة الذين شاهدوا هذه الواقعة لانت قلوبهم خجلوا وراجعوا إلى الصواب عادوا إلى الحق لكن ما هي إلا فترة أن مات أولئك الذين شاهدوا الحادثة وإذا القلوب قلوب أبنائهم وأحفادهم تقسوا بدليل قوله تعالى ثم قاست قلوبكم من بعد ذلك وهو يخاطب بني إسرائيل الأموات والأحياء لأن الأحياء متشددون متمسكون بعقيدة أسلافهم ونحلتهم وما هم عليه فأصبحوا كأنهم مجتمعون والقرآن ينزل على الجميع ويخاطب الحاضرين والغائبين والميتين ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي في قساوتها كالخجارة القلب من حيث وقطعة لحم ولكن قساوته ليست في تكا اللحم قساوته فيما يرتكب صاحبه الذي يذبح عمه أخاه هل في قلبه رق أولين الأشد من الحجارة الذي يشاد هذه الآيات عيانا ثم يفسق ويفجر بل ويكفر هل في قلبه لين أو رق قلبك الحجار ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فيكال حجارة بل أشد قسر من الحجارة أو هنا بمعنى بل ثم بين تعالى أن من الحجارة ما يتفجأ منه الأنهار صخور في الجبال تتفجأ منه وتتدفق ومنها ما يخرج منها الماء يا نابية في الأرض أما قلوب هؤلاء لا رحمة ولا عطف ولا رقة ولا 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 العجب العجاب ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار كم من عيون تفجرت من الصخور الجبلية ومنها ما ينبع منه الماء الرقيق العذب القليل وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشد الله وحادثة الجبل الذي ارتفع فوقهم كأنه ضل كيف ارتفع ارتفع لأن الله أمره أطاع خضع ذل لأمر الجبار فارتفع وفرق ذلك لما سأل موسى ربه أن يوريه وجهه الكريم فقال رب أيني أنظر إليك قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل هذا الجبل تجل له الرحمن عز وجل فصار دك ذاب ذربان أصبع هبان وعندنا جبل أحد لما علىه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بك وعثمان وأصحابه ماذا تحتهم وضطار فقال أسكن أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهدان الصديق وأبو بك وشهدان عمر وعثمان هل مات في ساحة القتال أين مات أبو بك عمر وعثمان في المدينة عمر في المسجد وعثمان قريب من المسجد لكنهما شهيدان وإلى لا فمن الشهادة ما تكون في ساحة القتال إن من سأل الله تعالى الشهادة بحق أعطيها ولو مات على فراشه إذن وما الله بغافل عما تعملون هذا توبيخ تأديم تحريك لقلوبهم كشف النقاب عن صنائهم المدمر المخرب ومؤامراتهم اليهودي المنتنى إذ حاولوا قتل النبي صلى الله سلم مرتين ولكن الله أذل لهم أخذعه فقوله وما الله بغافل عما تعملون هذا معنى حيثما تحركتم للكيد والمكر برسولنا والمؤمنين فنحن على علم بما تحدثون وما ترتكبون إذن فخافوا الله وانتهت هذه القصة ثم قال تعالى يخاطب رسوله والمؤمنين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم الذين يعلموا ويعلموا المسلمون أن الصحابة وخاصة المهاجرين مثل أبي بك وعمر ومن إليهم كانوا يطمعون حقيقة في أن اليهود سيدخلون بالإسلام بل كانوا يرجون رجاء أن اليهود سوف يدخلون بالإسلام لما لأنهم أهل كتاب يؤمنون بالله يؤمنون بلقائه يؤمنون بالوحي الإلهي يؤمن بالتشريع الإلهي فهذه موحدون قبل كل شيء ليسوا بمشركين فما المانع أن يدخلوا في الإسلام جماعات جماعات هذا الطمع كان بالفعل ولو لم يكن كيف يخبر تعالى عن شيء ما كان أفتطمعون أن يؤمن لكم أن يتابعوكم على دينكم الإسلامي أفتطمعون أن يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وأن نعود إلى الوراء كانوا يسمعون كلام الله ويحرفونه لما رفع الجبل فوق رؤوسهم وسجدوا تلك السجدة ملتزموا ما إن رفع الجبل عادوا وحرفوا ما سمعوا يحرفون الكلمة بذما سمعوا وهم يعلمون أنهم محرفون وهذا تسجيل إلهي على اليهود فإنهم أهل مكر وأهل تحريف وتضليل فصفات النبي صلى الله وسلم ونعوته بين أيديهم فيحرفون الصفة ويحرفون صاحبة لما يحتج عليهم إخوانهم أليس هذا هو النبي المنتظر يقول نعم ما زال ليس هذا ذاك أزرق العينين طويل القامة صبت الشعر فيحرفون صفات الرسول لأولادهم ونسائهم ويقول هذا ما زال ما يخرج بعد ويحرفون الكلمة من بعد ما ما عقلوه وهم يعلمون أنهم محتالون يحرفون الكلمة لأجل الحفاظ على حياتهم المادية الهابطة وقد قررنا غير ما مر أن تفكيرا في عادة مملكتهم التي كانت على أهد سليمان عليه السلام وأنهم سادة أهل الأرض وأنهم وأنهم هذا الذي جعلهم ما يمتزجون بأية أمة وبقوا مستقلين إلى الآن استقلالا بدنيا كاملا إذن هكذا يقول تعالى لرسوله والمؤمنين يخفف عنهم ما في نفوسهم من تلك الرغبة التي كانت تدفعهم إلى أن يقول اليهود ويقولون قالهم أفا تطمعون أن يؤمنوا لكم بمعنى يتابعوكم لأن يؤمنوا بكم يؤمنوا لكم أن يتابعوكم على دينكم الإسلام وقد كان فريق منهم وما زال يحرفون يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ثانيا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن هؤلاء منافقوهم إذ كان من اليهود بالمدين منافقون أعلنوا عن إسلامهم ويجلسون إلى رسول الله صلى الله ويصلون معه وهم كافرون فقط من أجل التغطية والتدليس والتعمية وللحفاظ على وجودهم وعلى أموالهم وديارهم كان بينهم منافقون وتقدم فالصورة بيان نفاقهم هؤلاء إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا نحن وإياكم على دين الحق ملة إبراهيم التوحيد وإذا خلا بعضهم إلى بعض وجلسوا في سقائفهم في دورهم في مجالسهم آه كيف أنت لهم صليت معهم أنا رأيتك تمشي مع فلان فلان يعتذرون فيقولون ماذا يقولون لهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم لأنهم يقولون والله إن هذا هو النبي وهذه صفته هذه قامته هذا لونه هذا شعره هذا هو هذا هو ويتلون عليهم صفات التوراة هذا يقولونه للمؤمنين لما يكونون بينهم وهم أقليا فإذا خلوا في دورهم ومجالسهم يأخذون في اللوم والعتاب يقولون لهم أتحدثون بما فتح الله عليكم من العلم والمعرفة وتؤكدون صفات النبي وأنه هو النبي المنتظر ليحاجوكم به عند الله ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون هنا المعروف في عقيدة اليهود أنهم يصفون الله عز وجل بصفات النقص منها أنه يعطي ويندم منها أنه ينسى صفات هي لا تريق بجناب الله عز وجل ويمصفات المحدثين والخلق فانظوا كيف قالوا ليحاجوكم به عند ربكم نوم القيامة يغلبونكم يقولون يا رب هؤلاء أخبرون أن الإسلام دين الحق وأن محمد رسول الله وأنكروا هذا مع أن فيهم أيضا سذاجة وبساطة وجهل وهذا ناتج عن جهل ما هم بالعلماء كما سيأتي أميون فيتصورون هذا التصور ويون أنهم ما من حقهم أن يخبروا المؤمنين بأن هذا الدين الحق وأن هذا النبي المنتظى فتقوم الحج يوم القيامة عليهم فيقول لا اجحدوا ظن منهم أنهم إذا اجحدوا وما تكلموا أن هذا يخفى عن الله عز وجل ويحاجهم المسلمون يوم القيامة ويغلبونهم سذاجة وموجودة إلى الآن وهي نتيجة عن الجهل المركب واسمع ماذا قالوا وما أخبر تعالى عنهم قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا أي الصادقين المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا هذا هو الدين الحق هذا الذي كنا ننتظره ونستفتح به على الأمم وإذا خلا بعضهم إلى بعض في مجالسهم الخاصة قالوا كيف تفعلون هذا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أي بما علمكم الله وأعطاكم من علم التوراة فتخبئونهم بتكالنعوت والصفات فتزيدون في إيمانهم وتقوية معتقدهم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أين يذهب بعقولكم هذا الكلام السري في خلواتهم ولكن العليم الخبير أنزله قرآن يقرأ فيسمع المسلمون واليهود وغيرهم لأن الله علام الغيوب ثم قال تعالى أولا يعلمون أياقفون هذا الموقف ويتكلمون بهذا الكلام ويعتقدون هذا الاعتقاد الباطل أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسترون وما يعلنون كيف يخفى على الله هذا هذه الآية تدل حقيقة على أنهم كانوا يجهلون صفات الله الحق وينسبون إليه ما هو من صفات المخلوقين من التغدد والعجز والنسيان وما إلى ذلك أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسترون وما يعلنون ثم قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون كتاب إلا أمانه وهذا الذي كشف النقاب عن القضية منهم أميون الأمي المنسوب إلى أمه ما درس ولا تعلم ولا قرأ لا يعلمون الكتاب أي التوات إلا أمانه إلا قراءه وهذا وهذا يعنيه الله عز وجل ويويده مع اليهود حصل لنا تدخل المسجد يوم الجمعة في العالم الإسلامي تجد أمة تقرأ القرآن المصح في أيديها تتلو ولا يعرفون من كلام الله لا يعرفون إلا القراءة بل وتجد من حفظة القرآن ملايين من البقرة إلى الناس كما يقول على ظهر قلب ولا يفقهون منه شيئا ما لهم إلا التلاو الذي عاش عليه بني إسرائيل انتقل إلينا كما استعرضنا مواقف كثيرة نحن وهياهم سوا لما لأننا بشر لسنا جنسا يخالبهم ولا هم بجنس يخالبنا فإن أقبلنا على الله عز وجل واجتمعنا على أهل العلم وتعلمنا ارتفعنا وسمونا وعرفنا واتقهنا الله فإن أعرضنا وأعرض الله عنها بطنة غيرنا اسم هذا النعي الإلهي ومنهم أميون لا يعلمون كتاب إلا أمانية أي إلا قراءة قال تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لا قحمام المقادر تلا بمعنى قراء إذن ومنهم أميون لا يعلمون كتاب أيترات إلا أمان وإنهم إلا يظنون فمعلومات معارف ما عندهم لم تتجاوز حتى الظن فلا يقين أبدا ولا بصير والآن حال المسلمين أكثر ما عندهم ما هو إلا الظن يقينيات لو كانت يقينيات لأقاموا دعوة الله ولنصه دينه وأقاموا شريعته الجهل من جياء ومن معايب الجهل أنه يفقد اليقين أولا العلم إذا علم حصل اليقين بعد العلم فإذا كان جائلا كيف يوقن أدنى هز تفضحه ومنهم أميون لا يعلمون كتاب إلا أمان وإنهم أي ما هم إلا يقولون بظا وظنون فقط يقينيات لا وجود لها علة ذلك أنه مرت عليهم فترات طويلة إن عدم فيها العلم وفي صورة الحديد يقول تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قالت الصحابة ما هي إلا سنيات واستبطأ الله قلوبنا فنزلت هذه الآية ألم يحين الوقت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق في كتاب الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون ونحن ما بين الرسول اليوم 1400 سنة فأيما أهل بلد أو إقليم أو دعا ننسوا ذكر الله وتركوا معرفة الله لا بد أن يقع لهم ما وقع لغيرهم تقص القلوب تتحجر وإذا قصت القلوب من يرحم من يرهب الله ويخاف من يطمع فيما عند الله ويأتي بعد ذلك الفسق وهو الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى معاشر المستمعين قساوة القلوب وضع لها الرحمن دواء نافعا مما يقضي على قساوة القلب ذكر الموت والدار الآخر حتى إن بعضهم كان يأتي إلى المقبرة ويجلس الساعات ويتفك في مصير إخوانه ومصيره الذي لا بد وأن يلحق بهم يرجع من المقبى وقلبه رقيق لي كالزبدة وقرأوا قول الله تعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أي الدار الآخر ذكر مجموعة من أوليائه وصال عباده وقال أخلصناهم بخصوصية هي ذلك الدار الآخر وفي الحديث تركت فيكم والشاهد من الحديث الموت من لم يتعذ بالموت فلا وعظه الله وكفى بالموت وعظه فإذا ذكر الإنسان مصيره ومآله وما ينتعي إليه شأنه أمره يرق قلبه ثانيا قراءة القرآن بالتدبر والتفكر ومراجعة الآيات هذا من شأنه أن يرقق القلب ثالثا الجلوس مع الفقراء والمساكين والنظر في أحوالهم هذا من شأنه أن يرقق القلب أما الغفل عن الدار الآخرة ونسيان الموت والبعد عن الفقاه والمساكين والعيش في الرفاه وفي جماعات الثرى والغناء في عوامل تقص القلب ويقص قلب العبد ومن قسى قلبه ما يرحم لا يرحم نفسه فرنا عن غيره إذن ونتلو هذا الشرح كما هو لنزداد معرفة بما درسنا بسم الله الرحمن الرحيم شرح الكلمات قال نفسا نفسا قال النفس نفسه رجل الذي قتله وارثه استعجالا للإرث وقوله ادارعتم فيها أي تدافعتم أمر قتلها كل قبيل يقول قتلها القبيل الآخر وقوله ما تكتمون أي من أمر القاتل سترا عليه دفعا للعقوبة والفضيحة معا ببعض أجزاء البقرة ببعضها ببعض أجزاء البقرة كلسانها أو رجلها مثلا هذه المفادات معنى الآيات يقول تعالى لليهود موبخا إذ قتل أحد أسلافكم قريبه ليرثه فاختصم في شأن القتل أو اختصم في شأن القتل كل جماعة تنفي أن يكون القاتل منها والحال أن الله تعالى مظهر ما تكتمونه لا محال إحقاقا للحق وفضيحة للقاتلين فأمركم أن تضربوا القتيل ببعض أجزاء البقى فيحيى ويخبر عن قاتله ففعلتم وأحيى الله القتيل وأخبر بقاتله فقتل به قصاصا فأراكم فأراكم الله تعالى بهذه القصة آية من آياته الدالة على حلمه وعلمه وقدرته وكماله وكان المفروض أن تعقلوا عن الله آياته فتكملوا في إيمانكم وأخلاقكم وطاعتكم ولكن بدل هذا قصت قلوبكم وتحجرت وأصبحت أشد قساوة من الحجارة فهي لا ترق ولا تلين ولا تخشع على عكس الحجارة إذ منها ما تتفجع منه العيون ومنها ما يلين فيهبط من خشية الله كمن دك جبل الطور لما تجلى رب تعالى له وكمضطاب أحد تحت قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم توعدكم والرب تعالى بأنه ليس بغافل عما تعملون من الذنوب والآثام وسيجزيكم به جزاء عادلا إن لم تتوبوا إليه وتنيبوا هداية الآيات من هداية الآيات أولا صدق نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتقريرها أمام اليهود إذ يخبرهم بأمور جارت لأسلافهم جارت لأسلافهم لم يكن يعلمها غيرهم وذلك إقامة الحج عليهم ما كان عرب يعرفونها للحادثة أبدا ولا غيرهم ما يعرفوها إلا اليهود وموجودة في كتبهم فيخبر بها النبي إذن هو رسول الله ثانيا الكشف عن نفسيات اليهود وأنهم يتوارثون الرعونات والمكر والخداء والله العظيم يتوارثون الكبير يورث الصغير والصغير يورث عن الكبير الرعونات والخداء والمكر ثالثا اليهود من أقسى البشر قلوبا إلى اليوم إذ كل عام يرمون البشرية بقاصمة الظهر وهم ضاحكون الحروب التي دارت في قرون أهالي ما وجدت حرب إلا وأصابع اليهود هم الذين أشعلون آها لا الحرب الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا المنتظر والعل عرفناها لأنهم يرون البشرية نجس وأنهم هم الشعب المختار وأن السيادة والحكم لن تكون إلا لهم الآيات التي بعد هذا هيا نقر ما في الكتاب أولا فأفتطمعون الهمزة للإنكاد استبعادي والطمع تعلق النفس بالشيء رغبة فيه يؤمنوا لكم يتابعونكم على دينكم الإسلام كلام الله في كتبه كالتوراة الإنجيل والقرآن يحرفونه التحريف الميل بالكلام على وجه لا يدل على معناه كما قالوا في نعت الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة أكحل العينين ربعا جعد الشعر حسن الوجه قالوا في التحريف طويل أزرق العينين صبت الشعر حرفوا كلمة إذا لقوا الذين آمنوا أي إذا لقي منافق اليهود إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا بنبيكم ودينكم أتحدثونهم الهمزة للاستفام الإنكار لا ينبغي هذا وتحديثهم إخبار المؤمنين بنعوت النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة بما فتح الله عليكم إذا خلا منافق اليهود برؤسائهم أنكروا عليهم إخبارهم المؤمنين بنعوت النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وهو مما فتح الله به عليهم ولم يعلمه غيوم من الأمم وقولوا ليحاجيكم به يقولون لهم لا تخبروا المؤمنين بما خصكم الله بمن العلم حتى لا يحتجوا عليكم به فيغلبوكم وتقوم الحجة عليكم فيعذبكم الله وقوله أميون الأمي المنسوب إلى أمه كأنه ما زال في حجر أمه لم يفارقه فلذا هو لم يتعلم الكتاب والقراءة فهو أمي أماني الأماني الأماني جمع أمني وهي إما ما يتمنه المرء في نفسه من شيء يريد الحصول عليه وإما القراءة من تمن الكتاب إذا قرأه أماني إما من الأمنيات أو من القراءة معنى الآيات قال ينكر تعالى على المؤمنين طمعهم في إيمان اليهود لهم ينكر تعالى على المؤمنين طمعهم في إيمان اليهود لهم بنبيهم ودينهم ويضقوا وجه استبعاده بما عرف به اليهود سلفا وخلفا من الغش والاحتيال بتحريف الكلام وتبديله تعمية وتضليلا حتى لا يهتدى إلى وجه الحق فيه ومن كان هذا حاله يبعد جدا تخلصه من النفاق والكذب وكتمان الحق وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وهم كاذبون وإذا خلا بعضهم أنكوا على أنفسهم ما فاه به بعضهم للمسلمين من صدق نبوة الرسول وصحة دينه متعلنين بأن مثل هذا الاعتراف يؤدي إلى احتجاج المسلمين بإعليهم وغلبهم في الحجة وسبحان الله كيف فسد ذوق القوم وسأ فهمهم حتى ظنوا أن ما يخفونه يمكن إخفاءه على الله تعالى في التنديل بهذا الموقف الشائن أولا يعلمون أن الله يعلم ما يستمرون وما يعلنون ومن جهل بعضهم بما فالتورات وعدم العلم بما فيها من الحق والهدى والنور ما دل عليه قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانه أي إلا مجرد قراءة فقط أما إدراك المعاني الموجب لمعرفة الحق والإيمان به واتباعه فليس لهم فيها نصيب وما يقولونه ويتفوهون به لم يعدوا الخرص والظن والكريم هداية الآيات من هداية الآيات أولا أن أبعد الناس عن قبول الحق والإذعان له اليهود هو أحذف على هذا ولا تتردد إن أبعد الناس عن قبول الحق والإذعان له في العالم اليهود أبعد الناس ثانيا قبح إنكار الحق بعد معرفته ما أقبح حال الماء يعرف الحق وينكره وهذا طبع اليهود يعرفون أنه الحق ولا يقبلونه يصرحون بنبوة محمد أرسال وأن الإسلام هو دين إبراهيم ومع هذا ينكرون ويكرمون ثالثا قبح الجهل بالله وبصفاته العلا وأسمائه الحسنى من أين آخرنا هذا لأنهم يقولون إن أنتم أخبرتموهم بنعوت محمد ولم تؤمنوا يحتجون عليكم يوم القيامة ويقولون يا الله أخبرون بأن النبي محمد نبي الحق ودينه الدين الحق ولم يؤمنوا هذا من ضعف عقولهم أو من فساد إيمانهم إذ يجعلون بعض الصفات البشرية للخالق كالعجز والنسيان والتردد وما إلى ذلك والغفلة فلهذا قبح إنكار الحق بعد معرفته ثالثا قبح الجهل بالله وصفاته العلا وأسماء الحسنى وهل المسلمون يعرفون صفات الله وأسماءه الجواب ثلاثة أربع ما يعرفون لما ما يعرفون لأنهم ما طلبوا ما قرعوا باب العلم وحرموه ما جلسوا بين يدي المعلمين أو المربين إن قرام بالآلاف بالملايين لا تجد فيها عالما من يعلمهم الآن نحن في المملكة أحسن حال من غيرنا والله إذا يوجد أناس ما يعرفون أسماء الله الآن نشتكي لأن العلم هذا ما يأتي بالوراثة كالطباع الغرائز يأتي بالتعلم وقد قرر هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما العلم بالتعلم ومن يؤيد الله به خيرا يفقه في الدين نرد على الرسول قل لا لا العلم هو بالتعلم كيف يأتي إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه ومن يؤيد الله به خيرا يفقه في الدين رابعا ما كل من يقرأ الكتاب يفهم معاني أو وقد قلت لكم تدخل مساجدنا في الشرق والغرب يوم الجمعة ظاهرة تجد الناس بأيدهم مصاح يقرؤون بأصوات ولا خمسة في المئة يفهمون ما يقرأون لماذا لأنهم ما تعلموا ما سألوا فلهذا هذا يصدق علينا بل حرف الواحد ومنا أميون لا يعلمون كتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون إذا لا حلو معنى في آية ما هو يقيني أبدا ظن منه أن مراد الآية كذا أو كذا تريد أن تبطل دعوتنا إذن قال الذي يقى وهو لا يفهم يعطى أجل بما يقرأ بما يقرأ تبات ما هو بعالم فلهذا يخرج من المسجد ويكذب على كل حال أنا أقول الحرف بعشر حسنات سواء كنت عالما أو غير عالم الذي يقرأ ألف لام ميم ألف حرف لام حرف ميم حرف كل حرف بعشر حسنات وكونه عالما بالمعنى وعاملا بما دل عليه والذين أوتوا العلم درجات معلوم والذين أوتوا العلم درجات قال ما كل من يقرأ الكتاب يفهم معانيه فضلا عن معرفة حكم حكم وأسرار وواقع أكثر المسلمين اليوم شاهد على هذا فإن حفظ تلق آل منهم من لا يعرفون معانيه فضلا عن غير الحافظين له ما هو السبب مشغولون بالدنيا فتنتنا هي هذه الحياة ثم ما وجدنا من يوجه ناء أو يرشد ناء فعشنا كالبهائم سارحين في المساح وإن الدنيا ما تتنافى مع طلب العلم أبدا من المغرب إلى العشاء ما فيه عمل غابة الشمس الفلاح وضع المسحات من على كتفه الصانع وضع الحديد من يده التاج أغلق باب تجارته أين يذهب المؤمنون والمؤمنات إلى بيوت ربهم من المغرب إلى العشاء طول الظهر موعام طول حياتنا والله ما يبقى بيننا جاهل ولا جاهلة ولا فرق بين المدينة والقرية الكل على حد سواء لكن صرفونا وما انتبهنا سكرونا وما صحونا ما عرفنا أن الجهل الذي أصابنا هو الذي قاعد بنا هو الذي سلط علينا هذه المصائب والويلات والنكبات هو الذي حال بيننا وبين تحقيق ولاية الله عز وجل فلهذا أكرر إن أراد أهل قرية أو أهل حيث مدينة في العالم الإسلامي أن يحققوا ولاية الله لهم وأن تزول تلك مظاهر العجز والضعف والفقر والخبث والشر والفساد الطريق الوحيد أن يرجعوا إلى الله كما رجع رسول الله وأصحابه يتعهدون ملتزمين في صدق أن لا يتخلف رجل ولا مرأة كل ليلة ما بين المغرب والعشاء في جامعنا إلا ذا عذر ما رض أو ما إلى ذلك وكل ليلة العلم يتعلم ونعمل ما تمضي سنوات ولا يوجد في القارة والمدينة جاهل من غير هذا الطريق يا معاشر المستمعين قل ما نصل إلى غايتنا من معرفة الله وطاعته إن السورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقرة وإن الآيات المباركات التي ما زلنا نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا لاهتدى بهدها والعمل بها إنه قريب مجيب سميع الدعاء قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاق بني إصرائيل أن لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القبى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم سارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة ردون إلى أشد العذاب والعياذ بالله تعالى أعيد إلى أذهان السامعين والمستمعين والسامعات والمستمعات إنه لا فرق بيننا وبين بني إسرائيل وبين كل آدمي على سطع هذه الأرض نسبتنا إلى الله واحدة عبيد لسيد واحد فقط من آمن وعمل صالحا ارتقى سماء على ارتفع فوق الذين ما آمنوا ولا عملوا الصالحا أما الاعتبار بالجنس فالاعتبار له أبدا عربي عجمي قل ما شئت إسرائيلي فارسي الكل عبيد الله والله عز وجل لما يوجه هذا الخطاب لبني إسرائيل فإنه من باب أن تهتدي البشرية عليه لأنه خاص بمجموعة من اليهود كانوا في المدينة من أجلهم فقط ينزل الله هذه البيانات لا والله لو كان من أجلهم لا ناسخه لأنهم انتهوا ولكن هذا الكتاب القرآن الكريم يتضمن هداية البشرية أبيضها كأسودها عابيها كعجميها أولها كآخرها والسر عند أهل الدرس معروف وإن كان عند آخرين مجهول السر يا معاشر المستمعين أو المستمعات أن الإيمان تدفع صاحبها على أن ينهض بالتكاليف فالمؤمن بحق حي يقوى يقدر على أن يسمع على أن يعقل على أن يأخذ على أن يعطي على أن يصوم أو يفطر مؤمن حي هذه الحياة تحمله تدفعه تعينه على أن يستخدم المواد المزكية للنفس المطهرة لها ما هذه المواد المزكية للنفس المطهرة لها هذه لا يضعها إلا الله لو تجتمع البشرية كلها على أن تضع عملا ما على أن من فعله تزكو نفسه وتطر والله ما استطاعت ولا قدرت عليه وبيان ذلك هل تستطيع البشرية أن تجعل الحصبى والرمال والطين والطوبة غذاء للإنسان تدس فيه مادة فيتامينات ويتغذبه الآدمي مستحيل من أودع تلك المغذيات في الفواكه والخضر والخبز واللحوم وأخلت تراب والطين والحجار والأخشاب منها هو الذي إذا قال لكم قولوا سبحان الله وقلتموها مؤمنين بالله كان لها أثر على نفوسكم بالطهر والصبا كما أنه إذا حرم كلمة تلك الكلمة منعها لأن فيها مادة مخبثة للنفس أشد من مادة السمي في العقب والأفع ما قالها عبد تمردا على الله وفسقا عن أمره إلا سودت نفسه وأصيبت بالظلم والعفن والنتن ذي سنن الله فلهذا لما يذكر لبني إسرائيل كأنه من باب إياك أعني واسمع يا جار هذا لنا نحن ونحن الذين انتفعنا به من رفع تلك الأمة إلى عنان السماء إلى مستوى ما بلغته أمه والله ما هو وإلا هذه الهداية الإلهية إذا فما هذا المثاق ماذا تضمن وإن درسنا هذا مرتين لكن نعيده ليستقر في يدهاننا ولننظر هل نحن أخذنا بهذا التزمنا بهذه العهود المواثيق أو ما زلنا أولا ماذا قال تعالى ألا تعبدوا إلا الله أول ميثاق لا تعبدون إلا الله معشر المستمعين أو المستمعات فينا أو بيننا من يرغب أن يعبد مع الله غيره ما فينا ولكن بيننا من لا يفهم إذا أرد أن يقوم يقوم يا الله ورجال البلاد ما يفهم أنه عبد غير الله تسقط المسبح يا الله يا رسول الله ما عبد الله وحده كيف نصنع إذن الطريق أن يأتوا إلى مجالس العلم في بيوت ربهم وطول عمرهم لا يتخلفون ليلة واحدة ليتعلموا الهدى ليعرفوا ما تزك به النفس وما تتدس به أما بدون علمنا أنا لا أعبد إلا الله وهو يعبد مع الله عشرين وأحد أو ثلاثين فهمتم هذا ولا لا ما هي العبادة ما هي العبادة وكيف يعبد الله وكيف يعبد غير الله لا بد من العلم لا بد من العلم من لم يتعلم لا يسلم من الوقوع في هذه السواديب والمهاوي ولا عذر لأحد إياك أن تقول أنا شيخ كبير وهذا فقير وأنا بدوي لا لا بد أن تسأل أهل العلم حتى تعلم لا تحمل كتابا ولا قرطاصا ولا تقرأ ولا تكتب فقط إسأل أهل العلم واعمل بما تعلم ولا تزال تعلم وتعمل حتى تصبح من أولياء الله وأنت ما تفرق بين الأليف والبع ما أرشرت كتاب وقراء أبدا ولا توقف عملك ولا سانيتك ولا حظك ولا مزعتك كما تذهب تقضي حاجتك عند الحاجة أو تسد جوعتك عند الجوع تذهب إلى العالم حولك علمني كيف أذكر الله فإن أعرضت يا بني فالله في غنى عنك أنت الذي تصاب بالمهنة لا تعبدون إلا الله ثانيا وبالوالدين إحسانا ثالثا وذي القرباء واليتاماء والمساكين كيف أنتم مع هؤلاء أيها المستمعون مستمعات أحسنتم إلى والديكم ما أسأتم إليهم أحسنتم إلى قراباتكم من العم إلى الخال إلى العم والخال ما أسأتم إليهم لا بسب ولا شتم ولا أذاء واليتاماء كيف حالكم معهم تهينونهم تأكلون أموالهم تسخارون منهم أو تتعطفون عليهم وترحمون وتبشون في وجههم وتهشون وتطعموهم إذا جاعوا وتكسوهم إذا عروا والمساكين والمساكين اللاصقين بالأرض لا دين ولا درهم عرفتموهم إخوانكم أحسن إليهم ولو بالوجه الطلق والعبارة الطيبة أو تدس في كفه ريالا أو قوص من الخبز مسكين هذا وهو أخوك لا هو عبد الله تحت الامتحان قد ينجح في يوم الأيام ويصبح وليا الرحمن ما أفقره إلا ليبتلي ليمتحن هل يصبر فيتخرج وليا من أولياء الله أو ينتكس والعياذ من الله وقولوا للناس حسنها أبيض الناس كأسودهم عربهم كعجب الكل اسمه نس يهودي صليبي بوذي لا تقل لهم سوى القول الحسن أما الشتم الشتم والتعيير والتقبيح والاستهزاء والسخرية كما نفعل مع إخواننا المؤمنين تعرفون هذا ولا فهذا الشتم والسخرية والاستهزاء والتكبر لا يصح حتى على اليهود والنصارى حتى على المشركين عبدة الأصنام والفوج والهواء طبعنا نظام حياتنا سبيلنا آل إحسن لما لأننا رشداء علماء ربانيون مستوانا ليس بهابط كالكافرين والمشركين لا يفرقون بين الخير والشر نحن علماء أولياء تتجل هذه الحقائق في سلوكنا لا ظلم لا اعتداء لا بغي لا عدوان لا 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 كل مظاهر الباطل لا توجد فينا لأننا أولياء الله ألفهم السامعون هذا وقولوا للناس حسنا لا قبح وقد عايشنا أمتنا وعرفنا من يوم أن بعدت عن بيوت ربي وكتاب الله وهدي رسولي وهي تعيش على أسوأ لحوال والله لا تسمع السخرية والاستهزاء ومظاهر الكبر على إخوانهم فيما بينهم ما هو مع اليهود النصارى صح وإلى لا لعل الشيخ واهم ما سببوا هذا ما عرفوا جاهلوا لما جاهلوا ما طلبوا العلم من منعهم من صدهم من صعبهم لا أحد أهواءهم وشاواتهم ودنياهم إذا عائد عليهم لا عذر أبدا ثم ماذا وأقيموا الصلاة يا بني إسرائيل يا معشر المسلمين أقيموا الصلاة هل قال وصلوا قال صلوا ماذا قال وأقيموا الصلاة لما يا رب نصلي يكفي لا أنت ما تدر يا عبد الله أن هذه عمليا مؤكب تركيب كيمياوي وضعه العليم الحكيم وضعه العليم الحكيم إذا لم تؤدها كما هي ظاهرا وباطنا بكل جزئياتها ما تولد النور ما تثمع لك الحسنات ما تزكي نفسك ولا تطاهرها والأدل عندناك كما أنتم موجودون بيننا يخرج من الصلاة يكذب لعلي يواهم يخرج من الصلاة يشرب الباطل ويأكل الحرام يخرج من المسجد في المسجد يسب أخاه ويتضارب معه واقع وإلى لا أين آثار الصلاة لما ما زكت نفسه لأنه ما أدىها على الوجه المطلوب الذي من شأنه أن تولد النور له في قلبه وإليكم هداية الله توجه إلى رسوله ليأخذها أتباعه منا وصل ما أوحي إليك من الكتاب يقرأ ما أوحي إليك من الكتاب إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الكتاب وعلمه جبريل وحافظه يؤمن بأن يقرأ وأنتم لا 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 مشغولون ما نقرأ أتلو ماذا ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة لما يا الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون كم خطوة هذه أربعة أو خمسة الخطوة الأولى إلى سماء الكمالات إلى الرقي إلى دار السلام إلى الطهر والصفات لاوة القرآن لا على الموتى لا من أجل الحصول على المال الدنيوي وإنما من أجل التدبر والتفكر واستخراج دور المعاني وأنوار الآيات لتحيي عليها وتكمن في آدابك وأخلاقك وقلبك وعباداتك ثانيا إقام الصلاة هذا البند هذا لا يقل عن تأخير الأول ولهذا قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء المنكر ثالثا ولذكر الله أكبر ما معنى ذكر الله أن لا تغفل ساعة ولا نصف ساعة ولا دقيقة إلا إذا شغلت بكلمة السلام عليكم أو يا غلام أحضر كذا أو يا فلانة قدمي كذا ما دمت فارغا أنت مع الله قلبك ولسانك لعل هذا ما يتأكد ما يتحقق لو كان ما يتحقق يأمو الله به يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كم ذكرا كثيرا إذا كان الله العظيم يقول كثيرا كم إذا لن يكون نصيبك المطلوب حتى لا تنسى الله أبدا وهذا عبد الله بن عمر عشتم معه وعرفتم عنه قال كنا نعد أي نحسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد نعد له قوله رب اغفلي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مئة مرة في المجلس الواحد ومجالس الطامعين في دار السلام بالأحلام والأوهام يجلسون الساعتين والثلاث على موائد اللهو واللعب ما يذكرون الله فيها حق وإلى باطل هذا يجلسون مجالس الأكل والشرب وأنواع وأنواع الطعام يهرفون ويتحدثون ويتضاحكون ويتكلمون ولا يذكرون الله صح وإلى السيارة السيارة الحافلة من المدينة إلى دمشق عرفتم بلغنا اليوم من ساعة ما تخرج من المدينة والآقان والمظامير وأصوات العواهة تهيج النفوس إلى دمشق من أي جنس هذه الأمة هذه الله أذن بهذا قال والفديو والتلفاز والصحن الهوائي ويحهم لا يا شيق الويل إن ربك لبالمرصاد حق وإلى أين الله بالمرصاد ينظر ماذا تعملون يراقب تحركاتنا قائمين وقاعدين نائمين ويقضين وهي الرابعة من هذا التوجيه الإلهي والله يعلم ما تصنعون خيره وشره حقه وباطله صحيحه وفاسده ومعنى هذا أنه يجزيكم بصنيعكم لأنه الحكيم العليم هل ظهرت آثار هذا التهديد وإلى لا بنوا عمنا الذين توجه إليهم هذه النداءات كيف حالهم صلط الله عليهم البابليين في زمن ما فعلوا بهم الأعاجب مزقوهم شتتوهم دموهم بقوا بطونهم حولوا بيت المقدس التي بنى إبراهيم حولوها إلى مخراه تعفون المخراه وإلى ما كان الخر فكان الجندي البابلي في تلك الحملة إذا جاءوا الغاية ودفعوا يذهب إلى المزل ليبول ويخرب ومن هم هؤلاء أبناء الأنبياء أبناء أبناء إسرائيل وتابوا فتاب الله عليهم وباب الله مفتوح وتكونت لهم دولة داود وسليمان فسادوا العالم أجمع سادوا بالسحة بالخرافات والتضليل بالأهوى والشهوات بالمزام والطبول سألوكم بالله بما بالاستقام على منهج الحقي إيمان الصدق والاستقام أحل ما أحل الله وحرم ما حرم الله ونهض بما أوجب الله فسادوا وارتفعوا وكانت الامبراطوري الأولى في العالم ثم مئة سنة مئة وخمسين والترف وأخذوا يهبطون حتى عرفنا عنهم أنهم هم الذين صنعوا الكعب العالي بعض السامعين ما يفهمون هذه اللغة ما هو الكعب العالي امشي للدكاكين واسأل قولهم نريد كعب عالي لبنتي يستوهدونه من إسرائيل ممكن الرسول يحذرنا الكعب العالي ليما لأنها قصيرة وتريد أن تظهر أمام الشبان والفحول طويلة فيصنع لها صانع لحذية حذا كعبه طويل تعرفون هذا ولا لا فتمشي به فتشاهد من بعد هذه زليخة وجز الله الدكتور أبو عظم قال يا شيخ ما هي قضيتك فقط لأنها ترتبع تعلو لا هذا كعب العالي يجعلها تتمائل وتتغنج في مشيتها عندكم ولا لا والله لا عندكم إذن فصلت الله عليهم الروم فاكتسحهم شردهم مزقهم حتى شردوا إلى المدينة تركوا بلاد العسل والزبد بلاد الشام ونزلوا بهذه الصحراء ذات النخيل والسبخاء والحر والبرد لما لجأونا لجأوا إلى العرب لأنهم كرماء ولأنهم بنوا عمهم يرحمونهم كيف شردوا وفرقوا وطردوا وتصلط عليهم أرغو من الكفاء لأنهم فسقوا عن أمر ربهم ناقضوا العهود والموافق أي فعلوا كما فعل العرب والمسلمون فصلت الله عليهم فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا صح وإلى لا لعلي يواهم أين الله بالمصاد إذن وجاء الإسلام فوجدهم شغى ملعونين مطادين إذا مشى اليهود أمام الصليب يكاد يأكله من تغيض عليه هذا قاتل إلهي وفتح الله لهم باب الهداية والرحمة وناداهم وعرض عليهم كل درجات الكمال وسبل السلام فتكبروا وقالوا لن نتابع هذا الرجل ولن ندخل في دينه لأننا نذوب ما يبقى لنا وجود بني إسرائيل ينتهون لا مملك ولا دول ولا سلطان لا تدخلوا في الإسلام فإنكم تذوبون فيه هذا كلام رؤسائهم وأحبارهم علمائهم وهو حق لو دخلوا في الإسلام يبقى يهودي انتهوا فحافظوا على النسمة الهالكة ونجحوا بعض الشيء وكونوا دولة إسرائيل في دولة إسرائيل وين لا موجودة موجودة أين كونوها في فلسطين في قلب العالم الإسلامي كيف يتم هذا أنت تقول الخيال لا وجود لهذه الدولة أبدا كيف يمكن هذا الكلام هذا لو ياتي جيل بعد جيل لا ينكرون أما الآن موجودة وين لا أذلت العرب والمسلمين وغارست أنوفهم في التراب صح وإلى لا كيف يتم هذا يا شيخ هذا يتم حسب نظام الله في الكون وتدبيره في خلقه أه يفسق المسلمون ويفجرون ويعتزلون دين الله بالمرة في أكثر بلادهم ثم يباركهم ويرفع من قيمتهم ظلم صرط عليهم حفن من اليهود لعلهم يرجعون هل رجعوا ذي الأيام ما زالوا في غمع ساهون قولوا لا إله الله وأقام وأقيم الصلاة وآت الزكاة عرفتم هاتين الدعامتين إقام الصلاة معناه لا يشاهد رجل سواء كان عسكريا أو مدنيا شريفا أو وضيعة عالما أو جاهلا فقيرا أو غنيا سريا شريفا أو وضيعة لا يمكن أن يقر وجود مؤمن لا يشهد الصلاة في بيوت الله إذا قيل حي على الصلاة وقف دولاب العمل حرام والله لقد كان أحدهم في يده الإبراء ما كانت آلات كالآن الخياط يخيط بإبراء والخيط يقول هكذا يغرز الإبراء في الثوب لما يسمح حي على الصلاة ما يكملها ما يتمها يرفع الميزان يضع البضاعة حي على الصلاة يقف ومن شك فيه هذا فليقى من نور الله من صورة النور رجال لا تلهي امتجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة حق هذا لو لهذا كيف سيد العالم وتحولت دولتهم في المدينة حتى رمت جناحها على أقصى الغرب وأقصى الشرق في 25 سنة فقط اقاموا في بلاد العالم بأسره ما في دولة أبدا تعمر جيشها أو أفرادها بصلاة كأنهم ضد الله أو لا يؤمنون بالله أنت حاكم وإن لا ذي مهمتك هذا الشعب خلقا ليصلي صح؟ بالله العظيم ما خلق إلا ليذكر الله وما خلقت الجن والإنسان إلا ليابدوني لا لشيء آخر وكونك تحرث وتصنع والله من أجله أن تصلي فضيعت الصلاة وتركت وظاحظوا نتائج تركها السرق الزنا القمار الكذيب الغش السفك للدماء القتل يا شيخ لم تبالغ تبالغ ما هو موجود هذا ما سببه الإيمان وذكر الله المؤمنون الذاكرون لله يسفكون الدماء ويفجرون بالنساء أتحداكم من يقول هذا وآران الله عز وجل هذه الدولة آية من آياته أقيمت فيها الصلاة إجباريا بين المدنيين والعسكرين وكل مؤمن هل حط من قيمة هذا هل عوقها من الأكل والشعوب هل جر إليها المحنة والله ما أفاد إلا أمنا وطهرا فمن مانع إذن من أن نفعل مثل هؤلاء جبية الزكاة حتى صاع الشعية ورأس الجدي لمما نجب الزكاة بسم الله ليرضى الله عنا وإن ضربنا بعد ذلك الضرائب للضرورة أفتى بها العلماء أما أن تعطل فريضة الله قاعدة الإسلام وتغفل عن الحكومة ورجالها والأمة معرضة معناه أننا رفضنا الإسلام باللغة الصحية ما اعترفنا به وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال تعالى ثم توليتم إلا قليلا توليتم وأعرضتم عن هذه التعاليم العشرة التي قدمت تركتموها إلا قليلا منكم لازموا باب الله وثبتوا على ما هم عليه ونعم كل بلد كل أمة كل جيل لابد يبقى فيه الربانيون الصالحون ثم توليتم إلا قليلا وأنتم معرضون لما توليتم لو كان في نفوسكم الرغبة إلى التوبة الرغبة إلى العودة الرغبة إلى أن نراجع طريقنا كما كنا لا بس لا لا توليتم وأنتم معرضون كاملا لا تريدون هذا الإسلام هذه التوجيهات الربانية إلى بني إسرائيل في المدينة مجموعة اليهود لتكون نبراص هدايا لنا وسلما ونجاح لأمة القرآن وكذلك كان أديت هذه الحقوق كما أمرها الله وبينها الله في تلك الأمة السعيدة ذات القرون الذهبية ثلاثة ما كان يعقل أن مواطنا لا يصلي أبدا راجل أو مرأة أهل العدام لما خلقت ثم لما تقام الصلاة ما نحن في حاجة إلى قوى الأمن والشرط والبوليس والجواسيس والقيام والقرود لا كل مومن ومومن ربان يا موبا المعوف ينهى الموت تمضي العشرون سنة ما تحدث حادثة وإن حدثت لاختلال صاحبها في عقله أو في إيمانه أما مومن يتكلم مع الله ويجلس بين يديه ويناجيه ويبكي بين يديه كل يوم وكل ليلة خمس مرات ويعصيه ما يمكن ما يحصل هذا أبدا والآن يذكرهم أيضا إياك أعني واسمع يا جاء اسمع ماذا يقولهم وإذ أخذنا ميثاقكم عرفتم الميثاق ولا ميثاق لهم متحدة ما هو الميثاق العهد المؤكد باليمين وقد قلت لكم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد أعطى العهد من نفسه والميثاق والتزم فإن خان هلكت خيانته والله يقول وميثاقه الذي واثقكم به متى إذ قلتم سمعنا ووطعنا هذا خطاب لنا وإذ أخذنا ميثاقكم في أي شيء لا تسفكون دماءكم أي لا يقتل بعضكم بعضا أنتم شعب الله كما تقولون أبناء الأنبياء والموصلين كيف يقدم أحدكم على قتل أخيه ليس شعبا يكون من أبيه وأمه أخو في الملة في الجنسية يهودي أنتم ابناء الأنبياء أخذ الله عليكم مثاقا أن لا يقتل يهودي يهودي لا تشفكون دماءكم ثانيا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم إذا شنت الغارة في الزمان الأول وإلى الآن يخرجون من في بيوتهم ويحتلونها فبهتم والقضية تعود إلى أن اليهود لما نزلوا المدينة في الجاهلية هاربين لاجئين أو منتظرين النبوة المحمدية كما جاءت بها التباشير في الإنجيل والتراث هم ثلاث قبائل بني قينقاع بني النظير بني قريضة وأهل المدينة منهم هم الأوس والخزرج والأصل فيهم طحطانيون من اليمن لما جاءوا من اليمن لما فاسق أولئك الأقوام عن أمر الله وخرجوا عن طاعة غرق ذلك السد وهدم وانتهى ذاك الطر وذاك النعيم فشاردوا يا شيخ كيف تقول هذا ونحن ندعو إلى توظيف النساء وقد وظفنا هنا في الدوائر في الفنادق في كل مكان كيف نغضب صارنا الله أمركم بهذا أنبنوا عمكم اليهود والنصار من يجيبني الله الذي أمر لقد عاش نساؤنا وبناتنا أكثر من ألف وثلاثمائة سنة ما توظفنا وعشنا صالحات وهللا الآن فقط إذا ما توظفت المرأة الحياة مرع والجوع والفق والفاقة هكذا مما علمناه في هذه الأيام أن طبيبا مختصا في العظام والدماء في مستشفى الطائف عنده مرأة غير موظفة لا يسمح لها في الوظيفة ولا تخرج قالوا ليما قال من أرضى أن مرأتي تنظرون إليها وتشتغل معها هذا ألماني كافر لكنه كأنه عرف استدعيناه جالي فندق شارت جلسنا مع ساعة عرضنا عليه الإسلام وهو متهيئ بالفطع عرف كيف مرت تنظرون إليها يا شيخ لعل هذا ما هو صحيح أنا أسمع أسمع الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم نقول لا 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 كيف نغض أبصارنا كيف نمشي كيف نعمل من قال هذه الكلمة كفر كفر الله إن محا اسمه من ديوال المسلمين غضوا ما قال أغمض كيف تمشي لما تشاهد الماء غمض عنك نعم من السهل من اليسر عندنا كما عندنا في المام لا كأنت غض بصرك لأنه نادر أن تمر بين يديك ما ركاشف عن وجهه أليس كذلك لكن لما تكون في بلد النساء في الشوارع كيف تغض بصرك فأنتم بين خيارين قلت لهم إما أن تحجبوا نساكم أو يحجبوا رجالكم فقط أما الاختلاط وغض بصرك ما هو معقول ولا يمكن أبدا كيف تغض بصرك نعم الحجاب مضروب وقل ما تشاهد ما رأى غض بصرك لكن إذا كنت معها في كل مكان كيف تغض إما أننا نحجب النساء وهذا أرحم لأن رحمة الله اقتضته المرأة في بيتها قائمة بدولة تغسل تنظف تطبخ تعمل ربي عمل وأنت يا فحل تقضي ساعات المزرعة أو المتج أو المصنع وتعود أما أن تخرج المرأة وتخالط للأجانب الرجال وتقول غضوا أبصاركم كيف نغض بصاركم ما هو معقول إذا العين تكتسب بها ولا لا كيف بين نظر جارحة هذه وقد عرفتم أن مصيبة البصر أعظم النظر هذه تؤدي إلى الهاوية كم من نظر أنتجت مقتلة ودماتسين نعم كل الحوادث من مستصر بالشراء نعم إذن هذه الجارحة الثانية والثالثة اللسان ولهذا يقول المثل المصري لسانك حصانك إن صنت أصانك وإن خنت أخانك خل من هذ هاه هاه وذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كف عنك هذا وأخذ لسانه بيده كف عنك هذا فقال فقال الصاحب أَوَإِنَّا لَمُوَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِيَا رَسُولَ اللَّهِ قال ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ وَالْيَوْلَهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا فِيهَا مَنْ نَعِيمٍ مُقِيمٍ أو عذاب أليم فليقول خيرا إذا تكلم أو يسكر إن وجد كلمة خير تنفع ولا تضر تطعم ولا تجوع ترفع ولا تضع قالها وإن كانت تضر ولا تنفع ما قالها رابعا الأيد أيد السباع الأيد جارحة وإلى في ضرب بدون يد في سلب بدون يد في قتل بدون يد هذا كل حتى ويا في يدك المدفع ما هو بيدك الأيد جارحة من أعظم الجوارح فلا يحل لمومن أبدا أن يرفعها في غير حق فضرب المومن كسلب مالك قتله ذي محرمات وتتم باليد الجارحة الخامسة الخامسة الرجلاني الرجل كيف الرجل تشترح بها ماذا الذي يمشي إلى دور الخنى والباطل والشر يمشي برجله أو لا الذي يمشي إلى البدعة والخوافة ما يمشي برجله الذي يمشي إلى مجالس الغيبة والنميمة ما شاء برجله وهكذا الرجل جارحة يشترح بها الإنسان الذنب سادسا أرى البطن وهل البطن يكتسب به الإنسان السيئات شرب الحاشيشة والأفيون والكوكاين والدخان والشيشة هذه بماذا تتم بل بطن وإلى لا شرب الخمر أكل الخنزير أكل الحرام أكل ربا فالبطن وإلى لا إذن البطن جارحة وأية جارحة هذه قاتلة والسابعة والأخيرة الفرج ولهذا يقول أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع من حافظ بطنه وفرجه صن بطنك وفرجه من ضمن لي ما بين لحييه وهو الفام زيد وفاخده وورد أيذن البطن على كل البطن والفرج والفرج أعظمها لأن فاحشة الزنا ما فوق فاحشة إلا القتل والكفر فاحشة الزنا أما اللواط ما نقول عنه لما كيف يوجد اللواط في المسلمين فحول وعندنا مثل هذه الديار هذه الديار التي أهلها الله للنور والكمال وأوجد فيها بيته لماذا لم أوجد هذا البيت في المغرب وإلا في الهند أو في أوروبا اختار فقط هذه الديار هذه الديار ما عارف اللواط قرون إلى عهد خلافة عمر لما تولى عمر الخلافة رفعت قضية أن أعجميين في بلاد البحرين من العجم ارتكبوا هذه الجريمة عبد الملك بن مروان الخليفة يحلف على المنبر يقول والله لولا أن الله تعالى أخبر في كتابه عن فاحشة اللواط ما كان يخطو ببالنا أن الذكر ينزو على الذكر ويؤيد هذه أن هذه البلاد ما عربت بغلة فيها ولا بغل ما وجد البغال في هذه الديار لأن البغل يوجد من إنزاء الحمار على الفرس تعرفون هذا ولا لا كيف يوجد البغل ينزى الحمار المعوب بالداب على الفرس فتريد الفرس بغلا حيوان بين الحمار وبين الفرس هذه البلاد العرب من أولاد إسمعي ومن قبل ما يعرفون هذا كيف ينزون الحمار على الفرس وأول بغلة دخلت الحجاز بغلة أهداها المقوقس ملك مصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ماريا القبطية الدلدل عرفتم عرفتم وإذا لا الآن لو تعرفون ما يجري في أوروبا أندية خاصة باللغة فلهذا الفاحشة تترفع عن الحيوانات والله إن ذكران الحيوان ليترفعون عنها ولا يقبلون هل رأيتم جملا ينزو على جمل أو تيس على تيس فكيف بالإنسان إذن فاحشة الزناء هذه السابعة فمن حفظ جوار هارو والصعصم وثبت زكت نفسه وطابت وطهرت بأدنى من الصالحات ومن كان يخبث ويلوثها ولو يبيس مصليا ويظل صائما زنيا واحدة تمح ذلك كله وتغطيه لكن إذا هو تجنب السيئات حسبه أن يؤدي هذه الواجبات وبذلك تزك نفسه وتطيبه وتطهر بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته كيف حاطت به اليوم وغدا كما بيّنها الرسول نكتة إلى نكتة إلى نكتة تغطى القلب أصبح مظلما لا يعي ولا يفهم ولا يزمع هذا معنى من كسب من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك البعداء أصحاب النار هم فيها خالد أعرفتم من أصحاب النار الفيض وإلى السود من هم الذين أحاطت الخطايا بنفوسهم من أحاطها بنفوسهم لأنهم ما رجعوا ولا تابوا بل ولا سألوا ولا عرفوا ولا تعلموا ما هي السيئة وكيف تحدث أثر في النفس لأنهم جاهلا عاشوا في الغابات والبساتين والمصانع والمتاجر ما سألوا عن الله ولا عرفوا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كم سنة يرحمكم الله أبدا عالمان لا يفنياني عالم علوي دار السلام وعالم سفل النار وباقي العوالم كلها تتبخر ويبقى عالم الشقى وعالم السعادة وانتهت سنة الله في الخلق إن الصورة ما زالت كعهدنا بها صورة البقرة وإن الآيات المباركات التي ما زلنا نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا لاهتداب هديها والعمل بها إنه قريب مجيب سميع الدعاء قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القرب واليتام والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات اعلموا والعلم ينفع أن الإنس والجن هذان العالمان عالم الإنس وعالم الجن نسبتهم إلى الله أنه ربهم خالقهم مدبر حياتهم إذن فما هناك من يتعزز أو يترفع أو يتسامى بنسبة خاصة عنده إلى الله عز وجل كلكم لآدم وآدم من تغاضي إذن فالله عز وجل يدخل دار السلام الجن دار الأبرار من الإنس والجن من تهيأ لذلك وطلبوه وعملو على الحصول عليه سواء كانوا بيضا أو سودا عربا أو عجما أشرافا أو ضعا إنسا أو جن ويدخل عالم الشقاء النار دار البوار أعادنا الله وإياكم منها يدخل كذلك من الإنس والجن من تهيأ لها وعملوا لها واستعدوا لدخولها وها نحن مع أشرف الناس مع بني إسرائيل يقول تعالى لهم بعد ما أبطل دعاواهم ومزاعمهم وجهاداتهم فقال بلى ليس الأمر كما تزعمون أو تدعون أو تقولون أننا لا نعذب بالنار إلا أيام معدودة فالقضية أن من كسب سيئ وكلمة من من ألفاظ العموم موصول يدخل فيه الذكر والأنثى والعاب والعجم والشري من كسبا بنفسه سيئة كسبا علمتم بالأمس الكواسم والجوارح التي بها نكتسب ونشترح وهي السبع التي عارفت من كسب سيئة وقد عرفتم ما المراب من السيئة كل قول أو عمل أو اعتقاد يحدث السوء في النفس بالظلم والخبث والعفن والنت ذات هو السوء والواحد سيئة من كسب سيئة مع العلم أن يكون مريدا لا مكرها مختار لا مغالط من كسب سيئة بعمده وإرادته هذه السيئة التي تحدث له المساء في نفسه أما مع الإكرار فلا تحدث فلا تكون سيئة مع الإكرار إذن من كسب سيئة واحدة وتوالت السيئات واحدة بعد أخرى حتى أحاطت به وقد مثل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الإحاط عند قوله تعالى بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون إذ بيّن لنا أن العبد المكلف العاقل البالغ المريد المخطار إذا اكتسب سيئة وقعت نكتة سودة على قلبه فإن تاب مسحت صوكلت كما تسقل من الزجاجة وإن هو لم يتب وزاد سيء أخ وقعت إلى جنب الأولى والثالث والرابع والخامس حتى يغط القلب وذلك وران الذي قال الله تعالى فيه بلران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أن يكسبون بجوابهم بالسمع بالبصر باللسان بالياد بالرجل بالبطن بالفرج إذن هذا قضاء الله وحكمه لا تقول أنا ابن الأنبياء أنا حفيد أو سليل الأشراف كل هذا لا قيمة له إذ هذا كلام وجع الله تعالى ردا على مزاعم بني إسرائيل بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار أهلها الذين تصاحبهم ويصاحبون أبدا لا مفارقة هم فيها خالد وقد عرفتم أن كلمة النار صواتها موجودة النار التي نوقدها للطبخ وللاستدفاء موجودة آية من آيات لا الدال على النار التي عالم الشقاء ومن غفل أو ما استبين كيف هذا العالم الذي كله جحيم كله نار فليرفع رأسه إلى الشمس هذا الكوكب النهاري المضيء وليذكر ما قال أهل العلم أن كوكب الشمس أكبر من كوكب الأرض بمليون ونصف مليون مرة وكله نار ملتهبة ومن شدة حرارتها تصل إلينا بالصور التي تعذبون فلو جمعنا الإنس والجن وكنا نقدر على ذلك ووضعناهم في الشمس ما يسدون عشر ما في الشمس ويبقى ذلك العالم هذه الأرض ملأتنا وملأناها وحملتنا موزعين فيها لو بعث أجيالنا الذين ماتوا يقفون في الأرض إذا كانت الشمس لو جمعنا البشرية والجن ما سددنا زاوية من زواياها فهل بعد ذلك تسألني عن النار عن عالم آخر هذا العالم بكواكبي ونجومه وشمسه كله يتبخر ويصبح سديما وبخارا كما كان والجنة فوق وعالم الشقاء أسفل قولوا آمنا بالله بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئات والخطيئة والجمع خطيئات تنويع السيئة والخطيئة لما يخطئ تحدث المساء إذن فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فلم يبق ما يتعزز به المر من نسب أو شرف أو قوة مالية أو بدنية أو أولا ما هو إلا حكم الله النافذ ثم قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لهم ما الخبر أخبر عنهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أولئك الأشراف السامون الأعلون ما هم بهابطين كأصحاب ما أصحاب الجنة الذين لا يفارقون أبدا هم فيها خالدون والجنة والنار الرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا أيضا صورة لندرك حقيقة العالم الآخر يقول مثل الدنيا في الآخرة كمثال أن يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع كمية البلل التي عالقت بالأصبع من النيل أو الفرات أو المحيط ينسب ذلك البلل إلى البحر ما هي النسبة لا شيء لا شيء ويبين لنا حال الناس فيخبرنا أن آخر من يدخل الجنة يعطى مثل الدنيا مرتين وأن من يعطى مثل الدنيا عشر مرات من السابقين عشر كواكب ولا تقول كيف الآن المجرة تستطيع أن تعد حصبا أو حصى الأرض ولا تعد كواكب المجرة قولوا آمن آمن نحن الآن بمثابة الجنين في بطن أمه سواء بسواء ما ولدنا يوم ما نولد ونخج من بطون أمهاتنا يوم ما نولد من الأرض ونخج منها وتغمض العينان مات فلان ولد ينتقل العالم الآخر ليار العجب الآن الدنيا كرحم نحن فيها ما أين شيء ما ولدنا بعد فإذا مات أحدنا وكلنا يموت انتقل من هذا الرحم الضيق المنت إلى عالم لا حد له ولا نهاية واسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بين كتفي الكافر في النار كما بين مكة وقديد عرض الكافر في جهنم في عالم الشقاء المسمى بالنهر عرضه مياه كذا ثلاثين كيلو ويقول صلى الله عليه وسلم ظرص الكافر في النار كجبل أحد لما قرأنا البخار عرفنا كظرص كجبل أحد تعجبنا كيف هذه الشخصية إذا ذرص كجبل أحد ذاته لما قرأنا قوله صلى الله عليه وسلم ما بين كاتفي الكافر كما بين مكة وقديد عرفنا أن هذا الظرص يتلاءم مع هذه الشخصية وإن قلت وهذه النار كيف تبقي عليهم عرفت أن هذا الجسم تأكله النار تأكل الظهر كله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا عاكم يحترق والنابت ينبت تحت الاتبت وهذه أجسامنا على ضعفها الجلد الأول يحترق ينبت بعده جلد آخر لأن العذاب في ذلك الجلد إذن عرفتم هذا المصير وإلى لا أعيد حكم الله جل جلاله من كسب سيئة وأحاطت به خطيئات فأولئك أصحاب النار هم فيها خالد والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالد هل وراء الجنة والنار عالم آخر لا شيء انطوى الكون كله عالم الشقاء وعالم السعادة يا شيخ من رأى الجنة من رأى النار هذه أخبار غيب كيف كيف تطمئن قلوبنا وتسكن نفوسنا الجواب أخبار الرحمن بآلاف بمئات الآلاف الأخبار فصدق فيه كل خبار ولم يوجد خبار واحد أخبر الله به وما صح كذا وللا إذن وأخبر عن الجنة والنار هل يبقى للعاقل أن يقول كيف هذا أو هذا غير ممكن المخبر هو خالق الصدق أخبار بهذا والمخبرون أنه رسله الذين اصطفاهم وهم في أرحام أماتهم بل في أصلاب آبائهم وأجدادهم نطفطايا ليعدهم للإيحاء إليهم وإبلاقهم ما أراد ليبلغوا عنه هذا ووصل يكذبون إذا إذا كنا نكذب رسول ما بقي من يصدق في البشر انتهينا لكن إذا قال كالسوق الفلان فيك هذا ما تصدق ما ارتك كلمات صدق انته أصبح نشر الخلق لابد من الصدق والتصديق رسل ثلاثمائة وأربعة عشر ما منهم إلا ووصف دار السلام ودار البوار أبعد هذا يحدث الشك والارثيان وأعظم دليل هذا كتاب الله هذا الكتاب تحدى الله بالإنس والجن وما زال التحدي قائما إلى الآن أن يأتوا بمثله هل استطاعوا هل عقدوا مؤتمرات وألفوا جماعات الأدباء ليخرجوا على البشرية بكتاب يضاهون به كتاب الله والله ما وتحدى العاب بذات على أن يأتوا بصورة فقط طعطوا رؤوسه وانحنوا وما رفعوها إلى اليوم ألف وأبعميات سنوزي هذا وإن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله استعينوا بمن شئتم إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس الحجارة عجلوا قبل أن تلتهمكم ومع هذا عندنا الرائد الأعظم صلى الله عليه وسلم الرائد الذي ارتاد العالم الأعلى ومن بيت أم هاني بجوار المسجد الحرام إلى المسجد إلى زمزم حيث أجريت له عملية جراحية أول عملية جراحية للقلب تسمع بها الدنيا وشق صدره وغسل قلبه وحشي بالنور والإيمان والحكمة فتهيأ لأن يعيش في الملكوت الأعلى ساعات أو دقائق أو لحظات ثم عوج به ثم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقرأوا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ومن المسجد الحرام إلى الملكوت الأعلى والله لقد اخترق السبع السماوات سماء بعد سماء وانتهى إلى جنة المأوى وقعوا لذلك قول الله عز وجل يا أهل القرآن والنجم إذا هوى تعرفون اليمين والحليف وإلى لا أو كلكم بابر مثلي هذه صيغة يمين وإلى لا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى من صاحبنا رسول الله صلى الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق لعلى ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هذا جبريل فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ماء ولقد رآه نزلة أخرى مرة أخرى أين عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طرى لقد رآ من آيات ربي الكبرى طالع للسماوى للأ بالبراق وهل حدث أن التقى ببعض الأنبياء ورسل في السماوات نام وتحدث ما إذن فعاش تلك اللحظات في دار السلام ويذكر أنه رأى قصرا وفيه حورا عند بابه أو كذا فقال لمن هذا قال هذا قصر عمر رضي الله عنه هذه حورا فما كان منه إلا أن أغمض عينيه فلما قال لعمر ذلك قال إني ذكرت غيرتك يا عمر وأنتم أيها الفحول ما زالت غير وإن ماتت عندك الفحل ما يرضى أن ينظر فحل آقى في مرأته بعينيه ما يقبل هذا عمر عرف رسول الله صلى من نفسيته عرف غيرته وفحولته فاستح أن ينظر إلى تلك الحور في ذلك القصر احتراما لعمر لما يعرف من غيرته فقال عم عنك يا رسول الله أغار أغار عنك أعيد القول أيها الفحول زيد في طاقات غيرتكم ولا تجعلها غيرة النساء هذه غيرة غيرة الفحول لا ترضى أن يكشف الفحول عن امرأتك إلا في حال الضار المتأكد للإنقاذ أو التطبيب والعلاج أما أن تقدمها ويتمشي معك في الشارع هذه مدامي هذه مدامي معنى أصبحنا ناسا وتقول إيش فيه إذا رأى وجهها إيش فيه بمعنى لا شيء ما سقطت الكواكب ولا اتهمت النار ولا ولا فيه أعظم شيء أن الله أمرها أن تسطر محاسنها وتغطي وجهها وأنت تتحدى الله وتكش لا وجهها أي شيء والله طلب من أن تغض بصرها ومن كأن تغض أن تبصرك عن محارم رجال وتقول إيش فيه تبطي الشرع الله بكلمة إيش فيه الهاوية الباطلة إذا ذكرناكم زادكم الله فحولا إذا وقد مر بماذا بالكوثر وهل هناك حوض يسمى الكوثر إي والله أخبر عنه خالقه وقالوا إنا أعطيناك الكوثر عدد كيزانه عدد النجوم وقال هكذا جبريل في تربتي فأخرج تربة رائحة وأطيب والله من ريح المسك هذا الكوثر هذا الكوثر أعطاه الله للرسول صلى الله عليه وسلم وهل لنا أن نشرب منه إن شاء الله نشرب في حال نحن أشد فيها ضمأ وعطشا من حالة أن نكون في ذا والسلام في عاصات القيامة في ساحة فصل القضاء هناك حوض خاص بالنبي محمد ماء أشد بياضا من اللبن ماء أشد برود من الثلج من أين هذا الماء هذا من النهر الذي في الجنة فيه مرزابان يصبان في هذا الحول وقد بلغنا أن رجالا يريدون أن يقدموا على الحوض ليشربوا فتردهم الملائكة فيقول رسول أصحاب إخواني فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك قال فأقول سحقا 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 فيودون إلى العطش والضماء في ساحة فصل القدام يا معاشر المستمعين ومستمعات عما قريب تعيشون تكالأحداث إن الساعة آتية لارب فيها وأننا في آخر أيامها انتبئوا إذن والذين آمنوا ما معنى آمنوا يا شيخ بيننا آمنوا صدقوا تصديقا جازما خاليا من التردد خاليا من الشك بعيد عن الغيب بكل ما أخبر الله تعالى به وأخبر به رسوله صلى الله عليه هذا المؤمن إذا أخبر تعالى عن وجوده عن علمه عن قدرته عن حكمته عن رحمته لم تجد في نفسك إلا التصديق الجازم بما أخبر الله تعالى إذا أخبر رسوله وصح الخبر لأن الحديث فيه ما فيه تدخلت فيه الشياطين وقدموا أخه زادوا نقصوا ولكن الله حماه هيأ له إجالا في كل زمان ومكان ينفون عنه ما أرسق به المبطلون أما القرآن معصوم محبوظ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحاضرون إذا أخبر الله أو أخبر رسوله قل آمنت أنت المؤمن فإن ترددت قدمت رجل وأخرت أخرى تساءلت قلت كيف ما آمنت وقد جاء في القرآن الكريم بيان أركان الإيمان وجمعها رسول الله في حديث واحد ويجب على كل مؤمن ومؤمن أن يحفظه على ظهر قلب ولا يحل أبدا أن يعيش المؤمن خمسين سنة وولا يحفظ هذه الأركان تصدقون ريننا هذه الأركان جاءت مبينة في القرآن الكريم آية ليس البر أنت والوجوه جمعت حوالي خمس أركان ركن القضاء والقدار جاء في صورة القمر وحديث جبريل في صحيح مسلم ولنذكره ونتلذذ بذكره وليحفظه السامعون والذي ما حفظه الليلة يجري وراء الطلاب يقول لا والله لتعلمون للليلة هذا الحديث حتى لا يصبح إلا وقد حفظه جبريل عليه السلام لما أكثر الصحابة من سؤال الرسول وأتعبوه أرهقوه باشر إذن فماذا فعل الله عز وجل تأديبا لأوليائه ورحمة برسوله أنزل آية من صورة مجادلة يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقا ذلك خير لكم وأطهر تريد أن تخلو برسوله وتسأله كيف يفعل الرسول كل دقيقة في واحد أنا عندي كلمة إذن قال من أراد أن يخلو بالرسول ليكلمه بخاصة يدفع صدقا ويتفر فبهتم ونحن شحاح بالطفع إذن فتأخرنا ما أصبحنا نستطيع نسأل لأننا فقراء ما عندنا فرحمن الله تعالى بعد تأدي به لنا فقال فأشفقتم أن تقدموا بين يدنا جواكم صدقا فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فانسخ الله ذلك الحكم وعافوا لماذا ما كل من عنده سؤال يخلب الرسول كيف يعيش في مسألة مهمة كذا ممكن هذا في الخلوة وفي الأسئلة أيضا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسألكم ما كل من في قلبي شيء يسأل الرسول ما يطيق هذا إذن فلما أدبهم أصبحوا ما يسألون وكيف يفعلون فكانوا يفرحون بالبدوي إذا دخل يسأل فيستفيدون البدوي ما عنده علم ما تحظ ولا تأدب يسأل فلما يسأل يرتاحونهم يسمعون الهدى بناء على هذا شاء الرحمن جل جلاله أن يبعث بجبريل في صورة رجل في صورة رجل قال واصفه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ما في شيء ما لا يرى عليه أثأ الصفر لأن المسافة في تلك الأيام إذا جاء من الصفر كيف حاله الغبا ولا تسأل ولا يرى عليه أثر الصفر ولا يعفه من أحد حتى دخل المسجد ومشى في الحلقة وانتهى إلى رسول الله وعلمهم كيف يجلس طالب الإنم ما هو هكذا أو هكذا قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذه قواه كامل الباطن يجمع وأخذ يجعل والصحابة يسمعون فأول سؤال قال أخبرني عن الإيمان ما هو الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صادقت قال الصحاب عجبنا له يسأل ويصدقه إذن هو أعلم أو ماذا قال أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتوتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت ذي قواعد الإسلام وإلى كم قاعد خمس طواعد لو سقطت قاعدة يبقى السقف يسقط وإلى لا يسقط لا إسلام لمن سقطت قاعدة الإسلام منه ثم ثم قال أخبرني عن الساعة عن الإحسان قال الإحسان هو أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك يا من يسأل عن الإحسان الإحسان أن تعبد الله عندما تقوم تعبده بالطواف أو السعي بالوقوف في عافة بالاغتسال والوضوء بالصلاة بالصداقات عندما تباشر العبادة تفعلها وكأنك تنظ إلى الله فإن عجزت عن هذا المستوى وما وصلت إليه إلى انفدونك المستوى الثاني ولا عذر بعده وهو أن تعبد الله بتيك العبادة وأنت تعلم أن الله ينظر إليك من لم يعبد الله على حال من الحالين ما صحت عبادة ولا عبد الله أساء وأفسد وما أصلح ولا أحسن إذ لابد للعابد عند مباشرة العبادة أن يكون مع الله كأنه يراه فإن نزل عن هذا المستوى يشعر نفسه يعلم نفسه أن الله ينظر إليه ومن ثم لا يقدم ولا يؤخر لا يزيد لا ينقص لا يلتفت لا 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 حتى يكملها ولهذا هذا ركن الواحد بدونه تسقط تلك الدعائم ولو كان آل إحسان هو إتقان العمل وتجويده حتى يكون منتجا للطاقة النوانية مولدا للحسنات لأن العبادة من حيث هي عندما تقول سبحان الله إن كنت مومنا وعارفا وسبحت الله نزهت وقدسته وكأنك تنظر إليه أو أنت تعلم أنه يراك أنتجت هذه الكلمة مادة نورانية سماها الشارع الحسنة تعرفون الحسنات وإلى لا سماها الحسنة لأن النفس تحسن وتجمل بها ما تقبح وتتعفن كالسيئة فلذلك يا عباد الله كلنا في هذا الباب متخلف ما تقدمنا يجيب أن نعبد الله في حالة من حالتين إما وكأننا نراه فإن عجزنا عن هذا المستوى ما استطعنا فعلى الأقل نعبده ونحن موقنون أنه ينظر إلينا ومن ثم لا نزيد ولا ننقص ولا نخافت ولا نسارع ولا نفسد عبادة عننا فتنتج النورانية والطاقة المطلوبة عرفتم الإحسان عرفتم الإيمان آل الإسلام الإيمان عقيدة والإسلام عمل عمل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت الحرام مع القدر عليه والإحسان معنا الخياط الذي يخيط الثوب يجب أن يراقب الله وأن يحسن الخياطة وإلى غش الناس وقد وصلنا إلى مستوى أصبح الخياط يقول هذا خياطة السوق وهذا خياطة الذمة خياط خياط الثياب هذه خياطة سوق ثبهتم ليبيح في السوق يلبس الفحل ومثل لا تتمزق وهذه خياطة الذمة أسألكم بالله أي جوز هذا كيف لا لوم ولا عتاب ما عرفنا الله بعد ولا تعلمنا الهدى والطريق إليه مشغولون بدنيانا إذن قال أخبرني عن الساعة أتدون ما الساعة نهاية هذه الحياة أخبرني عن الساعة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل من المسؤول هو الرسول وإلى لا والسائل جبريل وإلى لا قال ما أنا بأعلم منك أبدا ما المسؤول بأعلم من السائل في هذه القضية وهل جبريل يعلم متى الساعة يعلم والله ما يعلم ثقولت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغطا العالم العلوي ما عرف وليس له أن يعرف لحكمة إلهية أخفاها عن عن الملائكة عن الإنس عن الجن إذن فقال أخبرني عن أماراتها أماراتها أو إماراتها العوام يقولون الأمارة فين الأمارة التي فيها الأمير يصحا تقول الأمارة أو الإمارة الإمارة من أمار يأمر أمرا فهو آمير والإمارة مكان الأمر والنائم والأمارات جمعوا أمارة بمعنى علامة والعامة يعرفون الأمارة والعلامة أمارة علامة كذا وكذا قال أخبرني عن أماراتها فقال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها والآن ما عندنا إيماء ولا أحرار اختلط أمنا أو عندنا الإيماء والعبيد يا ليتنا عبيدا لله صادقين في العبودية لأن الإيماء يوجدنا أيام الجهاد لما نحمل رأية لا الله ننشر الهداء من وقف في طريق النور وأراد الظلم للبشرية نصفعه أسراهم عبيد حتى يدخلوا في رحمة الله إذن قال أن تلد الأمة ربتها وهذا معناه يظهر الجهل ويعم الجهل وتصبح الأمة يتزوجها وهو لا يدري سيد وهو تلد وتصبح تلك المولودة تجدها تباع في السوق فتشتريها فتصبح ربك للجهل واختلاط الأمر ثم قال وأن ترى الحفات جمحا في ما في رجليه أعلان ولا حذاء الحفات العراء ما في إلا ستار تسمى إزار أو رداء يرتدي حفات عراء رعاء الشاء رعاة الغنم يتطاولون في البنيان صلوا على بلقاس وقع أو ما وقع يتطأ أيهم عمارة أطول بلغت فلان عمارة عشرين طابق ها ثلاثين عشرة خمسة عاجب لهذا رسول صح وللاء يتطأ وليس هذا في المملكة والحجاج في العالم بيسري رعاة البقر في أرب يتطاول لها رعاة الإبل في كناء لأن هذا حكم عام إذا قربت الساعة وإلى لا وترى الحفاة العرات العال أي الفقراء رعاء الشاء يتطاولون في البنيان أيهم يكون بنا أطول وأعلى والشاهد عندنا عرفتم الإيمان والإسلام والإحسان وإلى لا لو ترجع وأنت تفكر الليلة وإذا غابت عنك كلمة صلاة الصبح أيما مؤمن قل له من فضلك أنا نسيت كذا ذكرني بمجرد ما تعتزم هذه العزيمة وتطبق أنت تعلم أما أن نجلس ولا نحفظ ولا نعمل فما قيمة جلوسنا إذن أقول معاشر المستمعين والمستمعات يقول تعالى والذين آمنوا بما بما علمتم هذا الإيمان عرف المستمعون والمستمعات ما قررناه مئات المرات هذا الإيمان بمثابة الطاقة الدافع الدافع إذا نفدت الطاقة من السيارة تمشي ما تمشي البطارية مملوء بالطاقة إذا نفدت تشغل شيئا البطارية تصاب بماذا بالخرخش في الصدر صوتها صوت المريض الذي يموت فهذه الطاقة هي الإيمان إذا كانت صحيحا سليما وكانت قوية تدفع صاحبها إلى أن يقوم الليل كله إلى أن يعتزل النساء طول حياته إلى أن يرابط في الجهاد ما يخش طاقة قوية حملت بعضهم على أن يخرج من ماله والله لو لهذه الطاقة الإيمانية ما استطاها إنسان عرفتم هذه الطاقة إذا هي سلمت من الحيف الزيادة والنقص الخرافة وعرفت كما عرفك الله ثم قويتها زدتها دائما وأبدا تعفون بما تزيد هذه الطاقة شعرت بضعف في هذه الطاقة قوم صلي ركعتين زدتها أخرج من جيبك ريال ويالين تصدق بها زدت هذه الطاقة لما تشعر بفتور أو ضعف في طاقتك قوية بما تقوية بعمل صالح فلهذا قالت العلماء الإيمان يزيد بالطاعة ويرقص بالأسية يوالي معصية بعد معصية يخفت يخفت ذلك النور ينتهي فلهذا عارض القرآن معرضين نختم بهم الدرس شاهدوا بعضكم أتجدون أنفسكم أيها المؤمنون موجودين وإلى لا المعرض الأول من صورة الأنفال اسمع إنما المؤمنون بصدق وحق إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق إن شاء الله معهم ما رأيتمون ما رأيتم أنفسكم موجودين إن شاء الله موجودين وأنت يا سيدنا تابع المجلات الخلاعة وتبيع الصحف الباطلة من أجل الريال قلنا لك يا سيد ما تبيع هذا الباطل تقول مع الأسف الزبن ما يشترون أشياء أخرى لا بدنا بيح هذه هذا توكل على الله وعلى المجلة أين التوكل على الله وعلى ربهم يتوكلون إن الصورة ما زالت كعهدنا بها صورة البقرة وإن الآيات المباركات التي ما زلنا نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا لاهتدى بهديها والعمل بها إنه قريب مجيب سميع الدعاء قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والممنات قول ربنا جل ذكره من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هذا قضاء الله هذا حكم الله وقد عرفنا والحمد لله الآية التي تحمل هذا الحكم الإلهي وأصبح من الضروريات عندنا معشر أهل هذا الدرس وهو قول الله تعالى بعد ذلكم الإقسام العظيم قد أثلح من زكاها وقد خاب من دساها كن ابن من شئت فإن نسبتك إلى الآباء والأمات لا تغني عنك شيئا ما هو إلا أن تزكي نفسك فتنجو من خزي الدنيا وأعذاب الأغاق أو تدسيها فتذل وتهون وتخصر في الدنيا والآخر أعيد هذا الحكم وتأملوه وأعيدوه وتحدثوا به وبلغوه اليهود والنصار والمجوس والمشركين إذ الكل عبيد لله خلقهم ورزقهم وإليه مصيرهم أحب أمكبه تجاهلهم لا يجدي ولا ينفعهم مخلوقون مربوبون يجب أن يتعرفوا إلى خالقهم وربهم وهذا حكمه فيهم بعد أن أقسم تعالى بأعظم إقسام والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورا وتقوى تسع إيمان حتى أقسم بنفسه على ماذا أقسم على هذا الحكم الذي لا ينقض بحال من الحوال قد أفلح من زكاها أي نفسه طهرها وطيبها حتى تكون كأراحي أهل الملكوت العلاء صفاء وطغراء وقد خاب خسر من دستها وكأنكم تسمعون رسول الله وهو ينادي يا بني فلان يا بني فلان أنقذوا أنفسكم من النار حتى قال يا فاطمة إني لا أغني عنك من الله شيئا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دستها والآية بيلنا الآن بما تدس النفس فقال تعالى من كسب سيئا وأحاطت به خطيئاته تدست نفسه خبثت تلوثت فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إذن فالنفس تدس تخبث بالسيئات بالسيئات بتلك الأقوال والأعمال والاعتقادات التي حرمها الله وأودع فيها مادة الخبث ما إن عبد يفعلها إلا وتخبث نفسه خالق السم في العقب الأفعاء كذلك جاعل هذه التسيئة في الكربة يكذبها عبد الله وبما تزك النفس قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون فبين لنا بما تزك النفسه بالإيمان والعمل الصالح سبحان الله العظيم أبعد هذا نطلب مزيدا أيحلف الجبار على أن من زكى نفسه فاز زحزع عن النار وأدخل الجنة ومن دساها خاب خسر وبين لنا الفوز بقوله فمن زحزع عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وبين التسيئة أيضا ومعنى الخسران فقال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ألا ذلك هو الخسران المبين والآن معاشر المؤمنين كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته لأن الخطايا ما تأتي إلا بعد أن تكون خطيئة فلذا إذا اقترفت ذنبا عجل بالتوبة وإلا ستتوالى خطايا التوبة تجب على الفور بإجماع هذه الأمة لأنك إذا أذنبت وتساهلت سوف تتوالى الخطايا وتحط بنفسك وحينئذ فرغ منك لم ينفعك شيء وأحاطت به خطيئاته أولئك البعداء أصحاب النار هم فيها خالد أن عالم ما عالم هذا إليه إلا كقطرة ماء في المحيطات الخمس فقط اللسان يقول النار وقد رفعت رؤوسكم إلى كوكب الشمس المضيء الملتيب أكبر من الأرض بمليون نص مليون مرة لو كان هو النار لن تملأه البشرية ولو كانت مثل هذا خمسين مرة لكن هذا الكوكب سيحترق وينطفي النار وراء ذلك والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون آمنوا وعملوا الصالحات لولا الإيمان ما عمل عبد الله العمل الصالح افهموا إياك أن تتصور إيمان بدون عمل صالح أو تتصور عمل صالح بدون إيمان فإنك ما أصبت الحق كيف هذا إذا وجد الإيمان الحق المطلوب أنت تجري وتطلب أهل الأرض دلوني على عمل يحبه ربي دلوني على ما يكرهم ولا يعقل ما تستطيع أن تؤمن بالله ونقائه ولا تعمل ما يرضيه ولا تترك ما يسقطه مستحيل إذن فالإيمان بمثابة الروح إذا حيي العبد أمكنه أن يسمع ويبصر ويقول ويعمل لكن قبل الحياة كيف يعمل ما يستطيع فلا تتصورن وجود إيمان حق بدون عمل صالح إلا إذا آمن ومات نعم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم أدركه الموت ما اغتسل ولا صام هذا نعم أما تتصورن إنسانا أو جهنان يعيش مومن اليوم اليومين العام العوام ولا يطلب مرضاة ربه بالعمل الصالح وترك سخطه بالعمل الفاسد فوالله ما كان ولن يكون ومن عنده دليل يتفضل فكونك تجد عملا صالحا بدون إيمان ما تجد ما يمكن أن يكون العمل حقيقة صالحا ناتج عن غير إيمان بالله ولقائه فلهذا هم مقرونان في كل آيات القرآن إن الذين آمنوا وعاملوا الصالحات حتى إذا ذكر الصالحات أولا ياتي بالإيمان بعد ذلك ومن يعمل من الصالحات من ذكر أوثى وهو مؤمن أي والحال أنه مؤمن إذا هذه الآية الكريمة تكفينا وتكفي أهل الأرض كما قال الإمام الشافع رحمه الله في صورة والعصر قال لما أنزل الله تعالى إلا هذه الصورة لكفت لأن الله عز وجل أقسم بالعصر وله أن يحرب بما يشاء حلف على ماذا على أن هذا الإنسان المخلوق في خصر واستثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبع والآن مع هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى وهو يخاطب بني إسرائيل أو يخاطب نبيه أذكر لهم لهؤلاء المتعنتين الخصوم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل من الذي أخذ ميثاق بني إسرائيل الله ما هو الميثاق العهد المؤكد بالأيمان العهد المغرض المشدد الموثق بالأيمان والله لا أخلف وعدي معك أو لأفعلن ما قلت أو لأنهضنا بما كلفت أو لأنهضنا بما كلفت أو لأنهضنا بما كلفت أغض كعلاهم إذ أخذ الله ميثاق إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل من هم بني إسرائيل يا حمكم الله إنهم اليهود لما قيل فيهم بني إسرائيل لأن جدهم إسرائيل عبد الله عقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام هم بني إسرائيل ومن عجائب الحياة أن هذا النوع من البشر احتفظ بجنسيته لا يقبلون من يدخل في دينهم ولا يدعون الناس إلى دينهم ومن شك يسأل أبناءنا وإخواننا الآن خمسة وعبعين سنة مع اليهود بل من قبل هل حاولوا أن يدخلوا فلسطينيا في اليهودية أبدا ويعيشون في أوروبا في آسيا في إفريقيا ما يدعون أحدا لأن يدخل إلى دينهم ولا يقبلون من ينتسب إليهم إلا نادرا لأغراض سياسية ولا يقع هذا في مئة سنة واحد فلهذا يخاطبهم الله بهذا اللقب يا بني إسرائيل ما فيهم دخيل لما هذا لأنهم غشاهم علماء محبارهم ضللوهم بأنهم هم الشعب المختار عند الله أفضل المخلوقين من بني آدم هم بني إسرائيل هذا كان في يوم ما أيام الطهر والصفاء نام فضلهم الله على العالمين عباده لو أن يفضل من شاء فضلهم لما كان فيهم من أنواع الهداية الإلهية لما كان كل بيثه نبي نعم لكن لما انتكسوا وهبطوا وقتلوا الأنبياء وقتلوا العلماء وحرفوا دين الله لعنهم الله من هم المغضوب عليهم إنهم أهل يهود لأنهم عارفوا الحق وأعرضوا عنه وهم المغضوب عليهم في صورة الفاتحة غير المغضوب عليهم من هم أهل يهود لما غضب عليهم لأنهم حرفوا كلام الله وأفسدوا دين الله ونقضوا العهود مع الله فلعنهم الله وغضب عليهم ومن يسلك سلوكهم يحل محلهم إذ البشرية كلها جنس واحد كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمه ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى لما التقوى لأنها تزكية النفس وتطهيرها المتقي ذاك الذي يعمل بمزكيات نفسه ومطهراتها من الإيمان والعمل الصالح ويعيش يتهرب يتجنب من مدسيات النفس من الشرك والمعاصي فليكون هذا ما يكون هذا ولي الله هذا الذي ينزل الملكوت الأعلى سواء كان أبيض أو أسود وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ما مضمون هذا الميثاق ما هي بنوده ومواده من الجائز أن تكون الوصايا العشر تعرفون شيئا عن الوصايا العشر هذا يعتز بها اليهود اليوم ومنذ عهد موسى ولكن اعتزاز المسلمين اليوم ومنذ ألف سنة بالقرآن اعتزازا عظيما ولا عمل فاليهود إلى الآن واتصلوا بهم ودارسهم تجدهم معتزين اعتزاز بالوصايا العشر وصايا رب تعالى وأخذ عليهم فيها العهد والميثاق ونحن أعطانا الوصايا العشر وزادنا عشرات بالمئات فهل أخذنا بتلك الوصايا اسألوا المؤمنين هل عرفوها أين هذه الوصايا عشر وصايا تعدل وصايا بني إصائل وتفوق بحسب مستوانا وقوبنا من ربنا تسمعونها لتعرفوا هل أنتم نفذتم الوصايا ولا لا أو ما لكم حاجة امشي يا شيخ ما لنا حاجة أعوذ بالله كيف نأكل ونشرب نحيا إذن ونحن لا نعرف هل مرضي عننا ما مسقوط علينا نقرأ فقط من باب العرض عرض تلفاز شاهدوا أنفسكم هل طبقتم هذه الوصايا العشر أو باقية وصية ما كملناها ما كملناها الليلة نعزم ونصحع العزم على أن نطبقها إذ ليست وصايا من الصعوبة أنها مستحيلة لا أبدا ما كلفنا الله بما نعجز عنه جاءت هذه الوصايا العشر من صورة الأنعام تعرفون عن الأنعام وإلى ألي بالألبقى الغنم ذي الأنعام صورة سمى صورة الأنعام هذه الصورة لما نزلت جملة واحدة زفها سبعون ألف ملك نزلوا معها وكم صرقنا وصحنا عشرات السنين هذه الصورة يجب أن يفرض حفظها ودراستها في كل معهد في كل مدرسة في كلية في العالم الإسلامي ومع هذا أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم أنظر إلى أصابعي ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وأياهم ولا تقربوا الفواحيشا ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسنوا حتى يبلغ أشد وأوفوا الكيل والميزان بالقصة لا نكلف نفسا إلا وسعا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون لمن هذه الوصايا أليست للمؤمنين المسلمين كم وصي والشاهد عندنا ليس بنو إسرائيل وحدهم أخذت عليهم المواثيق والعهود نحن أكثر منهم تقدم لكم عرفتم أن من قال أشهد أن لا إله إلى الله وأشهد أن محمد أصلا قد أعطى العهد والميثاق لله أن ينهضى بكل تكليف وأن يطعك ويتجنب كل محرم ومنع عنه وإلا خان عهده ونقضه إذن وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل بنوده أولا لا تعبدون إلا الله أو البند هو ماذا أن لا يعبدوا إلا الله وهذا لازم أن يعبدوا الله أولا ثم لا يعبدون معه غيره ليس معناه لا تشرك فقط لا يقال لا تشرك إلا إذا كنت تعبد ومعنى هذا أعبد الله وحده وهو معنى لا إله إلا الله هذه المادة الأولى أو البند الأول في هذا الميثاق الإلهي الذي أعطاه بني إسرائيل على عهد موسى لا تعبدون إلا الله جملة خبرية ومعناها الإنشاء أي أعبد الله وحده يا شيخ كيف نعبد الله وحده الجواب اسأل أهل العلم بما يعبد الله وكيف يعبد لابد وأن تسأل كيف يعبد الله وكيف أعبده ومن لم يسأل لم يعرف ومن لم يعرف هل يقال في عبد الله كيف عبد الله لابد وأن يسأل أهل العلم والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فكل من لا يعلم يجب أن يسأل حتى يعلم وكل من سئل وهو يعلم عليه أن يعلم حتى يعلم الساء ما طلب ومن هنا المفروض أن أمة الإسلام وإن بلغت خمسمائة مليون ألف لا يوجد بينها رجل ولا مرأة جاهد صح هذا وإلا كذب هذا هو الواجب لا ينبغي أن يعيش من المسلمين رجل أو مرأة العام والعامين والعشر من السنين وهو لا يعرف كيف يعبد الله ولا بما يعبد الله لأنه مأمور من القائل فاسألوا الله وإلا نسأل من أهل الذكر ما هو الذكر والقرآن صاد والقرآن ذي الذكر إن كنتم لا تعلمون أما إذا كنت عالما ما تسأل تهيى فقط لأن تسأل فتعلم متى يفيق النائمون متى يصحو السكاء بحب المال والدنيا كيف متى يصبح العالم الإسلامي نساء ورجالا كلهم علماء يعني يعرفون ربهم معرف تصمع لهم حبه في قلوبهم فيحبون الله أكثر من أنفسهم وأموالهم وأهليهم وتصمع لهم خشيته في قلوبهم فيرهبونه ويرتعدون من ذكره ثم يطيعونه إذا أحل لنا الحلو نأكل بسم الله حرم الدخان والشيشة نحرم بسم الله أمرنا أن نلبس خاتم الفضة لبسنا نهانا عن خاتم الذب تركنا وهكذا فعل وترك والفعل مستطاع وفي قدرة الآدم إن خلا من علان وأمران ولا يكلف الله نفسا إلا وزعها ماذا نقول هل من عودة عائدون هل هناك طريق قريب يا أبنائي الطريق البعيد هو أحلام الغافلين من أمثالنا هذا يوم تكون الخلافة نعمل على إيجاد الخلافة الإسلامية متى توجد الخلافة وإذا وجد الخليفة المكفع تعرفتم نرميه بقواصم الظهر حتى ما يطع هذا واقعنا أنا قلت غير ما مرة لو أن عمر رضي الله عنه خرج في هذا المجتمع ما يستطيع فعل شيئا أبدا قلوب متفرقة أهواء ورغاء متنازعة شهوات عارمة كيف يجمعهم إذن أولا أن نؤمن أن نحقق إيماننا بالله ولقائه فإذا آمنا فحيينا حين إذن كلف يا عمر مر فإنك تطع أما ولا إيمان حق ولا ولا كيف يكلفنا إذن ما هو الطريق أيها المفكرون يا علماء الإسلام ما بحثوا عن طريق الخلاص والنجاة نكون منظمات جمعيات ما نفع ما الطريق عدنا من حيث بدأنا أن نسلك مسلك رسول الله صلى الله وسلم ماذا كان يفعل في مكة وهو محاصر وإخوانهم مضطهدون يعذبون أمامه منعوه من المسجد الحرام أين جمع المؤمنين في دار الأرقم ابن أبي الأرقم جمعهم في هذا الداء لأكل البقلاوة والحلاوة والرز واللحم ويللاء لا والله جمعهم ليعلمهم الكتاب والحكم ويزكيم يطهرهم من أدران الأوساق الشرك والمعاصي والذنوب وهاجر إلى المدينة النبوية هجر في السنة الثالثة في السنة الثالثة عشر من البعثة هاجر فنزل بديار عوف ابن مالك بقباء نازل هناك مع زميلي مع رفيقي مع خليلي وإن قال لو كنتم متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبابك خليلا ولكن حسبي خلة ربي نازل بديار ابن عوف ابن مالك ما مضى أسبوع إلى ثلاثة عشر يوما حتى بنى مسجد قباء يبنى المسجد في سبع أيام ثمانية ينام لما بنى هذا المسجد ليجمع المؤمنين والمؤمنات وهم أقليات من أجل أن يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم صح هذا كلام ولا لا والله لا صح إنزع من ذهنك يا غافل وخرج من دار ابن عوف ابن مالك في موكب النور وبطون وأفخاذ وقبائل الأنصار عندنا يا رسول الله هنا النزول هنا النزول انزل عندنا يقول اتركوا القصوى فإنها مأمورة يمسكون بخطام انزل لا لا اتركوها تمشي تمشي والناس وراءه وأمامه والدنيا كلها فرح ولم لا ورسول الله بينهم حتى وصلت في تيك الروض وبركت أرادوا أن يقيموها دعوها فإنها مأمورة قال هنا يبنى المسجد ودار أبي أيوب بينه وبين عشر أمتار أقل خمس أمتار أو ست ما أدركت مراء وبنى المسجد طلب عونا من من ربه والله كأنكم ترونه وهو يحمل الحجاء على كتفيه من هو هذا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقاول بتلك الكلمة اللهم لا عيش إلا عيش الآقرة فاغفر للأنصاب والمهاجراء والناس يقولون معه حتى يتشجع على البناء ومواصلة العمل اللهم لا عيش إلا عيش الآقرة فاغفر للأنصاب والمهاجراء وبنى المسجد أي مسجد هذا هو هذا الملاصق لحجراته بنى بعد ذلك الحجرات واشترى هذه الطوبة من يتام إلا أن أولياء اليتام قالوا لن نأخذ ثمنا نحن ندفع ثمنا لما بنى المسجد ها ما عرفنا ليجمع المؤمنين والمؤمنات ليعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وجمعهم وإلى لا وتعلموا وإلى لا والله ما اكتح لعين الوجود بخريجه مدرسة أو جامعة أو مزد كأصحاب رسول الله الواحد يزن الدنيا لعلي يواهم أعطيكم نماذج لتعرف أصحاب رسول الله كيفا كيف تخرجوا من المسجد لا أقل ولا أكثر لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي الخلافة أبو بكر وكان يسكن في العوالي فإذا به يسمع جاري تقول آه أبو بكر الآن ولي أم المسلمين من يحلب لنا كان وزيو وصله يحلب لأهل الحي أغنامهم فقال لا يا بنيتي ما زلت أحلب لكم انظر إذا تجدون في العالم هذا النوع من البشر فقط يعلق خيط عسكري يرتفع يصل إلى السماء ما يعرف شيء أما إذا حصل مليون ريال رأيتم هذا وإلا لا هذا سلمان الفارس سلمان من آل البيت هذا الذي تعرفون عن سلمان وإلا أبوه عليه لعائن الله كان هو الذي يوقد نار الشرك المسؤول عن تأجيج النار التي تعبد في بلاد فارس هو القيم على الإله وأنقذ الله هذا الولد وأنقذه بعدما تجرع الغصص وتذوق آلام الحياة وأتعابها ما وصل إلى المدينة حتى بيع مرتين عبدا أو ثلاثا ويتنقل من إقليم إلى إقليم يسأل عن الهدى ما أطمأنت نفسه إلى عبادة النار ويجد من رجال المسيحية بصراع قلا يرشدون أو إننا في انتظار نبي آخر الزمن صفوه لي أعطوني كذا حتى قالوا يخرج في قرية يوجد في قرية ذات نخيل وسبخة يقالوا لها يتعب فتنقل حتى وصل المدينة بعد عشرين سنة تعرفون سلمان وإلىنا هذا هو لما حكم عمى أو أبو بكا ولاه ولاية البصر أو الوالي العام ثبات والي عام جاءت قافلة جارية كبيرة من الشام دخلت البلاد فوضعوا أمتعتهم وأناخوا إيبلهم أو أربطوا بغالهم وحميرهم ما في سيارات ولا قطاعات في الدنيا إذن وأخذ جاء الخليفة سلمان مار ولابس شرط وفي يد عصا من هذا؟ هذا؟ ما عظوا؟ تعال تعال يا حمال ماذا تريدون؟ احمل معنا هذه الأمتعة إلى الفندق فوالله لقد حمل حقيبتين أو ثلاثة وحد على رأسه وأخر من هنا وأخر من هنا يمشي يمشي هذا الفندق فمر بهم بصري يا جماعة ويلكم هذا إمام المسلمين هذا ويلي المدينة الله قال نعم فأخذوا يا خليفة لوجه الله سامحنا قالوا اسكت والله أصل به الفندق أرأيتم خريجي المسجد النبوي وإلى لا وحسبنا هذا فإن أردنا أن نصلي السماء وننزل الملكوت الأعلى فهذا هو الطريق لا حزبية ولا تكتلات ولا تجمعات ولا أحلام ولا تكفير ولا أحلام ولا تكفير ولا عمل إلا أن نعرف ربنا المعرف الحق ونعرف كيف نعبده ونعرف كيف نعبده وبماذا نعبده والطريق العودة إلى بيوت الله لا كبر ولا غطراصة ولا مال ولا شرف نجتمع في بيت ربنا في الحي أو في القرية الغني كالفقير العالم كالجائل الظكر كالأنثى إلا أن النساء وراء ستارى والفحول ما مرنا وكل ليلة وطول العام ندرس ماذا تاريخ أفلاطون وسياسة نابليون ندرس ماذا قال الله قال رسوله بعد عام عامين فقط تتجلى أنوار تتحيى لها عقول البشر كيف استقامت هذه الأمة أين درست ماذا تعلمت هذا هو الطريق هل هناك طريقنا والله ما أرى والتجارب كافية دعونا وصحنا ستين سنة ما تحركنا ما زلنا في أماكن والآن معاشر المستمعين أنتم في مسجد يا رسول الله ولا لا في دار النبوة ولا لا هل تسمعون غير الحق والهدى والله ما كان ولن يكون وإن قلتم ها نحن مع الله يقول لهم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل أولا لا تعبدوا إلا الله ثلاثة أربع المسلمين يعبدون الأولياء هذا بالحلف بهم وهذا بالعكوف على قبورهم وهذا بالنذر لهم وهذا بالدعاء والاستغاثة وإن خف هذا نوعا ما لانتشار الدعوة ثلاثة أربع المسلمين لا يفكرون في لقاء ربهم ولا يسألون عن محابه ولا مصاقطه ولا ما هو المصري ولا المنتهى مشغولون بالطعام والشراب والنساء وهكذا كيف إذن نعود من جديد المسجد وكتاب المسجد وبيت المسلم هذه الحيلة التي يسرها الله وأعلنها للمسلمين قوابة العامين الآيان وما بلغنا أن قرية أو مدينة أو أهل إقليم في الشرق فالغربي عرفوا هذه الحقيقة واجتمعوا على هذا الكثير إلى الآن لعلي يواهم لعلي يغافل وقد يقول قال إيش هذا ماذا ينفع تعال أتحداك هيا نجمع أهل قاريا سنة بنسائهم ورجالهم يتعلمون الهداء ثم ننظر حالهم بعد العام كيف هو إن وجدت من يقول فلان زانا اذبحني أو فلان قتل فلان أو غش فلان أو خدع فلان أو سب أو شتم أنا أتكلم على علم الشاهد في نفسي عشت ستين سنة سبعين والله ما ضربت مومن ولا أخذت ريالي مومن ولا شتمت ولا سببت ليما هذا عرفت فقط وأمثالي بالملايين عرفوا فالذين ما عرفوا لا يمكن أن تعول عليهم أبدا في أن يستقيموا مستحيل العلم نور والعلم روح وحياة بدونه ما تأمن جاهلا أبدا ومن شك ينظر أحوال المسلمين حكام وزراء مسؤولين كل بولة فيها عشرات المسؤولين وزارة المال وزارة الصحة وزارة كذا وكذا وكذا وزارة التعليم أين آثار ذلك لأنهم ما هم بأهل ما هم بصراء ما هم واعون ما هم عارفون بالله ما يبكون من خشيته ما يبيتون يتململون ودموعهم تسيلوا يطلبون رضا الله كيف تعول عليهم كيف يستقيمون لا تعبدوا إلى الله وبالوالدين إحسانا الإحسان إلى الوالدين من سأل كيف أحسن إلى والدي ومن هم والدايا ذكران أو إناث أو أب وأم الوالدان الأم والأب الأم يقالها الوالد والوالدة أيضا يجوز كالحائض إذ ما فيه رجل حائض حائض حتى يقول مرة حائض حائض كذلك هل يوجد رجل يلد من بطنه ما يوجد إذن المرة قول فيها الوالد هذه الوالد بمعنى الوالدة ما هو الإحسان إلى الوالدين في أربع كلمات أو ثلاث أولا إيصال الخير إليهما تصل بالخير إليهما ما الخير الطعام الشراب الكساء السكناء المروحة كل خير تصل به إليهما ثانيا كف الأذى عنهما حتى ولو كان كلمة غض أف فلا تقل لهم أف منع الأذى تماما حتى كلمة تحدث المساء في نفوسهما لا تقال ثالثا ثالثا طاعتهما في المعروف إذا قالت أمك طلق هذه ما تصل عندنا طلقها لما أهل عرفتم أن إبراهيم عليه السلام قال لإسماعيل غير عتبة بابك فغير وإلى لا جاء إبراهيم من الشام من القدس يتعهد تركة ولده إسماعيل في الوادي الأمين وقد تزوج جرهمية إذ نزلت هذه القبيلة عندهم فجاء فسأل أين بعلوك أين زوجك قال الذهاب يطلب لنا رزق منين إيصيد يجيب غازال أرانب إذ ما عندهم إلا اللحم والماء فقط لا عنب ولا فاك ولا خبز وإلى الآن يقول أهل العلم يستطيع أهل مكة أن يعيش على اللحم والماء ولا يستطيع أي شعب أو بلد يعيش على هذا ما زمزم واللهم فقال كيف حالكم قالت إننا في بؤس إننا في شقا إننا في كذا قال لها إذا جاء زوجك اقرأه السلام وقول له يغير عتبة بابه جاء إسماعيل بعد يوم ويومين في الصحارة يحمل الغزلان والضباء السلام عليكم وعليكم السلام هل زارنا أحد في راسة تباشير النبوة قالت نعم ماذا قال قالت يقعك السلام ويقول كذا وكذا قال ذاك أبي وقد أمرني بفراقك التحق بأهلك طلقها وإلى غاب عام آخر وجاء السلام عليكم كيف الحال قالت إننا في خير إننا في نعمة في فضل الله في رحمة الله في بيت الله هذا خلاف الأولى الأولى خريجة جامعية تؤيد البظيفة والمال أي قال لها إذا جاء زوجك أقرئه السلام وقل له يثبت عتبة بابه يركز جاء إسماعيل وعليكم السلام زارنا أحد قالت نعم ماذا قال يقول كذا وكذا قال ذاك أبي وقد أماني بأن أثبتك في البيت لتنجب عدنان أبا سيد المصرين عرفتم من هذا أخذنا درس علمي ما تجدوا في جامعات الدنيا فنقول إذا كان أبوك صالحا وأمك صالحا وقال طلق هذه يجب أن تطلق لأنه معرف عنها ما تصلح لك ولا لأن تنجب لك الأولاد أما إذا كان الأبوان كما نحن عليه أهواء دنيا وشهوات وغيرها وحسد ما تطيعهم طلق ما أنطلق لما أطلق ومؤمنة تقية صالحة متحجبة لما أطلقها فإمتم هذه النقطة والخير من خمسين كيلو درام ذهب لمن يعلم ويعي ويحفظ إذن ما هو واجب الإحسان أولا إيصال الخير إليهما ثانيا كف الأذاء عنهما ثالثا طاعة في المعروف في المعروف وهو ما عرفه الشرع من عبادات وطاعات من خير وإحسان أما إن أمر بمنكة فلا طاع لمخلوق في معصية الخالف قالت أمك لا تصلي تطيعها قالت أمك لا بد وأنت شرب الحشيشة والله لا طاع لا إنما الطاع في المعروف والقرآن يصرح بهذا وصاحبهما في الدنيا معروف بل معروف رابعا صيلة من تربطهم بك رحم واحد الذين يرتبطون مع أمك أو بك برحم تصل الجميع خامسا أن تصل إلى من كان صديقا لأبيك أو أمك كانت لأمك صديقا وإلا أماتت أمك فزرتها فوجدتها ينبغي أن تحسن إليها وتكرمها لأنها صديقة أمك وجدت أن فلان كان صديق لأبيك رحمة الله عليه تحبه وتكرمه وتبجله وتعظمه لأنه كان صديقا لوالدك وانظر هذا المنظر عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما جاء من مكة كان حاجا لأنه كان عام يغزو عام يحج ثلاثين أو أربين سنة هو عائد نام وإذا ببدوي قال يا موم أعطني شيئا نظر إليه من أنت قال أنا ابن فلان صديق عمر فأعطاه عمام كان يربط بها رأسه في الليل وأعطاه حمار كان يروع عليه يركب الجمال ساعتين ثلاثة ويخفف عليه يركب حمار فأعطاه العمام والحمار فجاء نافع مولاه يا سيدي كيف تفعل هذا بدوي حفنة ما تكثيه أو قوص عيش كيف تعطي عمام قال يا هذا هذا والده كان صديق عمر هذا والده كان صديقا لعمر وفي الحديث من أبر البر أن يصل الرجل أهل ودئ به كل هذا لتتماسك الأسر والعائلات والسكان ويصبحون كجسم واحد إن الصورة ما زالت كعهدنا بها صورة البقرة وإن الآيات المباركات التي ما زلنا نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معاميها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا لاهتداب هديا والعمل بها إنه قريب مجيب سنيه الدعاء قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا نفاق بني إسرائيل لا تعبدون لا تعبدون إلا الله وبالوالدين يسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم عرضون وإذ أخذنا من ثاقكم لا تسفكون دياءكم ولا تخرجون أنفسكم دياءكم ثم أقرأتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم دياءهم تظاهرون عليهم بالإثم والعضوان وإن يأتوكم سارة فأدور وهو محرم عليكم إخراجون أفتؤمنون لبعض كتاب وتكفرون لبعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم قيامة والدونة إلى أشد العذاب إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآن المبارك الكريم معاشر المستمعين بالأمس عرفنا المثاق معه وهو العهد المؤكد باليمين من التوثيق الذي وربط والحزم بشدة والله والله عز وجل هو الذي يقول لهم أي لليهود الذين يمثلون بني إسرائيل يقول لهم اذكروا إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وهذا الميثاق له بنود تكلمنا بالأمس على بند واحد البند الأول البنود التي تضمنها الميثاق الأول أن لا يعبدوا إلا الله أولا يعبدون الله بما شرع أن يعبد به ثانيا أن لا يشركوا في عبادته غيره وهذا معنى لا إله إلا الله لو سئلت عن معنى لا إله إلا الله فإنك تقول لا يستحق العباد إلا الله وبحكم أنك شهدت أنه لا معبود بحق إلا الله وجب عليك أن تعبده وإلا شهادتك باضيا ثانيا أن لا تقير عبادة غيره وإلا ما معنى أنك تشهد على إن أنه لا يعبد إلى الله وتقير عبادة سواه هذه قضية مهمة يا ليس إخواننا يفهمونها أنت تقول أشهد أشهد أن لا إله إلا الله على أي شيء أقمت شهادتك قطعا تقول على علم أن لا أشهد أن إبراهيم ابن فلان أو أن خالدا ضرب فلان إلا إذا رأيت علمت فليخضعه شيء والشهاد شيء آخر أشهد على علم أنه لا يستحق العبادة إلى الله إذا حضرتك ما دمت تشهد على علم ينبغي أن تعبد الله فإن لم تعبد شهادتك باطن تكذب ثانيا أن تعبد وحده ولا تعبد معه سواه وإلا تناقضت من أول يوم قول أشهد والليلة غوف لان ثالثا لا نوقع عبادة غير الله لو نسأل عن عبادة اليهود النصار المجوس عبادة عيسى عبادة الملائكة عبادة الجن عبادة الكواكب نقول هذه عبادة باطلة ولا نوقع أبنا لأنهم عبدوا ما لا يستحق العبادة العبادة يستحق الخالق للعبد الرازق للعبد الكار والحافظ له إلى نهاية أجلي أم أم الذي ما خلق ولا رازق ولا حفظ كيف يعبد بأي منطق بأي حق إن هذا باطل إن أول بند من بنود هذا الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل وهم في جبل الطوع أو في غيره وهو ألا يعبدو إلى الله ثانيا وبالوالدين إحسان أي وأن يحسنوا بالوالدين إحسانا عاما للآباء والأمهات وقد عرفتم بالأمس أن الإحسان بالوالدين أن يصل بالخير إليهما لطيفا لما قال وبالوالدين إحسانا ما قال وإلى الوالدين إحسانا إلا ذي حرج وتصل به إلى الغاية قال بالبع وبالوالدين معنى هذا إذا احتاج الوالد بل ولو لم يحتاج ما طلع أمامه الكاس وتقول إشرب خذ الكاس بيدك وضحه في يده لا تعمل السجادة وتقول افتريش لا افريش أنت وقل لا اجلس لا ترك فالصلي قل اركب أنت تفتح الباب وتطر حتى يركب وهذا دل عليه هذا الحرف باء الإلصاق ما قالوا أحسنوا إلى الوالدين أحسنوا بالوالدين فالباب للصاق فليكن الخير الذي تقدم تنصقه بهم يا أبتي المشلح في المشجب البسوا نخيز ما يجب ائتي به وأنبسوا ياهو حتى تكون قد أحسنت به هل فهم الأبناء هذه وبالوالدين إحسانا وقد عرفتم أن الإحسان الوالدين يضع حول أربع مسائل الأولى أن تصل بالخير إليهما الطعام الشراب الكساء المركوب السكن الدواء تصل به إليه ما دام محتاجين إليك وأنت في غناء ثانيا أن تكف الأذى عنهما حتى ولو كانت كلمة نابئة أو صوت مرتبئة والله عز وجل لا يقول فلا تقل لهما أفه هذه الكلمة محرمة لا يحل للموم ولا موم أن يواجه به أحد أبويه فإنها من كبائل ذنوب وليكن صوتك مهم خبضاً دون صوتهما ومن كان غير مرب ولا مهيئ يترب من الآن ويخفض صوته عند أبويه وليكن صوته دون صوتهما واخفض واخفض لهما جناح الظل من رحمة وقد مثلت لكم افرض أنك طويل وأبوك دونك فالطول حاول إذا مشيت معه أن تتقاصر حتى لا تفوقه بالطول إذا مشيت معه لا تمشي أمامه امشي وراءه أو إلى جنبه وأنت متطام واخفض لهما جناح الظل من رحمة فكن لينا هشا جدا لا قسوة لا شد ولا غلاض ولا وإن ملين وتطام ثانيا ثالدا ثالدا ضاعته ما في المعروف إذا أمرك أبوك أن تقول أو تفعل أو تعتقد انظر إذا كان أمره من أمر الله ورسوله يجب أن تطيع ولا تتردد وإن كان أمره مناقضا لأمر الله ورسوله فأمر الله أولا أنت فوض عليك طاعة الوالدين نظرا إلى المعروف الذي قدماه لك والإحسان الذي بذلاه لك أمك حملتك تسعة أشهر وأنت من صلب أبيك من ماء فكيف إذا لا تشكو هذا النعيم ولكن شكر الله أولى لأنه خالقك وخالق أبويك وخالق الكون لك إنما الطاعة في المعروف وهذا الحكم يتناول أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتناول إمام المسلمين الكل لا طاعة إلا في المعروف ومن قال وكيف تقول والرسول صلى الله عليه وسلم فليسمى أقرأ عليه مادة في هذا كتاب الكريم إذ يقول تعالى للنساء في آية البيع الآية قبلها يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعناك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتن أولادهم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين عيدهن وأرجلين ولا يعصينك في مار صندوق كيف قيد العسيان بالمار معنى فرضا لو آمى الرسول بغير طاعة الله ما يطاع من باب الفرض فقط لتعليم الخلق وإلا حاش الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأموا بغير ما فيه عظى الله إنه إلا وحد المرحى فكل أقضيته وأحكامه وسننه كلها من الله عز وجل وهذا من باب ولا يعصينك في معوف أما إن أمرت بغير المعوف لا حق لك في الطاعة فكيف إذن بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أمرك أبوك بأن لا تصلي تطيعه تقول طاعة الوالد أمرك أن لا تشهد صلاة الجماعة لا طاعة أمرك الحاكم أن تشهد خمراً تطيعه أن تقتل عمراً تطيعه أن تسب رسول الله تطيعه الجواب لا إنما الطاعة في المعوف رابعاً رابعاً صيلة الرحم التي تربطك بهما هؤلاء كجدك كبير أخيك كالأقارب من الأقارب سواء كانوا من الأبنين أو من أباد ما دامت الرحم جمعت الكل فلابد من هذه الصيلة وأخيراً بر صديقهما إذا كان لأبيك صديق أو لأمك صديقا ينبغي أن تبر هذا الصديق أو هذه الصديقة ببر أبريك إن من أبري البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه وقد ذكرت لكم حادثة عبد الله بن عمر البارعة في طريقه إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة نزل منزلاً وإذا ببدري أعرابي يقف ويطلب من ابن عمر شيئاً مساعدة فيعطيه عمام ويعطيه حمار العمام يستعمل وفي الليل يشد بها رأسه لينام والحمار يروح به على نفسه لما يمل من وكوب الجمل يأكب الحمار ساعات لأنه مسافة عشر أيام في الطريق فلما أعطى رجل البدري الحمار والإمام سأله مولاه نافع كيف يا مولاي تعطي والبدري حفنة الطمرة كيف تعطيه هذه عمار التي تستعملها في ليلك وهذا الحمار الذي تهوح به على نفسك فقال له إن أباه صديق لعمر إن أبا هذا العربي صديق لعمر هذا بعد موت عمار وهكذا يوثق الإسلام الروابط بين الأسر بين الأصدقاء بين الجيران بين بين لتصبح أمة الإسلام أمة واحدة قوة واحدة وحق لها لأنها تحمل راية لا إله إلى الله محمد رسول الله التي يبغضها الأبيض الأسود والعربي والعجم فإذا لم تتماسك فإذا لم تقوى ما تستطيع حملها أبدا فلذلك اسمع كيف أمرنا الله بصيلة الأرحام واعبدوا الله ولا تشرقوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب برجم وابن السبيل وما ملك تيمانكم أعيد أن يفهم المستمعون أن هذه الأمة غالية عزيزة لأنها أسعد أهل الأرض وأطارهم لأنها مهيئة للسماء والنزول في الملكوت الأعلى لأنها عدو لكل كافر وكافر ومشرك ومشرك إذن وهي القائدة الرائدة السائدة لابد أن تكون جسما واحدة وإلا ما تقوى أبدا على أن تخوض هذه المعارك مع الإنس والجن فالجن فلهذا كل ما يدعو إلى الفوق حرام لو تتتبع المعاملات المحرمة من أولها إلى آخر في البيع في الإيجار في الشراء في كل المعاملات تجدها تدوء على شيء وهو أن لا يحصل أو يحدث خلل في قلوب المؤمنين أزيدكم تتبع المعاملات البيع الشراء الإيجار الكراء هذه المعاملات التي بين الناس كل معامل محرمة علة تحريمها أنها توجد ضاغين في قلوب المؤمنين وتوجد عداء وبغضاء بينهم وكل ما يسبب العداء والفوق حرام أهل فإنتم هذه وما أخذ على بني إسرائيل أخذ علينا نحن ومع عهود قال لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القرباء قرابة الإنسان معروف جمع قريب واليتام جمع يتيم اليتيم يجب أن يحسن له هذا أخذ به عهد على بني إسرائيل ونحن أيضا أخذ علينا ذلك آية النساء تلوناها الآن هذه لنا ليست لبني إسرائيل وَاعْبُدُوا وَاعْبُدُوا وَلَا تُسْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِلْوَئِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي القرباء وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذَلْقَوْبَا وَالْجَارِ بآية الحقوق العاشرة حتى الجار جاران ثلاثة جيران جار قريب وجار بعيد وجار قريب من جهة وقراب من جهة أخرى الجار اليهود أو النصراني يجب أن نحسن إليه ولا نسع وَبِذِي القرباء وَالْيَتَامَا وَالْيَتَامَا جَمْعُ يَتِينَ من هو اليتيم يا عباد الله من فقد أباه لا من فقد أمه الذي مات والد إذ هو العائل والمنفق والقيم أصبح هذا الغلام اليتيم لموت والدي ويستمع يتمو حتى يبلغ سن التكليم هذا اليتيم أن يجب أن يجد بين المواطنين مأمنا حيث لا يخاف أبدا ويجد بينهما رزقا حيث لا يجوع ولا يعرى ويجد بينهما مدرسة تربية حتى يتخرج ربانيا صالحا لا يهمر ويطرح في الشيارة ليعيش على الجهل آل يتيم وحسبنا أن يقول الرسول صلى الله وسلم أنا وكافر اليتيم كهاتين بالجنة أرأيتم كيف وأغرب ألا لا أنا وكافر اليتيم كهاتين مقترنان السبابة والإبام فليتيم يجب وقد فقد أباه ألا يفقد شيئا مما كان يغضقه عليه أبوه ويعطيه من ثابيته من الحفاظ عليه من إطعامه من كسوتي من من هذا شهم يتامه والحمد لله هذه البلاد وفق الله أهلها ما عرفنا هذا في أي بلد وهو دور يتاما المفروض أن يكون كل بلد فيها داعوا لليتاما الذين فقدوا الآباء فداعوا اليتاما بالمدينة يتخرج من مسؤولون يأخذ العلام إلى البعر ويجد من يربيه ويعلمه ويطعمه ويهيمه وحتى يبلغ سن رشدي وبعد ذلك يخرج يذهب حيث شاء فإن عجزني عن دور يتاما فعلى أقل كل مؤمن يرعى هذا الحق مع من يره يتيما في جواله أو في قريةه أو في حيه أما إضاعتهم أما أخذ حقوقهم إنهم يأخذون حقوقهم ويأكلون أموالهم ويلهونهم ويعبثون بهم فقط لأنه فاقد فاقد والديه أو فاقد به الشاهد عندنا هذا البند أيضا واليتاما والمساكين أخذ على بني إسرائيل الإحسان بالمساكين ما المسكين ما هو المسكين الذي أذلت الحاجة ومسكنته ما يجد غذاء ولا كساء ولا دواء فهذا ينبغي أن يحسن إليه فإن لم تجد ما تحسن بإليه فعلى الأقل ابتسم في وجهه ولا تافع صوتك عليه ولا تذه في مرة أنك متفوق عليه والقائد الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق من لم يجد ما يتصدق به الكلمة الطيبة صدق قال المسكين يا أبتاه أو يا أباه جائع أطعمه فإن لم تجد ما تطعمه فقل له كلمة طيبة ينشح لها صدره وتطمئه نفسه أما أن تدفعوا بقوة يلحبوا ما عندنا فهذا خطأ ونستغفر الله منه وننفعه لنا يجب أن لا يشعر المسكين في القرية أو الحي أو المدينة بأن فيه معظا أو أنه يهان أو لا يبال به يجب أن يحترم كما يحترم الأغنية هذه تعاليم الله لعباده فإنهم وفهوا بهذه العود كاملوا وسعدوا وإن أعرض أنا وأهملوا فحسبهم الذل والعاب الذي يلاقونه وقلوا للناس حسنا هذا بند آخر قولوا للناس الحسن لان قبح ناديت الشخص يا أبتاه إن كان أكبر منك يا أخاه يا أخاه إن كان مساويا لك يا ولدي أو يا بني إن كان أصغر منك أما يا أعمش يا أعرج يا طويل يا بدوي يا كذا هذا حرام لا يجوز لا يحل أبنك لا بد وأن تقول الحسن في القول والعمل لهذا المؤمن وكلمة الناس عامة تشمل حتى الكافة فهل إذا مر بك كافة وقال يا فلان ناوي النكاس وتقول يا ملعون لا أعطيك لا يجوز أبدا لأن الله قال وقولوا للناس حسن الكلمة الحسنة التي يظهر أطوا في وجه من تتكلم به أما الإساءة محرمة ومننا لا سب ولا شتم ولا تعيير ولا تقبيح ولا سخرية ولا لنز ولا همز كل هذا محرم عنا في كتاب الله وقرأوا آخر صورة الحجرات ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وأنتم تسمعون وتعرفون مجتمعاتنا ماذا يحدث فيها من السخي والاستيزاب الفقراء لا بالفقراء بالأغنية بالجهال والله بالعلماء ما سروا هذا بينوا لنا يا عباد الله من يقول الجهل والله ما علمناهم ما ربيناهم ما ضممناهم إلى حجور الصالحين فتخرجوا ضاعينتين لا أدب ولا خلق ولا معرف ولا ولا ما لا ترجو من شخص ما جلس طول حياته بين يدي مرب يربيه ليلة من الليالي ما هو تريد أن يكون عرفنا العنة هيا إذن من جديد نترب ما نستطيع لماذا ما تستطيع حمل فقيل ما تطيق لماذا ما تستطيع ما نستطيع عندنا أعمال وهذا عنده مصنع وهذا متجر وهذا مزرع كيف نعمل الجواب اعمل من صلاة الصبح صلي الصبح في بيت الرب واحمل فاسك أو مطرقتك أو نقودك وإلى السوق والمزرع وعمل إلى غروب الشمس ما يكفي هذا النار كامل مالت الشمس إلى الغروب غير ثيابك وتطهر في بيتك واصحب زوجتك وبناتك وأولادك إلى بيت الرب ويجلسوا ويجلس لكم رباني ذو علم وحكمة يعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم نيابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك كل ليلة طول العمر أسألكم بالله هل هذا فيه مشق وتكيف ما يطع قولوا لي اليهود النصاعر الملاحظ العالم بأسره إذا غابت الشمس تركوا العمل وإلى المقاهي والملاعب والمراقص والمقاصف وإلى لا دور السينما ونحن لسنا مثلهم الفوق بيننا وبينهم كالذي يريد أن يهضط إلى أسفل الأرض وآخر يريد أن يطلع إلى أعلى السماء هل يستوياني هذا الهبوط بسهولة لا يتكلف ولا يعد نفسه ولا أطلق نفسك يهضط إلى أعماق الأرض لكن تطلع كيف تشق الملكوت فرق كبير وإلى لا وفرق آخر المؤمنون أحياء والكافرون أموات فهل تكلف الميت أن يسمع ويفص ويعقل عنك ويعطي ويعقل ميت وأما المؤمن حي يسمع ويبسر ويأخذ ويعطي في وجود حياة فيه إذن ونعود لما الشيخ هذا يكرر هذه قضية مللناها سئمنا منها طول كل درس يهدواء هذا هو سؤالهم ما هو هذا أنا قلت لكم والله لا سبيل لإنقاذ هذه الأمة وقد غارقت لا سبيل لإنقاذها إلا العودة إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كلفنا تبني المدارس ما عند أموال تبني الكليات ما عند أموال توقف الفلاحة والتجارة ما تستطيع تجوع ما نقول هذا أبدا فقط من المغرب من العشاء نفزع إلى الله في بيته ما هو في بيته أنا وبيت أخيك قل ما يتسألنا ضايقتمونا بيت الرب جل جلاله وعظم سلطانه النساء والسطار والأولاد أمام دونهن والفحول أمام الكل وهم يتلقون الكتاب والحكمة قال الله قال رسوله لا مذهب أبدا ولا حزب ولا جماعة ولا وطنية ولا قال الله يا عبد قال رسوله يا مومن أسألكم بالله يا من فهمتم عني بعد عامين ثلاثة أربعة في القرية يبقى فيها جاهل وجاهلا والله ما كان أبدا وإن لم يكتبوا وإن لم يقعوا هذا العلم ما يتوقف على الكتاب والقراعة توقف على الفهم والعمل والتطبيق فإذا أصبح أهل القرية علماء تتصوّون يوجد في القرية من يزني ما يزني يوجد في القرية من يخون ويقش والله ما يوجد يوجد في القرية من يموت جوعا وهم شباء والله ما يكون من يمشي عاريا أو حافيا وهم منتعلون والله ما يكون ما يستطيعون أبدا وفوق ذلك هل يستطيعوا الإنس أو الجن أن يذلهم أو يقهرهم وهم أولياء الله والله ما يستطيعون أقسم بالله لأنهم أولياء الله وليست قضية باكة فقط إذا استووا على هذا المستوى من الفهم والدعاء والعلم هؤلاء يكون أقوى الناس طاقات بدنية أقوى الناس مال أقوى الناس عمل إذا عرفتم لمن أكبر هذا القول متى أن أسكت لما يبلغنا أن الإقليم الفلاني نهض علماؤهم وأخذ يجمعون النساء ورجال الأطفال في بيوت رب تعالى من المعب إلى العشاء الدكاكين مغلقة المقاهي مغلقة العمل وقف أين الأمة في بيت الرب ليلة قال الله والليلة الثانية قال رسول الله يحفظون الآية ويتغنون بها ويدخعونها في نفوسهم يحفظون الحديث ويتلذذون بكلام رسولهم ويفهمون معنتك الحكمة وتأخذ آفا وتتجلى في منطقهم في رباسهم في أكلهم في شربهم حتى يصبحوا آل أمة ولا كلفنا هذا الشيء ما نطلب نهل القرية يا آل واحد أبدا لا تخاف إذن لا تلوم الشيخ لما يعيد هذا القول ويكرعون نحن كمن ضاع الدابة طول أمو وينادي عنها ليحصل عليه يسكت إذن قال وقولوا للناس حسنا يا بني إسرائيل يا أبناء الأنبياء وأحفاد الموصلين قولوا للناس حسنا لا تسيئوا إلى البشر لا تقولوا البذى والمنطق السيء لا سخي ولا كذب ولا ولا ألسنا نحن وحق بها لنعم أمرنا كما أمروا وآية الحقوق العاشرة موجودة في النساء الرابعا وخامسا البند الخامس أظن وهو أقيموا الصلاة يا بني إسرائيل أقيموا الصلاة أخذ عليهم عهد من الله على عهد موسى بأن يقيموا الصلاة ما معنى يقيموا الصلاة يؤدونها أداءا حسنا صالحا حتى تنتج لهم الطاقة النورانية حتى تولد لهم في قلوبهم النور هذا النور إذا كثر يظهر على البصر على السمع على المنطق على اليد على الرجل يصبر عبد الله كالملك لا ينظو إلا حيث يأذن الله لو بالنظر لا يسمع إلا حيث يأذن الله بالسماع لا يأكل إلا حيث أذن الله بالأكل لا ينطق إلا إذا أذن الله تعالى له أن ينطق غشاه النور لأن أكبر مولد للنور والمعب عنه بالحسنات هو إقام الصلاة أكبر مولد لا الصيام ولا الحج ولا العمار إقام الصلاة وهنا نقول يا شيخ إخوانك في الشرق والغرب بعد أن استقلوا من سلطة الكفر وخرج المستعمرون من ديارهم فاستقلوا وكونوا الدولات الدولة الباكستانية الأفغانية الأندونسية العربية دول هل سألوا أهل العلم نحن الآن استقللنا على أي شيء نقيم هذه الدولة هذه الدولة لله أليست لله نعم نحن لله العبيد كيف نقيمها ابعثوا إلى العلماء اسألوهم عابا أو عجما يقول لهم العالم أنتم الآن استقللتم وأردتم أن تقيموا دولة إن الله عز وجل قد وضع لها أربع دعائم أربع ركائز أقيموا دولتكم على هذه الدعائم فإنها تقوى ويشتد أمرها وتصبح قادرة على إسعادكم وتطهيركم ونجاتكم أهل سألوا دلوني يا شيوخ دعني من الأحداث أبنائي الكبار ذو اللوحة اللوحة البيضة لما استقل إقليم فالشاق والغرب هل سأل كيف نقيم دولة الإسلام أسمى ولا أهد إذن فكوننا دولات منهى لا سعادة ولا طهر ولا صفاء ولا مودة ولا محبة ولا إيقاء كأننا ما ذوقنا طعم الإسلام ولا تحلينا بحلية الإيمان ما السبب وهل تذكرون دعائم الدولة الإسلامية كم آية في القرآن الكريم يا أهل الدرس ست آيات ومتين واربعين آية كل آية نور يضيء الظلام خذ آية واحدة من هذه تجد فيها دعائم الدولة الإسلامية جاء من صورة الحج بين الأنبياء والمؤمنون يا أيها الناس اتقوا ربكم هذه الصورة في وسطها جاء قول الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض استقلوا ولا لا حكموا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمعوا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور كم قاعدة هذه أقاموا الصلاة لأن إقام الصلاة هو الذي يطهر المجتمع هو الذي ينفي الخبت هو الذي يبعد المنكر هو الذي يشيع المعروف بين المواطنين أما وسيلة أخرى والله لا تجدي لو توزع المواطنين يوميا الأموال والله لم تزكي أموالا الطائرة ولن ينتهي الخبث والظلم والشاول فسعد ما هناك عامل إلا أن تقام الصلاة إذا أقيمت الصلاة في القرية في المدينة في الإقليم نصف الميزانية الذي كان معدل الأمني كله يستغنى عنه يا شيخ النصك فيه نعم والله لا أكثر من نصف ما نحتاج إلى قوة أمني أبدا كل مؤمن حامل الحماء وحافظ الفضيلة وذلك لأن الله المشرع الحكيم طابع الطباع وغارز الغرائز وخالق الأنفس هو الذي قال وأقيم الصلاة لما يا الله علل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والموقع وكم وكم كررنا هذا القول ونقول هيا بنا نمشي إلى المحافظ مدير الشرطة في أي بلد ونقول أعطينا قائمة بالمجرمين في هذا الأسبوع السارق والساب والشات أعطينا قائمة يعطينا قائمة أنا أقول أقسم بالله لن نجد بين هؤلاء المجرمين أو الظالمين نسبة خمسة في المئة من مقيم الصلاة وخمسة وتسعين من تارك الصلاة والمصلين وإن الآن الطالب ما تحداني واحد هذا الكلام قلناه في الشيط والغرب ما تحدى الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والموقع ونحن نشاهد المقيمين ذي الصلاة ما عصوا الله ولا فسر عنها من الله ولا آذوا ولا اعتدوا ولا زروا ونجد الأذى والاعتداء والعنترية والفساد كله من تارك الصلاة والمتهاونين ماذا تقولون يا أهل الإسلامين إما الصلاة تنهى عن فشاء المكاور لماذا لما يستقل الإقليم ما يقيمه على إقامة الصلاة أو إقامة الصلاة يعوق الأمة يعوقها من العمل الصلاة مقسمة تقسيما إلهيا أولا صلاة الصبح صلاة الصبح تعوق على العمل والله لا تنشط عليه والله لا تسائب عليه أقسم الله لأن الشعب الحي قبل الفجر هم في يقضى صلوا الصبح واندفعوا وراء أعمالهم يشتغلون ساعتين ثلاثة والكفاء نائمون يبتدون العمل الساعة الثامنة صلاة الظهر الساعة الثاني عشر وقف العمل أو يشتغلون من السادسة حتى الواحدة بشر هؤلاء الثاني عشر وقف العمل أو الحادي عشر صلاة الظهر أين تقع تقع في وقت وقت الغاحة يزدادون قوة صلاة العصر يمتحنهم الله بها يقف العمل الله أكبر وقف العمل وأقبل على الله واقفين بين يديه فهذه الطاقة تساوي الطاقة الذرة المغرب العشاء وقت الغاحة لا عمل المؤمنون في بيوت ربهم يصلنا المغرب العشاء فإقام الصلاة فقط يرفع من قيمة الشعب ويعلي مكانته ويحقق له الكمالات ونحن مع الأسف ما أجبرت دولة رعاية على إقام الصلاة جباية الزكاة من المواطنين ما استقلت دولة وأمرت بالزكاة أبرا بل عوضوا عن الزكاة الضراعي وأنتم تعرفون والفادح أحيانا تعجب للضريبة تجد نصف المال لما ما نطالب بالزكاة ليرضى الله أولا وفيها باكة أفضل من الضرائب مليون مع الله لأنها طاعة لله لا 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 ما فيه زكاة معناه ما تذكر الله ولا الإسلام هل وجد في أي بلد رجال تعدهم الحكومة ليأموا الناس بالمعوف إنه عن المنكة يمشون في الأسواق في المقاه لا أبدا إذن كيف حال دولاتنا الإسلامية والذي يؤسف لو ما أوجد الله هذه الدولة على يد عبد العزيز رحمه الله لكنا نعذى ما عرفنا والله ما استقل إقليم من أندونيس إلى مريطانيا إلا هو يعرف عن هذه البلاد وأن الصلاة فيها إجبارية والزكاة إلزامية والأمر بل ما عرفنا عن المنكة له رجال في القراء في المدن في كل مكان لماذا ما نعمل هكذا إذن معاشر المستمعين متى نعود إلى الله فيعود الله إلينا ما وجدنا حيلة إلا هذه هيا بنا إذا مالت الشمس للغرب نأتي إلى بيوت الله بنسائنا وأطفالنا نبكي بني أدل وسوف يوجد الله تعالى من يعلمنا الكتاب والحكمة وفي أي مكان إذا علم الله رغبتنا وراء صدقنا فسوف يهيل كل قرية من يعلمهم الكتاب والحكمة إذن هذه البنود منها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ثم قال تعالى ثم توليتم إلا قليلا بعد هذا الميثاق في هذه البنود العظيمة أراجعتم وراء إلا قليلا وهذا من من حكمة لا ما يطلق الحكم العام إذ يوجد من بني إسرائيل من استقاموا حتى لقوا الله لكن العبرة بالأكثرية أكثر رم ناقض هذه المواد ورمه وراضاري ومن ثم والله يصرط عليهم المحا ورزايا والبلايا أذلهم البابليون أذلهم الرومان فعلوا بهم حتى أصبحوا والعياذ بله أذل الخلق والمسلمون لما أعرضوا عن هذه العهود وتولوا كيف أصبحت عنهم ما استعمروا بلجيكا استعمرت فرنسا إيطاليا هولندا العجوز استعمرت مئة مليون مسلم ما الذي فعل بالمسلمين هذا أعرضوا عن هذه المواد عهود موافق تكبروا تجاهلوا أعرضوا عنها هكذا إلا القليل والقليل لا قيمة له لأن الفتنة إذا جاءت عمت والقليل يدخل الجنة بالبلاء الذي أصابه ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون كما هي حال الآن المسلمين إعراض ما في من يفكر أبدا أن نعود إلى الله وخاص المسؤولين في العالم الإسلامي أعطوا عرضهم تماما لا التفات إلى هذا الدين سبحان الله هذه الآيات تنزل في بني إسرائيل لتصبح في يوم الأيام كأنما نازلت في المسلمين وهذه هداية القرآن هذه الآيات في اليهود والقرآن ينزل وهم في المدينة تكشف الغطاء وتزيع السطاء وتريهم أسوء أحوالهم علهم يتوبون إلى الله ويرجعون نعم آمن منهم بعض وأسلم ودخلوا في رحمة الله لكن أكثريةهم أعرضت إعراض كامل وتمضي القرون وتصاب أمة الإسلام بما أصيب به أمة بني إسرائيل وتصبح الآيات منطبقة على المسلمين بالحاف الوعد نكلوها فقط من أجل أن نعرف أننا نحن الذين نقضنا هذه العهود ونكثناها إذن نعيد هذه البنود في الآية الكريمة وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل على آج لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القرباء واليتام والمساكين وقولوا للناس حسنا وأنقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا أرجعتم عن هذا النوع وهذه الهداية إلى الظلام والباطئ إلا قليلا منكم والحال أنكم معيظون لأن الذي تولى إذا كان قلبه ما زال حي ما زال يفك في العودة ما زال يفك في أن يتوب هذا فيه خير لكن إذا أعرض تماما معناه لا يعود إلى الحق والصواب أبدا قالوا لا كانت زروع وكانت نقيل وكانت وكانت جنات عن يمين وشمال لما شربوا الشيشة والحشيشة وغنوا إذا ابتلاهم الله يقال جربوع أو يربوع أو حيوان أخذ يأكل في الخشب من تحت الأرض حتى ثقب السد وتدمر فهاجروا تلك الأراضي والتحقوا بالشام وبتبوك وماكثوا هنا عدد منهم الأوسو الخزير جداموا في الشام نزلوا الشاهد عندنا القبيلتان أحيانا تقوم حرب بينهما أربعين سنة من يصلح لا أمم متعدة ولا أمم متبارقة والبلاد متباعدة أربعين سنة والنار مشتعلة بين قبيلتي من أصل واحد الأوسو الخزير ولهذا امتنى الله عليهم بقول وألف بين قلوبكم بعد ما كانوا متعادين متعاربين والشهاد عندنا اليهود لضعفهم وعجزهم وهم في وسط العرب إذن بن قينقاع حالفوا الأوس وبن قينقاع والناظير حالفوا أوسا وبن قويذ حالفوا الخزير ما معنى حالفهم دماؤنا واحدة أرواحنا واحدة إذا عد علينا عدو أنتم معنا ونحن معكم عرفتم لأحلاف وإننا هذا الحلف فلما تطور الحرب بين الأوس والخزرج يقاتل اليهود بعضهم بعضا أحلاف الخزرج يقاتلون أحلاف من الأوس الأوس فيتسبب ذلك على قتل اليهود لأخيه اليهود وإذا هاجموهم أخرجوهم من الحي واحتلوا ديارهم كذلك اليهود يحتل دار اليهود ويخرجهم بيته عرفتم واسمع كيف يوبخهم الرحمن وإذ أخرنا ميثاقكم أي بألا تسفكوا دماءكم ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم كيف يهود تخرجه من بيته وتسكن أنت فيه أين الرحمة وأين الأخوة وأنتم من أنتم أبناء الأنبياء أولاد إسرائيل وتخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرأتم وأنتم تشهدون هذا العهد وهذا الميثاق أخذ عليهم في جبل الطور وبعضه جاء في التوراث يا بني إسرائيل نأخذ عليكم عهدا وميثاقا أنه لا يقتل إسرائيل ينقى ولا يخرجه من داره أبدا وإذا أسر أخوه يجب أن يفاديه ولو بأن يبيع فراشه وكساءه سبحان الله الرحمن الرحيم هذه كرامة الله لأولئك الأنبياء والصارحين هؤلاء أحفادهم وأولادهم يعطف عليهم أكثر من عطف الأم على ولدها وما عرفوا هذا ثم أنتم هؤلاء وهم يسمعون على عهد النبوة والقرآن ينزل ثم أنتم هؤلاء الموجودون الآن الحاضرين بالمدينة ماذا تفعلون تقتلون أنفسكم وتخرجون وتخرجون تخرجون فريقا منكم من ديارهم كما هو الواقع ها أنتم الآن تقتلون أنفسكم اليهودي المناصر للأرس يقتل اليهودي المحالف للخزرش بمقتضاء بمقتضاء الاتفاقية وموجب الحلف وتخرجونهم من دياركم إذا انتصر الأرس على إقليم منطق على ساعة يطردونهم وينزلون في ديارهم اذهبوا إلى الصحة ثم أنتم هؤلاء هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان نعم ينتصرون عليهم بالإثم والعدوان الأرس والخزرش عندهم نبوة أو رسالة أو شريعة أو قانون قوانين بربرية وهكذا كلها باطل تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسانا تفادوهم إذا ما تفهمون هذا عندنا له بيانات اليهود يختطف يهود من فلسطين وإلا من فرنسا ويعرفون أن ما اختطفوا الفلسطين العرب يفادونه بعشرين عربي مرة بثلاثين مرة بمئتين واحد تسمعون بهذا ولا لا لو تطالبونهم بألف واحد لا بد ما يمكن أن يطرق اليهود يأسيرا لما طاع لله أمر الله بهذا وإن يأتوكم ساتفادوهم وهو محرم عليكم يخرجوهم هذا واقع القرآن وإلى لا الآن لو يختطف يهودي من ذوي المنصب أو من ذويك كذا ويطالب خاطفه بإطلاق خمسين أسير أميات سجين والله ادفضله خذوا إيمان وإلا كفر هذا إيمان آمنوا بالله أطاعوا في هذه القضية واسمعوا كيف يعيب عليهم كونهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض وإن يأتوكم ساتفادوهم بالملايين المفادات ما دائما بالأشخاص بالأموال لو يبيع قميصه ما يطلق اليهودي يأسير تحت مشرك أبدا لا حياة عندنا إذا سكتنا عن هذا هكذا كانوا وما زالوا ثم قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الله وابخهم وللا للاستفام للتقريع بالمقرع للتأنيب والتأديب والتوبيق أفتؤمنون ببعض الكتاب وتغفرون ببعض تبيحون قتله وإخراجه من داره لا بس وإذا أوسرت فآديه بأموالك ولو تجوعدها وكله هذا إيمان ببعض وكفر ببعض ولا لا وهي أن أطبق هذه على المسلمين كيف حالهم يؤمنون بماذا نسكت أحسن أن العورة واضحة ومكشوفة سبهتم نظر بمثل الصيام رمضان أهل الأمة صائمة وإن كان يا شيخ كانت تصوم الآن أكثر كثيرون من عدم الصيام ولكن مثال أهل القاوة صائمون إيمان بالله ولا يصلون يصلون تلك الصلاة ولا يزكون هذا إيمان ببعض وكفر ببعض ولا لا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خيزي في الدنيا الله أكبر الله أكبر عاش في هذا القرآن إلا خيزي أسألكم بالله هل هناك من أذل وأخذى من المسلمين لا إله إلا الله ما توعد بعذب الله ولا ولا لا إله خيزي هل هناك أذل من العاب المسلمين لا سيما أيام استعمار أذل المخلوقات وإلى الآن ما زال خيزي واضحا لا ينكر عاقل أبدا إلا خيزي في الحياة الدنيا سببه ماذا أن نعمل ببعض الشريعة ونترك بعضها كأننا أحرار أو نعترض على الله الذي يناسب هوانا وشهواتنا نفعله والذي يتعارض معها نتركه والله لو يسمع المؤمنون هذا وهم في مجلس كل ما كذا لتمرغ على الأرض لكن ألف سنة والقرآن يقرأ على الموت ويقرأ على العبرة هذا في اليهود المدرس لا يقول هذا هذا اليهود ولا يلفت النظر إلى أن هذا هو واقعنا نحن اليهود انتهوا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفون ببعض إلا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الدنيا وخزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب مؤمن لا إله إلا الله محمد أصول الله من أهل الجنة هذا كلام باطل 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 النسبة لا تغني شيئا وإن أردت أن تصدقني قف تبهت وقل إني شبعان مملوط البطن غني الفيال في جيبي وأنت ما عندك شيء ينفعك هذا الكلام ما ينفعك ويوم القيامة يردون من يردهم الله إلى أين إلى أشد العذاب وأقساه وأمره مع عذاب الخزي في الدنيا أو الفقر فيها سبحان الله العظيم هذه الآية لماذا تبلغ للعالم الإسلامي أين العالم الإسلامي ما الطريق إذن كيف نبلغها دلون يا حمكم الله هو أن نؤمن الإيمان الحق ونطلب الله ونجده في بيته ونأتي إليه بأطفالنا ونسائنا ورجالنا ونأكف في بيته وأكفنا إليه وأصواتنا تتضرع بين يديه وكل ليل وطول الحيات حتى ينقذنا وليس معنى هذا فقط نكتفي بالبكاء من أين تاتي الدموع إذا القلب قاسي لابد من تلقي الكتاب والحكمة كما نتلقى ها الآن الكتاب والحكمة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فتنم المعارف وتفيض أنوارها على القلوب وعلى الجوارع ونصبح حقا أحياء هذا هو الطريق أنا موق لو أن أهل إقليم التزموا لا نفارق بيت الله كل ليلة والله لا يأتين أمراءهم ومسؤولهم ويجلسون معهم لعل الأمير وإلا الكوميصا وإلا الضابط كما يقولون يلتفت ما يجد أحد أين ذهب الناس في بيت الله ليما من أجل الرحمة الإلهية ييأس هو يقول خليهم والله لا يأتين ويصبح يسبقهم ويعين له مكان يجسره فإذا ما نحن تعرفنا إلى الله فعرفنا وعرفناه واطرحنا بين يديه فعرفعنا فأصبحنا علماء ربانيين أولياء لو كادنا أهل الأرض ما استطعان يزلزل وأقدامنا يا شيخ كيف تقول هذا نقول غزا جعفا بن أبي طالب وعبد الله بن أواحى وزيد بن حارثا غزوا بلاد الروم استقبلهم وروموا بمئتي ألف مقاتل مئتين ألف وهم كم ثلاثة ألاف ما هي النسبة هذه ثلاثة يعتركون يقاتلون ثلاثمائة ألف أو مئتين ألف ومع هذا ونصارهم الله بل قال إمامنا الأعظم صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر خرج من المدينة باثنى عشر ألف بعد أن تجمع الروم وأوروبا بكامل يهتزحف ما إن وصل تبوك حتى أيث وصدرت القرارات الجمهورية والحاكمة لا فائدة من قتال محمد فتركه نهزم ويللاء وعاد بسلام مع رجاله إلى المدينة أزيد ويللاء المؤامر التي تمت منذ ثلاث سنوات لإطفاء نوع الله من صرفها الذي لا يقول الله كافر يخرج من المسجد من صرف تلك المهنة تلك المؤامر التي كانت من أجل إطفاء نوع الله لم يبقى من يرفع بلا إله من صرفها ومعنى هذا أيما مؤمنون صادقون يحتيمون بحمى الله ويقيمون دين الله ويعيشون على نور الله لو كادهم أهل الأرض يجمعون ما سططعوا يزلزلهم لكن إذا فسقنا عن أمره وخرجنا عن طاعته وعبثنا بشرحه نأخذ البعض ونهم من البعض هذا يصلي وهذا يغني لنتهيأ يصلط علينا أحقر الخلق وأذلهم يا شيخ هذا صحيح ولا لا أما صلط الله على ألف مليون مسلم اليهود ولا لا من هم اليهود كم عددهم قالوا خمس ملايين بنسائهم وأطفالهم ويجب خمس ملايين أذل العالم الإسلام بكامل منام هذا أو يا قراء قولوا آمنا بالله آمنا بالله آمنا بالله وآخر الخطاب وما الله بغافل عما تعملون معنى انتبهوا اسمعوا وما الله بغافل عما تعملون هيا نتحفر إذن نسطر أنفسنا أمام الله من كان يكذب لا كذب من كان يسرق لا سمق من كان يحسد لا يحسد من كان يؤخر الصلاة عن وقتها لا يؤخر من كان يرغب في كشف وجمعاته من الليلة لا يكشفها من كان يحتال ويغش في معاملة من الليلة لا غش والاحتيال من كان لا يذكر الله في كل أحاين من الآن لا ينسى الله وهكذا لأنه يراقبنا وما الله بغافل عما تعمل ومن أصيب بفقر أو ماض يفرح بذلك قول ربي هو الذي قهرني ويتلذذ بالجوع يتلذذ بالبرد لأنه يعيش مع الله والله لا يكونن في حال أطيب وأسلم وأسعد من حال الذي يتمرق في الذهب الحرير إذا اتصل بالله وعرف أن سيده هو الذي ابتله والله لا تكون حاله أسعد من أهل الدنيا إن الصورة ما زالت كعهدنا بها صورة البقر وإن الآيات المباركات التي ما زلنا نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا لاهتدى بهدها والعمل بها إنه قريب مجيب سميع الدعاء قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد جاءكم موس ولقد آتينا موسى الكتاب وقفنا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أذا كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة من هؤلاء من هؤلاء الذين أشير إليهم بلام البعد إذن في متاهات لا حد لها اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أي استبدلوا الآخرة بالدنيا وهم يؤمنون بالآخرة ويعرفون ما فيها وما يتم فيها للناس ومع هذا استبدلوا الآخرة بالدنيا لأن الدنيا عاجلة حاضرة بين أيديهم كل ما فيها يشاهدونه فأعمتهم عن الآخرة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فهل هناك في أذهاننا مما سبق حتى أشير إليهم بهذه الإشارة وهو عيب لهم سبق أن عرفنا أنهم كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض لم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض لأنهم إذا كانت الآياء تدعوهم إلى تحقيق رقائبهم الدنيوية أهلوا وسهلوا ورحبوا وقالوا كلام الله وحيوا الله تنزلوا الله ويعملون وإذا الآياء تريد أن تبعدهم عن شهواتهم وأطماعهم وأهوائهم وتحولوا بينهم وبين رغائبهم كفروا بها لم يعملوا بما فيها وهل لهذا مثل سبق لنانا أخذ عليهم في التوات وعلى لسان موسى عليه السلام أنهم لا يقتلوا بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم من داره وأعطوا على هذا العهد والميثاق وأعطوهم أيضا العهد والميثاق وإذا بهم تمضي الأيام والقرون ويقعون في هذه التثنة فتجد اليهودية يقتل اليهودين ويخرجه من داره ليسكنهم ما سبب هذا علمتم أنهم كانوا شبه لاجئين في هذه الديار نزحوا من بلاد الشام لما كان ينالهم من لغط هاد والتعذيب والتنكيل من أعدائهم المسيحيين الصليبيين لما؟ لأن الصليبيين يرون أن اليهود قتلوا إلههم والذي يقتل إلهك أو نبيك وأنت مومن به تفتع عينيك فيه تحب أن تراه تسمى كلامه؟ لا إذا وأنتم تعرفون أن النصاري يعتقدون إلى اليوم أن اليهود قتلوا السيد المسيح بل صلبوه أولا وقتلوا والله عز وجل أبطل هذه الفرية وقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم والقضية كما علمتم يا أهل العلم أنهم عزموا حقا على قتل إيسا وطوقوا منزله بالشرط والدرك ويجار الأمن ألي دولة الرومان؟ لا دولة اليهود وهذا لإصطخر رئيس الشعطاء لما أبى أن يفتع عيسى الباب دخل ما إن دخل حتى رفع الله تعالى عيسى إليه من روزنة المنزل والله العظيم وإلى السماء والملكوت العلى وانتظى رجال الشرطة خروج الرئيس أو ماذا فعل استفطأوا فدخلوا ما إن دخلوا حتى ألقى الله تعالى الشبه عليه الشبه على هذا رئيس الشرطة فما إن رأوا قالوا هذا عيسى والتفوا حفله وكبلوه بالحديد أو بالحبال وأخرجوه وصدر الحكم بصلبه وقتله وبالفعل صلبوه على شاب كانوا يعرفونها وقتلوا انظوا من السخف والجهل والعمى والضلال إله يقتل ما فائدة إله يقتله أعداءه كيف يرحم هذا كيف يدخل الجنة كيف ينصر كيف كيف وهم قد قتلوه وصلبه أرأيتم يا ليتا يا ليتا قصة من القصص بيننا يسمع هذا يتململ ويتغايض بعد هذا واقعك وإن قال لك ها أنت تعلق الصورة في عنقه صورة صليب لما يتبركون بها تذكيهم بعداوة اليهود هم الذين أصروا أبو عيسى وقتلوه وفي هذا الدرس أرانا الله تعالى آية أيام كنا في باب المجيد سمعنا في الإذاعات أن بولش الثامن رئيس الكنيسة العالمية أصدر بيانا قال فيه إن اليهود براء من دم السيد المسيح واهتز العالم غلط ألفين سنة إلا عشرين يأعم والنصارى يعتقدون أن اليهود قتلوا إلىه والآن يصد هذا البيان هذا مسحور بالمال بالسحر كيف يقول هذا رئيس الكنيسة في العالم وهللنا وكبرنا وقلنا الحمد لله هذا معتقدنا بهذا نزل كتاب الله إلينا إذ الله يقول وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم الحمد لله وأغمضوا عين أعينهم ودشطوا أصعهم فبمالك النعام وما زالوا يعتقدون أن اليهود هم الذين قتلوا السيد المسيح إذن هؤلاء اليهود لما نزلوا هذه الديار لعلتين واضحتين بيناهما كثيرا من يذكرهما الأولى ارطهاد الرومان لهم لأنهم قتلت إليهم والثانية انتظار النبوة التي بشرت بها الكتب الإلهية التراتب والإنجيل وهي أن نبيا قد أضل زمانه وأنه يخرج من جبال فان أي جبال مكة وأن مهاجره قرية ذات سبخ ونخيل تسمى يثرب فقالوا ننزح إلى هذه الديار انتظارا للنبي الجديد فنوم به ونلتف حوله ونسترد أمجادنا ونعيد مملكتنا عرضتم علتي دخولهم المدينة أو عندكم شك تستطيعون تحدثون بهذا أو ممكن هذه خرافة انتبهوا لن تسمع هنا سوى ما هو حق لا خرافة ولا ضلال ولا باطل إذن والآيات أمامنا غدا إن شاء الله تقرر هذه الحقيقة والشاهد عندنا لما تواجدوا هنا وبتيما وفدك نازلين لما كانوا بالمدينة وكانوا ثلاث طوايف أو قبائل بن النظير وبن قينقاع وبن قريضة وكانت الحرب تدور بين الأوس والخزرج حتى تدوم عشرات سنين وهاتان القبيلتان من من قح العرب نزحوا من اليمن بسبب خراب سد مأرب وشاع الفقر والضعف فنزحوا إلى الشام والشمال فكان بن النظير وبن قينقاع يحالفون الأوس وبن قريضة يحالفون الخزرج أو العكس فإذا اشتعلت نار الحرب الأحلاف يقاتلون مع أحلافهم ذي فطرة الناس لأنه أيضا يقاتلون معه فلما يتم القتال يقتل اليهود يهوديا وإذا هاجموهم فالقرية وأخرجوا من ديارهم اليهودي يخرج اليهودية أخرى من داره ثم لما تنتهي الحرب يفادون إخوانهم بالدنا والدرهم لا يحل لنا أن نترك إخواننا أسراء في أيدي العدو لا بد من الفدع فيفادونهم حتى بلباس نسائهم إيمانا بالله وطاع له الله فرض علينا هذا فانظر كيف يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض من جيه يقتلون إخوانهم ويخرجون من ديارهم ومن جيه أخرى لا بد من مفادات الأسرة وقد رأينا هذا في أيام هذه بأعيننا إذا الفلسطينيون اختطفوا يهوديا يفدونه بعشرين بمئة بستمئة عربي تعرفون هذا ولا لا إذا اختطف المسلمون يهوديا وأسروا ما يسمحون أن يطلق أسيرا يفادونه بالملايين إذا طالبتم المال ويفدونه بأسرى عندهم بالمئات إيمانا بالله يوم يؤمنون وبشوع الله الله فرض على بني إسرائيل أن يفادوا إخوانهم ما يسمحون أن يبقوا في يد العدو العام والعامين والسنين ولو نبي حلي نسانا كلها قل لهم هذا عجب هذا القرآن يخبر بهذا هل يختلف عما هو واقع والله ولا قيت شبا شبا أو قيت شعرا لأنه كلام رائع وحي الله فالنقر لهذا قول الله عز وجل ثم أنتم نعم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تشفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ديارهم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تغاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم سارة فادوهم وهو محرم عليكم إخراجون أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وفي الآخر ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وقلنا القرآن كتاب هدايا كتاب إن جاء من الغرق وإخراج من المحن والفتن كتاب الإسعاد والإكمال فهل المسلمون اليوم ما سلكوا هذا المسلك بل سلكوه وأعظم بإعليم أسرنا ما نفادين ما نستطع نعطي الفلوس أبدا واليهود يفادون أسرهم كيف حالنا معهم هم أشرف وإن لا لا أشرف لما يفادون أسرهم بالملايين ونحن نخليه في الأسر كيف نجمع المال وكيف نفادي ونعطي الأموال للعدو من أجل أن يطلق فلان وفلان خليهم أليس واقعا واقع ثانيا هل طبقنا شريعة الله كاملا نعم الصلاة لا بس صلوا لكن الزكاة ما فيه زكه مثلا الصيام صوم لا بس وكشف العوات والسوآت وتبرج النساء واختلاطهن برجال وانتشار الزنا لا بس هذا في مضايقة على الشعب خليهم وتتبعوا والله العظيم لتجدون أن أكثر المسلمين هذا صنيعهم كأنهم يؤمنون ببعض الآيات ويكفرون بالبعض يلامون أو لا يلامون وإلا هم أشرف سادة الدنيا ما يلامون اليهود هم الذين يلامون اليهود هم أبناء الأنبياء أليس بني إسرائيل عليه ألف سلام ومع هذا وبخهم الله وقبح سلوكهم عيرهم انتقدهم توعدهم لعانهم ونحن لا مسلم يكفي وهل أصاب المسلمين ذل وخزي في الدنيا وإلى لا آه أصابهم وإلى لا آية من آيات الله من عجب أن صلط عليهم حفن من اليهود لا يساوون واحد ونصف المئة من المسلمين خمس ملايين أذل الله بهم ألف مليون من ينظر بعيني العلم البصير يشاهد أليس المسلمون ألف مليون من أندونيسيا إلى مريطانيا واليهود كم كم خمس ملايين أذل الله ليس ليهودهم الذين أذلونا لا والله ما هم ومن هم ولكن الله قواهم وصلطهم وخذلنا وأنزلنا في الحضيظة لتتجلى هذه الآية في الكونيه لأننا نؤمن ببعض ونكفر ببعض ما يلائم الطبعة والفطرة والحضارة والمدنية والسيوراء ربا هذا هو الدين تكلم ورفع صوتك وما عاكس ذلك وقال لا 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 ما نعود إلى التخلف الوراء ورجعية وواواء الزمان تقدم العلم تطور تسمعون هذه اللغة بربرية والله العظيم لهذه حال المسلمين والمؤمنون الصادقون يتململون يبكون يغفعون أكفهم إلى الله أن يجيوهم من خزي وعذابه ولكن إذا حلت النقمة تحل بالجميع والمؤمنون يثابون على ابتلائهم ومحنتهم فالله لا يضيع أجو من أحسن أمل لكن العموم لا بد الآن عرفتم هداية القرآن وإلا لا لا تفهم فقط هذا من شأن اليهود هذه حال اليهود يؤمنون ببعض الكتاب ويكفون ببعض فجزاهم الله بالذل والعاري والخزي وعذاب الآخرة ونحن هذا نزل في اليهود نزل فيهم نزل علينا لا عليهم على نبينا هذا الكتاب وهو كتاب الله إلينا في هدى وموعظ للمتقين والله عاش إخواننا أمتنا أربع خمس قرون المفسرون فقط يقول هذا نزل في اليهود هذا في أهل الكتاب ونحن ما نزل فينا نحن نزل علينا موفينا من أجل إكمالنا وإسعادنا من أجل هدايتنا من أجل ترقيتنا والصفائنا لأنه فقط يلوم اليهود ويعتم عليهم حفن من اليهود هذا كتاب البشرية جمعا والإنسان يكريا الحمد لله زاد ذلك الظلام والجهل وأصبح نفسر كلام الله على مراد الله نعم هذه وإلى لا الحمد لله إذن ولهذا قال تعالى الطابع الأخير أولئك البعداء الذين اشتروا الظلالة بالهداء اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخطر العذاب في الدنيا والآخرة ولا هم ينصرون لا في الدنيا ولا في الآخرة قد يقول الآل القائل هذه الآية في الآخرة نعم في الآخرة وفي الدنيا هذا الأسلوب الحكيم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أعطوا الآخرة بما فيها من نعيم مقيم وأخذوا الدنيا هل لهذا أمثيل عندنا كم من إنسان يتخبط في الربا في الزنا في القمار في الجرائم ناس الآخرة يتلذت في الدنيا فقط يلبس الحريب يتختم بالذهب ناس الآخرة الدنيا أما يقالوا فيه اشترى الحياة الدنيا بالآخرة وإلى ما معنى استبدال الدنيا بالآخرة خليني يا فلان الدنيا ماذا خلنا خلنا تنأم أيام فقط ننتهي كن واشرب وغني وفرفش هو وزوج وأولاد وعيضا يبيتون على الخمر هذا هو اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب يوم قيامة ولا هم ينصرون يوم قيامة والدنيا أيضا وإن قلت هم انتصروا انتصروا اليهود على من على ايطاليا على اليونان على سويسا انتصروا على من على المسلمين كيف ينتصروا المسلمين لأن الله آهد أن يوي عباده آية من آياته لو انتصر اليهود على ايطاليا معقول كذا ولنا أما ينتصرون على آلف مليون مسلم أيعقل هذا هم الذين انتصروا بل الله تعالى هو الذي نصر ليعينا آياته فينا علنا نفيق ونرجع ما زلنا سكرا لا إفاق كم دعون إلى اجتماع يعقده عوص الحاكم العالم الإسلامي فغوض ويتعاهدون ويبايعون خليفة لهم ويطبقون شرع الله وقد يقولون كيف هذا ما نعرف قلنا لهم هذه الدولة بناها الله وجاء بعبد العزيز وطبق شريعة الله وسادها الأمن وسادها الطهر والصفاء وكتاب موجود السن قائمة خذوا وتفضلوا وقد قلت غير ما مرة لموجدتها للدولة في عالم مظلم لتكون حجة الله على المسلمين لا أيضا يقول قائل كيف نعمل كيف نطبق الشريعة هذه مضى عليها الظهر والأحاديث موضوع وكذا وكذا دعونا من هذا خذ القانون الذي يتلأ مع المجتمع قانون فرنسا وإلى إيطاليا كيف نعرف نحن أراهم الله هذه الدولة أهل البادية والإبل والغنم يعيشون في أمن وطهر وصفاء لم ترى الدنيا مثله إلا أيام القرون الذهبية لا هيدوجين ولا ذر ولا ملايين الجيوش ولا 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 بدأت هذه الدولة بحفنة الشعير ورأس المعز لا بيتول ولا ذهب ولا فضة أليس كذلك وكانت البلاد فوضى النام اشتعل الجرائم القتل الشرك الباطل العجب في سنيات معدودة أصبح الرجل يمشي من أقصى الجزيرة إلى أقصى لا يخاف إلا الله عشر سنوات عشرين يقام حد على زنا نادر جدا كيف تحقق هذا بالسحر بالقوة والمدافع والله ما تحقق إلا بفضل الله تطبيق شرع الله الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا أقاموا الحفلات والزغاريد وشربوا الخمور والرقص حفلات الاستقلال عيد الاستقلال تعرفون عياد الاستقلال وإلا لا كم يشرف فيها من برمي الخمر كم وكم 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 تترك فيها الصلاة وكم هذا عيد الاستقلال ما قرأوا هذه الآية والله سمعناهم هو الآن أكثر من خمسة وابعين عام وجواسيسهم وعيونهم ومسؤولهم يسمعون هذا ويعرفون ونحن نصرخ استقل هذا الاقليم من الاستعمال البريطاني يجب أن يقيم دولة قرآنية أهله مسلمون كيف نقيم الدولة يا تعال ايه يا واحد اسمع الله يقول الذين إن مكنوا في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن الموتر فقط استقل الاقليم اسمعوا أيها المواطنون خلقنا لنعبد الله هذا سير حياتنا إذن من اليوم لو يشاد أحد يترك الصلاة يعاقب بالموت لا فرق بين عسكري ومدني وغني وفقير لا بد وأن نشهد الصلاة في بيوت الله ولا يتخلف عنها يتخلف عنها إلا مريض أو ذو عدر وتقام الصلاة والله لو قيمت الصلاة في أقطارنا التي استقلت أربعين يوم فقط لتجلت الأنواع والطهارة الأمر الذي عجب لكن أماتها لا صلى لعل الشيخ وهم من يقوم ويقول نعم قد أقمنا الصلاة في ذياننا بمجرد أن استولينا على الحكم وأصبحنا حاكمين قولوا لا أحد آه ماذا تقول أنت يا هؤلاء يا أهل لا إله إلا الله إن الله تعالى يقول الذين إن مكناهم ما نمكنناهم حكمناهم أصبحوا متمكنين من حكم البلاد أليس كذلك ماذا فعلوا أقاموا الصلاة كيف يقيمونها لا يتخلف عنها عاقل بلغ سن الرجل رجلا مرأة كيف ما كان أما كررنا هذه الكلمة في القرى الضائعة كان إمام المسجد هنا كل صباح يقرأ قائمة أهل الحي أو القرية من حضر ومن لم يعظر وتعالى معنا أدخل إلى الثكنة العسكرية أشاهد تقام الصلاة فيها وإلى الآن إلى الآن وادخل إلى الثكنات في العالم الإسلامي خمسمائة يصلون وخمسون ألف لا يصلون ولا يقول جنرال ولا قائد لما ما صلفوا لنا أبدا وجوبيات الزكاة لو يحدثكم الشيوخ الكبار من أين الزكاة صار التمر والشعيع وراس الغنم في أموال عند هذا الشاب مقطوعا للدنيا تماما من أين ومع هذا جوبيات الزكاة إيمانا بالله وطاعة لله ورسوله وبارك الله في ذلك الصاع وذلك الجديد ودولنا الأخرى لا زكاة ولكن الزرائب الزرائب أثقل كواهل المواطنين بالضريبة والزكاة لا لأنها تذكر بالله تفهم أن هناك دينا وشعر ألا وهو الإسلام يجب أن يطبق ويعمل به من أجل إكمال الشعبي وإسعاده لا أرى الأمر بالمعروف هل هناك أفراد تسند لهم هذه المهمة يا فلن أنت في قريتك إذا شهد من يتخلف عن الصلاة من يغني من يعبث عبث من يقول كذا استدعيه إلى المكتب ويؤدب ولا شيء من شاء أن يفسق عالن يفشع كما يحب خليه مواطن الدولة ما منعت هذا معشر المستمعين نبكي وإلا نفرح ونضحك نبكي أزيدكم وإلا لا وهناك أصابعهم في هذه البلاد تعمل ليلة نهارا أن ينتهي الأمر بل ما عوفنا عن الملكة ووالله لو لأن الحكام أولاد عبد العزيز وفيهم هذه البقية من الخير لنت هذا من عشرين سنة ويعملون على ماذا على ترك الصلاة لما هذا النداء لما تغلق أبواب المتاجر لما لما يعملون الليلة ونهار عرفتم والله العظيم فلهذا نسأل الله أن يبقي هذه البقية أولاد عبد العزيز بركة الآباء في الأبناء لو يحدث ما يحدث لا رأيتم ماذا يفعل الماسوني يغنون في الشوارع والنساء يخزن كاشفات عاريات إذن نبكي وإذا نسكت ماذا نعمل مع قول يا ربنا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض نقول إيه يا ربي هذا توبيق وتقرية فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشترعوا الحياة الدنيا بالآقرة فلا يخفروا عنهم العذاب ولا هم ينصرون ثم قال تعالى ولقد آتنا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسل وآتنا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح قدس ما هذا الخبر من المخبر الله ماذا يقول تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب موسى بن عمران موسى الكليم موسى رسول الله عليه السلام آتيناه ماذا الكتاب الفخم الكتاب الجليل الكتاب العظيم لأن أل هنا تدل على هذا المعنى آلا وهو التورا واترات مشتق من النور من وار الزند إذا أوقض النار وأشعلها كتاب النوران إن أنزله الله للهداية وإلى لا لتبديل الظلام وإلى لا هو النور وآتيناه الكتاب وقفينا من بعده برسول كم كم رسول واحد بعد واحد من أخوض من القفاء ما يذهب هذا إلا ويأتي بعده الثاني يأتي بعد الثاني الثالث وهكذا سلسلة من الأنبياء والرسول من أجل ماذا حتى يغني الشعب ويأكل البقناة والبطاطس لهذا بعد هذا الرسول من أجل تطهير النفوس تزكية الأراح اعداد الأمة إلى السمو الكمال حتى لا يرى منظر سوء ولا تشاهد حادثة مؤلمة فلا خيانة لا ترصص لا إجرام لا كذب لا كفر لا شرك لا باطل كأنهم يعيشون في السماء في طه وصفائهم فيكملون ويسعدون ذي مهمة الرسول لمن قف بهم بعد بعد الواعد لهداية الخلق لإصلاح الأمة لتطهيرها لإعدادها للسماء والنزول في الملكوت العلى بعد نهاية هذه الحياة منة الله هذه وإلى لا من المخب بهذا الخبر الله اسمع يقول ولقد آتينا موسى الكتابة وقفنا من بعده بالرسل وعدد الرسول وعدد الرسول كما علمتم ثلاثمائة وأربعة عشر رسولا أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم أما الأنبياء لا تسأل بلغ عددهم مائة ألف وأربعة وعشرين ألف نبي والرسول يتابع ويطاع والنبي يؤمن به وتقبل هدايته وإرشاده لكنه لا يقنن ولا يشرع ولا ينزل عليه تشريع بل هو يتبع الرسول الذي أرسل قبله وقفنا من بعده بالرسل وآتنا عيسى بن مريم من عيسى هذا عيسى هذا عيسى ابن من ابن مريم من مريم هذه هذه العذراء هذه بنت حنى امرأة عمران عيسى ابن مريم لماذا قال عيسى ابن سعيد وعثمان العام يقول نا الله ينادي الإنسان يوم القيامة بأمه لا ينادي لا ينادي بأبيه ويقولون إن مك ونكير لما يجلسان العبد يسألانه عن أمه أنت فلان ابن فلانا أو يا فلان ابن فلانا وأول آية من سورة بني إسرائيل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في الببر والبحر وعزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تطبيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني بشيخهم فمن أتي كتابه فأولئك أقرأون كتابهم ولا يظلمون فتيلا يقولون لما يدعو الله الناس بأمهاتهم لا بآبائهم سطرا على عيسى حتى لا يفضح في عرصات القيامة وأن ما له أب كلام من هذا النوع ملأوا به الكتب والشاهد عندنا في أن عيسى بن مريم لأن عيسى لم يكن له أب فمريم لم يتزوج فهل ولم تنجب كما ينجب النساء بواسطة المني والفحول وإنما عيسى كان بكلمة الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لو كون فيكون فكذلك عيسى نزل جبريل وحق قدس فنفخ في كمها كم الدرعي فسرت النفخة حتى انتهت إلى رحمها وقال الله كون يا عيسى فكان ساعة واحدة والمخاض يهزها والطلق يدفعها إلى النخلة لترد عندها فانتبدت به بفاء التغطيب هكذا لا عام ولا تسعر أشعر أبدا كان بكلمة التكوين عيسى بن مريم هذا آخر أنبياء بني إسرائيل آخر رسولهم تباتم وقفنا من بعده بالرسول وآتنا عيسى بن مريم البينات الدلائل البراهين الحجج المعجزات كل ما يبين الطريق إلى الله أعطاه الله عيسى فمن أراد أن يدخل دار السلام فليمشي وراء عيسى أعطاه الله البينات المعجزات الحجج البراهين منها أنه يحيي الموت بإذن الله والله العظيم من الروايات الواقعة مات ولد لأمه وهو على النعش محمول والأم تصرخ والناس في طريقهم إلى المقبرة فقالت يا روح الله ولدي أدعو الله لي أن يردوا علي فدع الله وقال يا فلان تعال لأمك فقام في النعش وأزال الغطاء وهبط ومشى مع والدتي آل يهود يقول نذيم آمع فباتم تآمر تالي العجوز مع عيسى وقالت لو تعال في الطريق وأنا أصرخ بك وأنت قل له احبط احيى فأي يحيى والله كما تسمع الآن يقولون في كتبهم تعرفون قلب الحقائق العرب بلقوا المنته في هذا الطريق المكر والحيل فباتم لكن الله أخبر بنفسه يحيي الموتى بإذن عيب نبينا صلى الله عليه وسلم نادى من نادى في المقبرة وأجابه حي والشاهد عندنا في قوله وآتنا عيسى بن عمان بينات ومع هذا قالوا ساحر وتحدث اليهود واليهوديات بسحر ابن مريم بهذا ماذا ابن زيناء كذا ما له أبنهم وساحر وواواواوا وهم يشاهدون الآيات فهل فهل تتألم يا رسولنا من كفر اليهود وهذه حالهم نبي من آبائهم نبي من آلهم نبي بعث فيهم رسول الله عيسى فقالوا ساحر وقالوا دجال وقالوا ابن زيناء وقالوا كيف يؤمنون بك يا محمد هذا كله يسلي الله ويسر عن نبيه آلاما وحزنه ومن أصحاب رسول الله عمر وأبو يعجبون كيف اليهود ما يؤمنون أهل كتاب يقرؤون التوراة يعرفون كل شيء يؤمنون بالله ولقائه كيف ما يؤمنون بمحمد والإسلام والله كانوا يعجبون أما قران أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون كيف تحزن أيها المؤمن من عدم إيمان هذه أمة هذه التي هذه صفاتها عجبوا إلىنا وقفنا من بعده بالرسل وآتينا عيث وهذه التقفية بالرسل هل بعث رسول واستجاب له اليهود أما على عهد داود سلمان فاستجابوا بالحرارة بالحديد والنار الجن أخضعهم الله لداود ولسليمان يبقى اليهود ماذا يسمعون آمن وفي البيوت يضحكون ويسخرون سمعتم ماذا قالوا في سليمان قالوا كان سعر يا جماعة سليمان أعطاه الله ما لم يعتقره سخر له الجن وإلى لا يستخدمهم في الصناعة ومجرد استخدام في غوص البحر في استخراجه لآله في كذا وكذا قالوا سعر ما هو برسول إلى الآن يقول سليمان سعر مننا نام ولكن كان يستعمل السعر ولهذا هم الآن ينشعون في السعر ووالله لقد وصل إلى المدينة يبلغنا يبلغنا أن بعض السحر تحاول الهيئة أن تلقي القبر عليهم كالشياطين ويتلونون وموجودون وكل سحر في العالم من أصابع اليهود صنعتهم برزوا في هذا الباب سحر نبيكم ولا لا سحر وإلى لا ووجد السحر في بير عند بير دروان وإلى لا حتى أصبح الرسول يتكلم بكلمة ما يفهم ما يقول يوم يومين في حيرة سحره لبيت ببنات الشيطانات إذن كل ما جاء من رسول كفر به وهكذا فقط يريدون الديناء والدرام والشهوات هذا هو مبدأهم وما هم عليه الديناء والشهوة وهم الذين نشروا أنواع الشر الباط في العالم أنتم تعرفون أربا ولا لا لقد شاهدت بعيني إمرأة الحاكم الفرنسي لما يأتي إلى القرية والله على وجه هذا الخمار الخفيف الذي عندنا تستحي تبهتم من سلخ الأوروبيات وخرجنا عاهرات مخشوبات والله بنوا عمنا آل يهود كل خراب في العالم لأنهم يريدون أن يصل إلى هدف عالي وهو أن يحكم العالم ما الطريق الطريق أن يفسد الأديان والأخلاق والآداب والكمالات الروحية لتصلح البشرية لا هم لها إلا الفروج والرقص والطعام ومن ثم يسوقونهم لأن المال بأيديهم ناجحوا وإلى ناجحوا وما زالوا حتى تظهر أنوار الإسلام ويطاق العالم أصدره ثم قفنا على أثار وقفنا بريسى بن مريم وآتناه الإن وآتنا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس من روح القدس جبريل إلى جنبه يسترشده يبين له يعينه يعين له ما يقول يشفى له عند الله لا يفارق تأييدا لأنه وحده اليهود كله معدى فين يعيش عيسى مع والدته مجموعة من الحواريين على أسر أصاب هؤلاء فقط وبعد الطويل الجبال وهربوا يتابعونهم فالله أيد عيسى بملك بسيد الملائكة بجبريل عليه السلام بروح القدس وحتى حسان ابن ثابت شاعر الدعوى شاعر النبي صلى الله عليه وسلم كان المشركون يهجو النبي واليهود كذلك المستعربون من يدافع الرسول الله حسان ابن ثابت كان يهاجم الشعراء المجرمين والرسول يقول رهجهم ومعك روح القدس رهجهم ومعك روح القدس إذن فنبينا أيده بحسان وحسان أيده بجبريل بروح القدس وهكذا يقول تعالى من باب كشف عوات اليهود وإزاحة استطاع نظر أمراضهم وأسقامهم ومحنهم لعلهم يرجعون هذا موت تعيير فقط انتقاما منهم لرادا ينتقيم لمسخهم قرد وخنازير كما فعل بأسلافهم في مدينة معين على ساحل البحر ولكن رجع أن يهتدوا لتقوم الحج عليهم بهذه البيانات ثم قال لهم اسمعوا أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنبسكم استقبرتم وهكذا كلما جاءهم رسول بما لا تحب نبوسهم أما إذا يأمرهم بالتقوى والصبر والصلاة لا إذا جاءهم بما لا تهوى أنفسهم أي بالأمر بالصلاة والطهر والصفاء والعدل والرحمة فريقا كذبوه وفريقا يذبعوناه لماذا قال فريقا كذبتم وفريقا قتلتم قال تقتلون ما زالوا مستعدين لو يبعث الله ألف رسول يحاولون قتله والبرهن على هذا ما حاولوا قتل نبينا صلى الله عليه وسلم مرتين مرة أطعموه السم سقوه السم بالفعل ومرة سحروه ومرة تآمروا على قتله بأن يطلقوا عليه صخرا راحا من السطح على رأسه وجل تحت الأرض يعتبر قتلوا ولما قتلوا فليهذا نحن ما ننكر أن اليود قتلوا نبينا لما أرادوا ولكن الله ما مكناه أما السحف قد أخبر عنه وقال هذه أكلة فلانا في خيبار تكادوا تعمل أبهبي كذا الحديث والشاهد عندنا أنظر ماذا يقول تعالى وكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم الآن العرب وهالمسلمون إذا جاء الحاكم بغير ما يهوون يفون عليه أنقلاب بالليل كيف هذا يأمر بالصلاة والزكاة بالمعروف وقد فعلوا وإن كنا ما نسمي ظهر حاكم في يوم من أيام الإسلام الصلاة كذا ما شعرنا إلا وقلبوا عصر وجعلوا بهلولا في الشوال لا يعرف الحق من البعض لما لأنهم ألفوا الرقص والعبث والحرام ولا ما يريدون إسلاما أبدا هذا طبع من يألف الشر المنكر يصبح وصفا لازما له ما يغذب من يقول علماء يأتي العالم إلى البلد يأمون بالتوحيد يقولوا هذا وهابي ويعلنون الحرب عليه في أي بلد إسلامي بالفعل في بداية الدعوة الإصلاحية كان الذي يدعوه هذا وهابي فقط يلعنونه انتبهوا لكن لما انتشرت الدعوة بوصائل جعل الله الإذاعة والكتاب واستقلال العرب والمسلمين والاتصالات زالت تك الأوهام والخرافات عندنا العقبي حتى مات وهم يقولون وهابي علماء العوام يحكون فقط ما يقول العلماء هذا مذهب وهابي خامسي ما حكيت لكم حكاية ونحن أطفال في الكتاب لما بدأت الدعوة جاء بعض الإخوان حجوا وجاءوا بكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب تغمد الله برحمته ما يسمى بالأصول الثلاثة رسيلة صغيرة يفهم العام والطالب سهل ثلاثة أصول ينجو صاحبه من الشرك والخرافة والضلالة الأصول الثلاثة فأحد أقربائنا كان فالعاصمة فجاء بهذه الرسالة وزعت بل وطبعات فيما طبعات الجزائر أستخبر الله قدمت هذا الشيخ الذي نتعلم عنه القرآن أبو القاسم رحمة الله تصفحها قلبها نظافيا وقال قال يا أبو بكر هذه رسالة طيبة حق ولكن صاحب يقول صاحب مذهب خامسي وهابي والله كما تسمع رسالة آيات كما علمتم قال لبى الشيخ نظاف مد وقال يا أبو بكر هذه الرسالة كلام طيب لكن المؤلف صاحبها مذهب خامسي وهابي عرفتم ما الفق بيننا وبين بني إسرائيل لو كانت فيها مدائح وقصائد واواء وأباطيل لغنينا بها أما تحمل لا إله الله والتوف إلا لا المهم نستغفر الله لنا ولهم ولساي المسلمين إن الصورة ما زالت كعهدنا بها صورة البقاء وإن الآيات المباركات التي ما زلنا نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا لاهتدى بهديها والعمل بها إنه قريب مجيب سميع الدعاء قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما راء وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخرنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعاخينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرين قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين معاشر المستمعين أو المستمعات من المؤمنين والمؤمنات ما زال السياق الكريم في الحديث مع بني إسرائيل وهو حديث التأنيب والتقرع إلى جانب الدعوة إلى الحق والانخراط في سلك المؤمنين والله يدخل في رحمته من يشاء فقول ربنا جل ذكره وإذا قيل لهم من القائل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم إذ هم الذين كانوا مع اليهود في المدينة وإلى الآن لو قلت ليهودي آمن بما أنزل الله يقول أنا مؤمن بما أنزل الله أي التوراة ما أنا في حاج إلى غيره وإلى أن تقوم القيامة لأن شأنهم واحد كلمتهم واحدة وجهتهم واحدة فلهذا تخاطب هذا بما تخاطب به الأولين من أربعة آلاف سنة هذا هذا شأن بني إسرائيل وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله أي بالقرآن وهم يعرفون أن القرآن أنزله الله يعرفون أن النبي أمي والأم يؤنى له أن يتكلم بالعلوم والمعارف ثم القرآن قد احتوى على ما في التوراة من حقائق الشرع والدين كالإيمان بالله ولقائه والبعث الآخر والجزاب النعيم المقيم والعذاب الأليم الكل هذا حواه القرآن وهو في التوراة ما ننسى أنهم لحسدهم لبني إسماعيل وللخوف من أن يذوبوا في روح الإسلام كارهوا الإسلام وحاربوا وحاربوا أهله إلى اليوم وتقدم هذا في السياق الكريم باغيا حسدا من عند أنفسه كيف نصبح أتباع لهذا من ولد إسماعيل ونحن أشرف أولاد إسحاق ابن إبراهيم إسماع يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم فلاحظوا هذا ربنا تعالى يخبر بهذا الخبر وإذا قيل لهم والقائل قطعا رسول الله والمؤمنون معه من خلى منه بيهودي أو يهودي وقال لو آمن يقول أنا مؤمن أنا مؤمن بالتوراة قالوا نؤمن بما أنزل علينا أنظ إلى العصبية علينا نحن بني صعيد أما عليكم يا أبناء إسماعيل لا وهل الدين يرضى العصبية أليست البشرية كلها نسبتها إلى الله واحدة عبيد لمالك واحد هو الله فالتحيي الظاهر نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه لماذا قال وكفروا أو ونكفر بما وراءه لأن كفرهم مستمر ويقولون هذه الكلمة ويكفرون بما وراء القرآن وهو الحق مصدق لما معه القرآن حق ومصدق للذي معهم في التوراة كما قدمنا من عقيدة البعث والجزاء يوم القيامة وجود عالم شقاء وعالم سعادة التوحيد وأن لا يعبد إلى الله الإيمان بكتب الله ووصل الله هذه كلها موجودة في التوراة إذن فكفرهم بالقرآن كفرهم بالتوراة كفرهم بالقرآن يلزى منه كفرهم بالقرآن بالتوراة لأن القرآن يقرر ما في التوراة ويثبتها وهم يقولون القرآن باطل لا نوم به إذن كفروا حتى بالتوراة وهكذا السيئة جره سيئة والخطأ يقود إلى خطأ قال وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا فقط ويكفون بما وعاء ما ادعوه أنه أنزل عليهم من التوراة وهو القرآن الكريم كأنهم قالوا نكفر بالقرآن ولا نعتبر به ولا ناخذ به في هدايتنا وصلاحنا وهو الحق والحال أنه الحق مصدقا من ربهم وهو الحق مصدقا لما معهم كررنا القول في مصدقا لما معهم ما الذي معهم في التوراة لا إله إلا الله الذي في التوراة أن الإيمان بالملايكة والكتب والرسل مقرر ويجب في التوراة الإيمان بالبعث الآخر في التوراة الحق والعدل والخير والمعروف والإحسان والبر كلها موجودة في التوراة فالقرآن مصدق لما معهم فالمفهوض ما يكفرون به إذ ما في منافات بما يؤمنون به وبالقرآن الذي دعوا إلى الإيمان به لو كان هناك فصاد تعارض قد يعذرون القرآن مصدق لما معهم قل إذن بكتهم وأخزيهم قل لهم فلم تقتلون أنبياء الله من قبل هل التوراة فيه الإذن بقتل الأنبياء والعلماء والله ما فيه فلم إذن تقتلون أنبياء قتلوا زكريا وولده يحيى وتآموا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا نم قتلوا عيسى وبالفعل صلبوا من شب يلام بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في بعض الأيام يقتلون سبعين نبيا وفي المساء أسواقهم قائمة للبيع والسجرة كأن شيء ما وقع إذن فلم تقتلون أنبياء الله من قبل هم يعترفون بأنهم قتلوا عيسى لأنه ساح وإلا كذا وكذا وقتلوا زكريا وقتلوا يحيى وقتلوا غيرهم فهل الإيمان الحق بكتاب الله التوراة النورانية يسمح بقتل الأنبياء إذن ما أنتم بالمؤمنين بالتوراة وحقا هم كفار بالقرآن وبالتوراة لأن الإيمان الصوعي مؤمنون بالتوراة لكن هل صدقتم الله فيما جاء فيها هل امتثلتم أوامر الله في التوراة هل امتثلتم نواهي الله فاجتنبتم وها في التوراة إذن ما معنى هذا الإيمان بالتوراة هذا هو التقريع والتوبيخ قول لهم يا رسول لما تقتلون أنبياء الله من قبل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين والآن جول أخر أيضا معهم قال تعالى وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيْنَاتِ لك أن تقول قل يا رسولنا لهم ولقد جاءكم موسى بِالْبَيْنَاتِ أي المعجزات العجب معجزات موسى عليه السلام تسع آيات أولى تلك الآيات أن العصى تستحيل إلى حية تهتز كأنها جن وأما يوم المباراة العظمى تلك العصى التي ابتلعت وتلقفت كل ما ألقاه السحر في تلك الساحة من الثعابين الحيائي تلقفت بكاملها يده يدخلها في جيبه ويخرجها بيضاء كأنها والله فلقت قمر أعظم آية شاهدوا في صالحهم هذه مع فرعون انفلاق البحر كونه يضرب البحر الأحمر بعصاه بسم الله فينفلق إثنى عشر فلقه إثنتا عشر طريقه كل قبيلة تسلق طريقه أية آية أية آية عظم من هذه الحجر الذي يحملونه معه يضربه بعصافة تفج منه إثنتا عشرة عينا حتى لا يتصدم بعضهم ببعض كل قبيلة تشرب من عينها الخاصة هل هذه الآيات وغيرها جاءتكم آمنتم هذا هو التقرية التوبيخ التانيم ولكن من لم يشئ الهداية وما تدع ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذ ثم العجل من بعده وأنتم ظالمون بعدما خرجوا من البحر ونجوا من فرعون وحكمه ونزلوا بالساحل موسى عليه السلام كما عرفتم اجتدعية إلى جبل الطول لمناجاة الله تعالى بل ذهب ليأتي بالدستور الذي يحكم به بني إسرائيل هذه الجملة الحمد لله كرنا مئات المرات لعلها تنقل إلى العرب المسلمين لكن ما في نقل ما هي لما استقل بني إسرائيل كيف استقلوا يا شيخ ما كانوا محكومين بحكم فرعون دهرا طويل فلما خرج بهم موسى بعد أن بهر فرعون وقهر هو وخرج بهم فنزلوا على الساحل كيف يحكمهم موسى ما هو الدستور ما هو القانون إذن قال اجلسوا أنا أذهب إلى ربي وآتيكم بالدستور دستور تأكدتم من هذه والله كما تسمون ونحن نقول لإخواننا المسلمين لما يستقل الإقليم من هولندا وبريطانيا أو فرنسا هل بلغكم أن إقليما استغل استقل فقال يجب علينا أن نطلب دستور الإسلام نذهب إلى العلماء يا علماء الأظهر يا علماء الحرمين اجتمعوا ضعوا لنا دستور نعجلوا كيف نحكم هذه الأمة هذا الشهر هل فعلوا أجيبوا إذن موسى أذكى منهم إيه نعم أعلم منهم ولكن نحن أتباع أتباع من رسول الله نحن أحق بهذا ولكن إلى الآن ما اجتمع علماء في بلد وقالوا لا بد من وضع دستور الإسلامي مصدره قال الله قال رسوله ما أجمع عليه أئمة الفقه الإسلامي من تلك الزمرة النورانية في العهد السالف ويحكمون المسلمين بشرع ربهم إن افتقوا هذا الذي أعطاهم استغنوا هذا الذي أعطاهم مارضوا صحوا نحن الحاكمين غير مسؤولين عنكم هذا دينكم وشريعتكم ونحن حكمناكم بها لا تلومون في من يلومهم فسبحان الله مرهم المظاهر القرآن الكريم أن يترك موسى بني إسرائيل على الساحل والخليفة فيهم هارون عليه السلام اجلسوا حتى آتيكم بالدسور فاسمعوا قوله تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ما هذا العجل الذي اتخذوهم بعد موسى سبق أن عرفنا هذا وكررناه مع المستمعين والمستمعات ونعيد تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين كان بينهم رجل وما من حق أن نقول رجل أبدا ممسوخ والسامري فجاء إلى نساء بني إسرائيل وقال هذا الحلي الذي عندكم هذا حلي الأقبار القبطيات ولا يبعد أن نساء بني إسرائيل لما أعدمنا بالرحيل والخروج من مصر احتن على القبطيات الغافلات واستعرنا منهن الحلي الذهب الفضاء لا يبعد هذا ولما خرجنا خرجنا بذلك الحلي وليهود كما تعرفون يحبون الذهب إذن فالسامري قال هذا الحلي لا يحل لكن استعماله كيف تستعملنا ما حرم الله هذا غش أخيانا أنصح لكن أن تجمعنا هذا الذهب وأحقه وتبع بذلك ذممكم وكلام معقول وكلام معقول لكن هو يريد غير هذا فجمع الحلي وصار منه عجلا ابن البقع ليس شرطا أن يكون فورا عجل صنعه بالصياغ بالصياغ صياغ الذهب وقال ولما ذهب موسى قال لهم هذا هو إلهكم وإله موسى نسيه وانظر إلى بلاهة اليهود وغباوتهم وإلى الآن كما قلت فيهم أغبياء العجر هذا هو إلهكم وإله موسى بن سيه قال تعالى أفلا يرون أنه لا يرجو إليهم قولا ولا يملك لهم ضر ولا نفع لو كان ربا حقا لسألوا أنت الله لقال نعم أين ذهب موسى ذهب إلينا مثلا لكن قابلوا والتفوا حوله يعبدون وهارون عليه السلام هو مسؤول خليفة استخلفوا فيهم صاح فيهم يا عباد الله لا تكفروا يا عباد الله هذه فتنة هذا كذا يضحكوا إلا من نجى الله عز وجل عدد من ذاك الشعب الذي قوامه ستمئة ألف ما نجى إلا قريب هذا الذي أراده تعالى بقوله ثم اتخذ ثم العجل من بعدي تخذ ثمه ماذا إله لكن الله ما قال إلا معروف وهل يصحن تقول في العجل إله الآدم السلطان ما يقال فيه فكيف العجل وهذا من عجائب القرآن ثم اتخذ ثم العجل ما عروف ما يقول إله ثم اتخذ ثم العجل من بعده أي من بعد غياب موسى لأن موسى ذهب إلى جبل الطور ولا دي المسافة من هذا المنطق اللي نزلوا فيها إلى جبل الطور قطعا في سيناء والحال أنكم ظالمون أي ظالمون لأن الظلم كما عرفتم زادكم الله معرفة الظلم وضع الشيء في غير موضع لماذا ما يحفظ أبناؤنا وإخواننا هذه الكلمة يتركونا فقط للطلاب يعني يتعب أحدنا إذا قال الظلم وضع الشيء في غير موضعه أسأل أبناءنا العوام وإخواننا ما هو الظلم وضع الشيء في غير موضعه نمثل لكم يقوم الآن أحدكم ويدفع إخوانا خلوا لنا نامنا ويأطع في الحلقة نائم هذا ظلم وإلا عدل وضع الشيء في غير موضعه وإلا لا والذي يأتي باب المسجد ويشم على ثياب ويأخذ يتغوض كيف كيف تفعل هذا يقول أنه خارج من المسجد لكن الشارع ما مر المسلمين أو المسلمات يجوز تلويثه هذا مرحاض هذا محمام فوضع البول في هذا وضع ظلم وإلا ظلم إذن وضع الشيء في غير موضعه كذا والذي يدعو غير الله يا سيدنا الغوث الغوث وضع هذا الندى في موضعه أو في غير موضعه لأن الذي ناده لا يسمعه ولا يراه ولا يقدر على إمداده ويعطاه إذن هذا الندى ينبغي أن يكون للسميع العليمي الذي يسمع نداءك ويراك وما في مكانك ويقدر على إسعافك وإنقاذك فالذي يعكف على صنم أو كوكب أو قبر أو إنسان يعبده هذه العبادة وضعها في موضعها هل هذا المخلوق يعبد إلا فعل هذا ظلم وإلا لا ظلم وهنا يقول لقمان الحكيم لابنه وهو ماذا يربيه يا بني لا تشرك بالله لماذا أبته إن الشرك ظلم الظلم يتفاوت فالذي يبول في المسجد ظلم والذي يذبح فلان ظلم لكن شتان ما بين هذه وهذه فالظلم وضع الشيء في غير موضي ولكن هو يتفاوت فأعلى مستويات الظلم الشيء لما لأنه أخذ حق الرب تعالى الذي استوجبه بخلقه العوالم وما فيها بخلقك أنت وإيجادك وإمدادك ثم هذا الحق الذي من أجله خلقت وهو أن تعبده تصرفه إلى غيره أي ظلم أفضع من هذا أسألك بالله أو ما فهمتم الله الذي خلقني ورزقني وخلق كل شيء في الكون من أجلي خلقني لماذا لنعبد كذا وللا وتركته يخلقني ويرزقني ويحفظني ونعبد غيره أفضع وعظر إذن واسمعوا الله تعالى يقول والحال أنكم ظالمون بوضعكم العبادة في عجل ويحق الرحمن الرحيم الخالق الرازق المدبر وأنتم ظالمون أهل فهمتم أبناءنا الظلم إياك أن تظلم الظلم ظلمات يوم القيام هذا إعلان أبي القاسم صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيام واتقوا الشحة فإن الشحة أهلك من كان قبلكم وحملهم على استفك دمائهم واستحلال حروماتهم إذن وقوله تعالى وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ أي أذكروا يا بني إسرائيل أو أذكرهم يا رسولنا إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطرور أتدرون ما الميثاق؟ ميثاق الوام المتحدة الميثاق هو العقد الموثق بالأيمان حبل متين من أخذ ميثاق اليهود الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم بأن لا تعبدوا إلا الله بأن تحلوا ما حرم الله وتحلوا ما حرم الله بأن تطيعوا موسى وأنبياء الله عهد وميثاق أن يعبدوا الله بما شاء عليهم وكلفهم به قال وافنا فوقكم الطرور الطرور جبل والله لا جبل بسينا ما فعوا عليهم أجمعين ولا على الذين في المدينة أو الزمان ثلاثة لاف سنة وإنما كما قلت وعلمتم أنهم نحلة من لواحدة يواخذون بكلهم ذنب أحدهم اليوم يواخذ به الأولون والأولون يواخذ بذنوبهم لأنهم على عقيدة واحدة هذه القضية هي أن موسى عليه السلام لما وقعت فتنة عبادة العجل وتورطوا أجاء موسى وصاح فيهم وابقهم قرعهم وتابوا أنادموا وكما عرفتم موسى قام كالأسد فأخذ العجل وأحرقه ثم برده بالمبارد نشره حتى أصبح ترابا وذره في البحر حتى ما يبقى آثار للعجل تتعلق به قلوبهم إذن هنا اختار منهم أربعين رجلا أو سبعين سبعين اختار منهم سبعين رجلا مخيارهم يذهب بهم إلى الله عز وجل ليكلموا في جبل الطو ويطلبوا التوبة لهؤلاء الذين زلت أقدامهم وهؤلاء يمثلون الشعب أهل إسرائيلي فلما وصلوا سمعوا كلام الله ما ارتضوا قالوا نريدوا أن نرى وجهه قل له يرين وجهه إذن وعرض عليهم تحمل المسؤولية فرفضوا فما كان من الله تعالى إلا أن رفع الجبل فوق الروسي نقضه من أسفل ورفع كالسحابة هيا خذوا تعهدوا التزموا وكما عرفتم خروا ساجدين سجد إلى الآن يفضلونها على الذهب وهي أنهم سجدوا على خدهم الأيمن أو الأيصى وتراك الأخ ينظرون إلى الجبل من جبنهم وخوفهم الآن يسجدون في بيعهم أي مساجدهم هذه السجدة إذن والتزموا باللسان قالوا سمعنا وعاصوا هذا ما أخبر تعالى به عنهم في هذا السياق وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطوء أي جبل الطوء وقلنا لكم خذوا ما آتناكم بقوة واسمعوا بمعنى أطيع فلان ما يسمع لي أي ما يطيعني ليس من السماع بالأذن خذوا ما آتيناكم هذه التوات فيها حكم الله فيها شرائع الله فيها ما تقوم به الحياة فيها ما تكملون وتسعدون عليه إذ تزموا من صورة العرف وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلا وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتناكم بقوة واضخوا ما فيه لعلكم تتقون أعطوا عهدا وهم تحت الحجر أو تحت الجبل ثم نقضوه كأن لم يكن شيء ولياذ بالله فهم أنقضوا الخلق للعهود ونعود للسياسة منذ أربعين سنة ونقول للعرب يا عرب عاهد اليهود وإن كان هذا الكلام ما يعرفوه إلا العقل عاهدهم عاهدهم معاهد السلمية حتى تتقوّوا وتتجمعوا وطبحون أم واحدة رباني قوية ولا تقولوا إذن كيف ننقض عهد لا 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 والله لا ينقضونه لكم هم مفطورون مجبولون على نقض العهود ما أتخابوا أعطوهم فرصة لتستفيدوا منا أولا إخوانكم يرفع عنهم العذاب والبلاء والشقاء وأنتم تتقوّون وتصنعون وتتحدون فإذا قويتم على نسفهم وإبادتهم حينئذين سوف ينقضون العهد ما تخافوا أنتم وتقولي كيف نعطيهم عهد ميثاق وبعد ننقض هذا نحن لا ننقض العهد أبدا إذا عاهدنا نموت لكن سوف يكون العدو هو الذي ينقضهم وذلكم لأن الله تعالى قال كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم هذا شأنهم فانظوا كيف رفع الجبل فوقهم وأعطوا عهود الله ومواثيق أن يفعلوا بما في الطوات وما هي إلا أن خرجوا وإذا بهم يحلون ويحرمون ويعطلون بما تقول أهوهم وشهواتهم أهواتهم ومعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ما معنى أشربه تغلغل حب العجل في نفوتهم كما يشرب الثوب الماء ويدخل في كل جزئاته أي عجل هذا؟ هذا ابن بقرة؟ لا لا هذا العجل الذي صنعه الحداد والصائغ السامري هذا العجل الذي ادعى أنه هو الله هذا إله بني إسرائيل وموسى ضاع عنه تاه وما عرفه هذا العجل وقد عبدوه قرابة الشهر لأن غيبة موسى كانت أربعين يوما فتمكن حب العجل من قلوبهم يا شيخ هل هذا صحيح؟ ما تسأل؟ نسأل الذين يشربون الشيشة والأفيون هل تمكن حبه من قلوبهم ولا لا؟ من قال لا فاليوم باستجارة خارج المسجد أزيل وإن لا ذي سنم الله في الخلق فالذي عرف أن هذا باطل ومنكر ثم فعله واستمر يفعله سوف يأتي طابع خاص به يصبح لا يتحول عنه أبدا فتلك النظرة وتلك الاتفاف وذلك الاجتماع حول العجل يصرخون وينادون ويرقصون نعم حفلات حتى قيل وهو حق أن حفلات المتصوفة مأخوذة من هذه الحفلات اليهودية تعرفون حفلات المتصوفة ولا لا؟ ما إخوانا ما يعرفون أرقصوا أرقصوا حتى تصعق المرأة كذا وهم يستغيثون بالأولياء وكذا ويقول هذا عبادة مأخوذة عن بني إسرائيل عبادة العجل وباقية عند اليهود أيضا والشاهد في قول تعالى وأشربوا في قلوبهم حب العجل عجل الذهب فلهذا الآن من هو الشعب أو الأمة التي لا تعرف أبدا إلا الذهب اليهود هم الذين أسسوا البنوك وإن لنا والله لهم مؤسسوا مع العلم أن الله عز وجل حرم عليهم الرباء فترات بصراحة اللفظ ووضعه وندد القرآن بهم واستحل الرباء بعد علمهم في حرمته ولكن قد يعذرون لأنهم يريدون أن يحققوا أملهم في مملكة بني إسرائيل فكيف الوصول إليها وهم شعب شعب لا يعادلون سكان القاهرة وإلى باريس خمس ملايين فقط كيف يحكمون العالم إذا لابد من استعمال وسائل من شأن أن تخضع العالم لهم فاستعملوا أولا السحر وكثيرا ما أقول بدون علم أنا متوقع ولا تقول الشيخ جازم أنهم يسحرون بعض الساسة والمسؤولين في العالم الإسلامي لأنهم متنكرون تابعي أو جواز فرنسي سويسري أمريكاني ويجتمعون في اجتماعات الأمم المتحدة ممكن يكلفون وحد صب الشاي إلى القهوة ويجعل فيها ممكن هم أهل السحر والسحر ما هو ما هو تحويل القلب من كرهه إلى حبه كما يكره رجل مرأته موجودة ولا لا والمرأة تكره الرجل فهم أيضا سحروا الناس من الأوروبيين وغيرهم وجعلوهم يحبونهم على الأقل لا يسبون ولا يشتمون ولا يتغيضون ولا 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 هذا حاصل ولا لا ما يبعد أنا أقول ثانيا المال الديناء والدرام فعرفوا أن العالم يخضع لسلطان المادة والمال فابتكروا فكرة البنوك وأسسوها ووضعواها وهم قائمون عليها في الشرق والغرب اعتبهتم فضعبوا العالم ضعبا ما لها نظير وإن كان السامعون ما يفهمون هذا أفهموكم والحمد لله تعرفون محنة الربا وإلى لا الربا إذا شاع وأصبح من مبادين ومن سياستنا السياسية والاجتماعية هو الذي يقضي على المحبة والألفة والأخوة والولاء بين المسلمين لو فعلوا من السحر ما فعلوا ما يستطيعون أن يفرقوا بين المؤمنين كلهم قد يسحر شخصا وعصر ألف لكن الربا ومعناه ما بقيت سلفا ولا قرض ولا مضابة ولا تعاون ولا ولا كل من يحتاج البنك إذن فتلك الرابطة القوية التي تربط بين المواطنين في أي شبر من الأرض لما حل محل آل البنك ما أصبح من يسلف أحدا ولا من يقرض أحد وحتى الذين يسلفونهم أو يقرضونهم ما يودون عرفتم كذلك فيه دعوة شيطانية يجيك ويقول أقرضني وأنا أخوه تقرض ما يوجد أبدا وبذلك تمزقت أواصي الأخوة بين المسلمين أرأيت لو كان المسلمون على حقيقتهم أمان ألف أو عشرة في صندوقك ماذا تصنع بها زادت عن قوتك عن مصروفك موجودة في هذا الصندوق يا شيخ لا تقل هذا نام الآن الناس فائض أموالهم يودعون في البنوك لو تبحث عنه تجد إلا ما شاء الله إذا فهذا المال الذي أنا لا أودعه في بنت ماذا أصنع به إذا جاءني إبراهيم أو سليمان أو عثمان وهو أخي المومن عبد الله الذي لا يفارق بيت الله وقال أريد أن تقرضني كذا إلى سنة والله لا يفرحن المومن الحمد لله يحصل على أجر أعظم أجر الصدقة واستراح من ذلك المال الذي مودع في صندوقه وانتفع به أخوه وهذا الأخ هذا يعيش ليلة نهارة يحافظ على عهده وميثاقه ما إن يحين الحين وتدق الساعة إلا وهو يقع الباب هذا مالك يا أخي انظر إلى الصلة كيف تمتن وتتقوى ترغب أن ينمو مالك يأتيك أخوك الحاذق اللبيب الفطن المتعود الصابر الصادق يقول نريد أن أفتح متجر أعطيني هذا الذي عندك لما يبقى هكذا ولك ربح هو نصف أو ثلثه والله لا يفرحن المومن ويبتسم ويقول الحمد لله لما يبقى هذا المال مدفون عندي أو مودع في البنك لا قدر الله ويعطيه ويبارك الله فيه وينفعه وينفع نفسه هذا الآن انتهى عرفتم وإلىنا فأصبحنا كما تعرف الذين لهم أموال في البنوك ولا قرضة ولا سلفة وهبطنا من أقرضته لله ما يود أو يماطي لك انتبهتم وتقطع صلاة الأخوة الإسلامية بيننا ما سببها؟ هالبنو الربا ثم أنا أعجب من هذا الصوت كل بلاد العالم الإسلامي الخطباء والمدرسون أواء الكل لا يوجد واحد يقول يا مسلمون تعاملوا بالربا تكسبون المال وتعظم طروتكم والله ما قالها واحد لا في العجم ولا في العرب ولا ولا كيف وقعنا هكذا؟ من يعلن لنا هذه الظاهرة؟ لو كان هناك فتاوى آذنت وأباعت نعذر الله غالب قالت العلماء لكن ما فيه؟ إذا كيف نعرف هذا؟ ونعص الله ونفسق عن أمره ونحج عن طاعته ونتحداه ونراب مع المرابين الجواب عندنا لأننا أعرضنا عن الله فأعرض الله عنه عيشوا كما تريدون واشربوا في قلوبهم العجلة اسمع بكفرهم هذه الباء هذه هذه هيدوجين هذه الباء هي باء السبب وأشربوا في قلوبهم العجلة أي حب العجل بسبب ماذا؟ بكفرهم إذ لو كانوا مؤمنين موقنين ربانين والله ما أحب العجلة ولا عبدوه أرأيتم السبب؟ الآن نقول الذين يعلمون ويرتمون في الرباء ما سبب هذا؟ والله لا كفرهم بشغائع الله وتعاليمه ما عافوا ما إقنوا ما كل ما قال مؤمن مؤمن الإيمان نوع في القلب طاقة تجعل المؤمن حياً يسمع ويبس ويعطي ويمنع فإذا انهز ذاك الإيمان وتحلل وأصبح ضعيفاً كالذي يوم ببعض ويكفر ببعض ما ينتفع به سمعتم الآية ولنا وأشربوا في قلوبهم العجلة بسبب ماذا؟ بكفرهم البل ماذا باب السببية؟ لما كفأوا نعم الله عليهم كفأوا رسالاته ورسوله كفأوا لقاءه تنكروا له غطوه جحدوه حصل هذا بكفرهم وأخيراً يوجه الله تعالى لرسوله هذا الأمر يقول لهم قل يا رسولنا أيها المبلغ عنا قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إذا كأن إيمانكم يأمركم بالربا وقتل الأنبياء وعبادة دون الله بيس الإيمان هذا قبح هو إلىنا بيس ما يأمركم بإيمانكم إن كنتم مؤمنين كما تزعمون وتدعون ما أحوج المسلمين إلى هذه الآيات أن يجتمع عليها ويقعوها ويتفهموها هذا من باب إياك أعني واسمع يا جارا إذا كان بني عمنا تورطوا هبطوا واللعنوا واحترقوا والقآن يذكر ما أنزل الله بهم أليس هذا معنى إياكم أن تشلكوا مسالكهم إياكم أن تمشوا في طريقهم إياكم أن تقفوا مواقبهم فإنكم تهلكون كما هلكوا مؤمن أقاني هذه الورقة وهو يتألم يقول هذا الكاتب في جريدة صوت المرأة عورا خوافة شائعة كم مرة قلنا صوت المرأة عورا آلاف المرأة نكذب يعني صوت المرأة عورا ما معنى عورا شيء يستحى من سماعه ينبغي أن يصطر كما تصطر العوراة العورا والعورا ليس معنى السوء أيها العامي كل ما يستحى من كشفه هو عورا تصطر كعوراة البيت نافذة صوت المرأة عورا قال خوافة اسمعوا روى الشيخان وغيرما ومالك وآل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنابه شيء في صلاته فليسبح أي يقول سبحان الله إذا قرع عليك الباب أحد أو ناداك بأعلى صوتي يا فلان وأنت في الصلاة ماذا تقول تقطع الصلاة حرام يا حذر أن تتكلم مع الله تعرض عن الله وتقبل على هذا المخلوق مصيبة لا حد لها إذا ماذا تصنع أرشدنا العليم الحكيم صلى الله عليه وسلم أن نقول سبحان الله فيفهم طالبك ومناديك بأنك مشغول مع الله ينتظر ثم قال ثم قال صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وفي لفظ والتصفيح لا هكذا ممكن هذا الصوت يطرب وإلى لا أين الفحول يعرفون هذا أسمع الصوت هكذا يطرب وإلى لا ما رأيتم يصفقون هذا التصفيق التصفيح هذا يطرب بظهر الإدماء يطرب التصفيع للنساء حتى هكذا لا ثم يأتيني هذا الفحل أو يقف معنا هذه الأمة الحاضرة معنا أيكم أيها الفحول واصدقوني يرضى أن تتحدث مرأته مع أجنبي قولوا والله ما نرضى أن يسمع صوت أجنبي عرفتم وإلى لا أين قولهم من ادعى أن صوت المرأة عوها أنه يقول بالخرافة هذا جريدة إسلامية تكتب هذا العنوان هل ندخل معهم في كلام لقد هبطوا نازلوا من علياء الكرامات إلى حضير التراب أموات غير أحياء وما يشعرون فلهذا نتركهم لله صوت المرأة عوى عندكم وإلى لا عوى الصديقة تقول الديوث من النساء التي يسمع ضيفها صوتها في حجرتها وما زال الطاهرة إلى الآن ما يغفعن أصواتهن إذا هناك ضيوف البيت وإلى لا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر